اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة معناة القضية البارزة في السورة هي قصة مريم لأن التسمية في القرآن الكريم تسمية السور توقيفية عن الرسول صلى الله عليه وسلم وحيا أسماء السور موحى بها أما الأسماء اللي احنا ممكن نشتقها هذه لا تكتب في المصاحف يعني ممكن تجدوا للسورة أكثر من اسم لكن هذه الأسماء لا تذكر في المصاحف أما الأسماء التي في المصاحف توقيفية يعني عن الرسول صلى الله عليه وسلم وحيا فالآن إذا بطلعظوا في سورة مريم بس ما فيش سورة مثلا موسى عليه السلام فيش سورة عيسى مع أن موسى عليه السلام مذكور 136 مرة في القرآن بش إلو سورة بس في سورة مثلا يونس هذه الأسماء طبعا لها أسرار وحنا سبق تحدثنا في بعض الدروس عن بعض أسرار هذه الأسماء إذن السورة اسمها مريم إذن إذن أهم قصة فيها قصة مريم طيب نتحدث اليوم إذن في قصة مريم طبعا ممكن إحنا فيما بعد نشوف كيف لأنه السورة نفسها فيها قضايا كثيرة لكن هنا بدنا نأخذ فقط قصة مريم في قوله سبحانه وتعالى واذكر في الكتاب مريم هذا التعبير واذكر في الكتاب على فكرة مش موجود إلا في سورة مريم على ما يبدو لي مش موجود إلا في سورة مريم فتكرر خمس مرات واذكر في الكتاب واذكر في الكتاب واذكر في الكتاب أول ما بدأ واذكر في الكتاب بمريم يعني بمعنى آخر أنه قضية مريم قضية مهمة وشريفة يستحق تستحق أن تذكر وين في الكتاب اللي هو أي كتاب يعني القرآن وعن سبق قلنا أن القرآن من جهة كونه مقرؤ وهو كتاب من جهة كونه مكتوب ثم هو فرقان من جهة كونه يفرق بين الحق والباطر ثم هو نور ثم هو هدى ثم هو إذن له أوصاف وظائف وقضية الكتاب مهمة لأنه احنا يعني المسلمين عبر أجيال كانوا بيبحثوا دائما في إعجاز القرآن من جهة المعاني طب ما الكتاب الكتاب خلال دراساتنا نحن يعني إضافة لدراسة جمهور العلماء أنه كتابة القرآن وطريق كتابته ما يسمى بالرسم العثماني جماهير العلماء على أنه توقيفي توقيفي عن الرسول صلى الله عليه وسلم وحيا بعض الناس بيقول لا توفيقي الله سبحانه وتعالى وفق الصحابة لرسم محدد وهذا كلام كلام يعني يصعب فهمه فهم بمعنى يصعب فهم طريقة كتابة المصحف لبعض الألفاظ بطريقة ما هيش استلاحية أكيد دليل على تدخل الوحي أنه منجد في بعض الكلمات مكتوبة بطريقة خاصة يتميز فيها المصحف اللي يسمى الرسم العثماني ليش قولنا عثماني؟ رسم العثماني يعني طريقة كتابة الكلمات ليش منقول عثماني؟ لأنه نسبة إلى عثمان رضي الله تعالى عنه اللي بعد جمع أبو بكر هو قام بجمع آخر ونسخ المصاحف وبعثها في الأمصار حتى تكون مرجعية تمام؟ ولذلك سمي الرسم رسم عثماني نسبة إلى عثمان ابن عفام رضي الله تعالى عنه طيب الرسم العثماني إذن هو إذا بدنا نبحث في الأدلة وهذا مش مقامه الآن هو أكيد توقيفي يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أحيان وله أسرار وله أسرار رسم نفسه طيب إذن واذكر في الكتاب في الكتاب اللي هو الآن هون عندنا إيش؟ القرآن وقلنا هذا التعبير متكرر خمس مرات في السورة أول واذكر في الكتاب مريم إذن هي قضية مهمة وشريفة إلى درجة أنه هي تذكر وين؟ في الكتاب اللي هو الآن القرآن واذكر في الكتاب مريم مريم إذ انتبذت قبل من روحنا إذ انتبذت نأخذ مريم 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 أفكرة في القرآن الكريم مذكورة 34 مرة فيما يسمى الأناجيل والعهد الجديد يعني وملحقاته من رسائل الرسل وغيره مذكور بس 18 مرة يسمى مريم انتبهوا الآن شو ما بيعتبره مريم يعني مهمة كثير؟ مريم كم مذكورة في الأهد الجديد؟ يعني إيش الأهد الجديد؟ الأناجيل الأربعة اللي بيقولوا إنها أناجيل زائد ما يلحق بها من رسائل الرسل هذا على فكرة في حدود 400 صفحة في حدود 400 صفحة ما يسمى بالأهد القديم التوراة وملحقاتها بيسموه العهد القديم هذا تقريباً 1100 صفحة والأهد الجديد وملحقاته هذا 400 يعني مجموعة ما يسمى عند النصارى الكتاب المقدس 1500 1500 صفحة ما يسمى في الكتاب المقدس 1500 صفحة 400 العهد الجديد 1100 العهد القديم طيب نيجي للأهد الجديد الأناجيل وملحقاته قداش مذكورة مريم أني مريم أقصد لأنه في أكثر من مريم في الأسماء القديمة في أكثر من مريم 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 أم عيسى عليه السلام مذكورة في العهد الجديد لأن أجيله محقا بس 18 مرة كم مذكور في القرآن 34 34 مرة وفي سورة اسمها تلاحظوا مريم وهي سورة 19 وعلى فكرة 19 كونها تكون هذه سورة 19 ونحن نعرف أنه موضوع التسعتاش هو من الأعداد الإعجازية في القرآن الكريم فأن تكون سورة مريم برضو 19 هذه رسالة بتحتاج أنه نبحث في أمور كثيرة طالما أنه موضوع العدد 19 هو من الأعداد اللي اللي يقوم عليها بناء رياضي في القرآن الكريم بناء مذهل ثم تكون هي سورة 19 سورة مريم برضو هذا الشيء بالفتل انتباه قضية مهمة طيب واذكر في الكتابين مريم مريم الغريب الغريب أنه لو رجعنا إلى معاجم الكتاب المقدس معاجم الكتاب المقدس نجد أنه معنى اسم مريم عصيان العصيان صوروا لو رجعنا إلى معاجم الكتاب المقدس اللي بتفسر الكتاب المقدس عندهم إيش اسم مريم معنى العصيان اسم مريم معنى العصيان ومن هنا من هنا من الفتل انتباه أنه كثير من الأسماء اللي وردت في العهود في العهد القديم والجديد وبيحاولوا هما يعطوا تفسيرات إلها تفسيرات إلها فكرة مش بالضرورة يكون تفسيرات إيش صحيحة لكن قال لك علماء التوراة قالوا علماء الكتاب المقدس يقولون لا 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 مش صحيح لهم طبات كثيرة ومش مقام ليش إحنا الآن منرفض كثير من تفسيراتهم على فكرة البيرة مثلا بئروت عندهم ومعنتها الأبار يعني جمع بئبير بئروت البيرة لأنها وردت البيرة على فكرة بس بئروت ودت مش البيرة طالما إحنا في الموضوع قديمة البيرة قديمة كثير بس رمالة جديدة يعني رمالة كنا في العهود الأخيرة يعني كانت عبارة عن جزء من جزء من البيرة كعراضي يعني ما كانتش المدينة موجودة أصلا أما هو العراقة التاريخية هي لمدينة البيرة طيب مش موضوعنا البيرة رمالة النيجي الآن لا إذن مريم معناها العسيان والمعصية يعني العسيان اسمه طبعا لا في بعض المختصين من البحاثة اللي لهم علاقة باللغات القديمة وعلى وجه تحديد اللغة العرامية ليش بقول العرامية لأنه العرامية كانت في أحد المسيح هي المنتشرة في المنطقة طبعا كله يرد إلى ما يسمى باللغات السامية وسبق قلنا أنه أم اللغات كلها اللي بيسموها اللغة الكونية هي العربية اللغة الأم الكونية هي اللغة العربية وهذا الآن في الدراسات العالمية ماشي صار واضح أنه العربية هي أم اللغات كلها بيسموها اللغة الكونية اللغة الأم تمام العربية بس كانت الارامية الارامية في الوقت اللي كان فيه المسيح عليه السلام الارامية هي المنتشرة في المنطقة والغريب الغريب انه الانجيل الموجودة الان اللي بيعتمدوا عليها الانجيل الموجودة لا يوجد ولا انجيل مكتوب باللغة الارامية مع انه في زمن المسيح كانت ايش اارامية اقدم انجيل موجود بين ادنا الان فقط مكتوب باللغة اليونانية القديمة مأخوذ عن الارامية مترجم عن الارامية طب مترجم عن الارامية وين النص الارامي الاصلي وين النص الارامي الاصلي مش موجود يعني الموجود بين اديهم هم بيعترفوا انه ترجمة في النهاية لانه كما قلنا اللي كان سائد في المنطقة اللغة الارامية الارامية طبعا فيما بعد على فكرة تفرع عنها سرياني السرياني اللغة السريانية تفرعت عن الارامية وهو كله تفرعات على فكرة عن العربية أصلا اللغة الكونية الأم اللي تفرعت عنها فيما بعد الأرامية وغيرها وتفرع عن الأرامية السريانية طيب لو جئنا للغة الأرامية اللغة الأرامية إيش بعض لمن عندهم علم في اللغات القديمة من البحاثة بيقولوا إنه ممكن يكون مريم أو هم بيحللوا مريم كالتالي أول إشي جيد إنه نعرف إنه تعبير مار تسمعوا كثير أنتو مثلا مار ماركوس مار جرجس مار الياس مار 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 فيها معنى سيد وفيها معنى كديس كمان وفيها معنى الولي اللي بتولى الأمور مار مار هذا في اللغة الأرامية القديمة والسريانية طبعا مار مار ويبدو إنه لما بيقولوا ماري إذا أضفوا هل يأ بتصير مقصود فيها الرب بتصير مقصود فيها الرب ماري ماري ماشي إذا مار سيد ولي قديس ماري يعني الرب يبدو تحليل بعض يعني أهل الاختصاص في الباب بقولوا هي أصلا يبدو إنه الكلمة هذه ماري آما ماري آما إيش يعني ماري آما أمتو الرب أمتو الرب أما مش إحنا ما نقول أمتو آما يعني نفسها إذا بتلاحظوا قريبة لأنه أصلا هم ما كلنا متفرع عن اللغة العربية من أصله أما وآما ماري آما يعني إيش أمتو الرب طب كيف صارت ماريان لما بنمزج الثنتين مع بعض وبصيروا اسم بتلاحظوا في الهمزة كثير الهمزة تسهل مثلا أنت بتقول بئر وبتقول إيش بير وبتقول ذئب وبتقول ذيب أنه أسهل طبعا أسهل ذيب من ذئب ذيب من بدل بئر بيميلوا الناس للتخفيف بئر بير تمام ماري آ لما تمزجوها مع بعض وتتحول الهمزة لألف بتصير ماريا ما ماريا ما يعني الهمزة بتتسهل مش آما آ ماريا آ بتصير ماريا ما وفي معروف في النداء إشي اسمه في اللغة العربية وغيرها من اللغة ترخيم شو يعني ترخيم مثلا بتقول يا فاطم مش هيك يا فاطم بتنادي فاطمة بتقول لهاش يا فاطمة يا عائش يا عائش يا عائش بتحذف فقالوا ففي الترخيم تحذف الألف بتصير ماريام وعلى فكرة يبدو في النصوص في النصوص الموجودة في اللغة اليونانية القديمة اللي مكتوب فيها الأنجيل تلفظ بالضبط اللفظ العربي ماريام ماريام إذن هي على ما يبدو ماريام هي أمت الله هيك معنى الإسم بس كيف تحرف وممكن يكون على فكرة ممكن يكون ماريام أنا لا أستبعد مار تكون هي عبارة عن مار ويم اليم اللي هو الماء وعلى فكرة مش اليم هو البحر هو الماء يعني اللج الكثير يعني فيه كثير بترجمه أو بفسره يم في القرآن بمعنى البحر لا مش صحيح اليم هو الماء الكثير اليم تمام سواء كان في بحر أو في نهر ضخم كله هذا يم المية نفسها المية نفسها وعنا على فكرة إه أنتوا لما تعكسوا كلمة يم شو بتكون مي المهم هي اليم هل هو ماء مقدس ولا إيش الاسم معنا هذه مسألة في معنى ماريام ماريام اللي هو إذن عند أهل الاختصاص بعضهم يعني المتخصصين هي بمعنى أمت الله أمت الله ماري آمان طيب في في أكم ماريام مذكور في الأهد القديم وأكم ماريام مذكور في الأهد الجديد في الأهد القديم في مريم سنتين في الأهد الجديد في ستة مريمات ستة مثلا مريم المجدلية موجود غير مريم أي في أسماء إذن اسم مريم كان سائد كان في ذاك الوقت سائد مثل ما قلنا مذكور عندهم مريم المجدلية طيب في الأهد القديم في الأهد القديم كان فيه لموسى عليه السلام وهارون أخت اسمها ماريام أخت اسمها ماريام فهارون وموسى شو اسم أختهم ماريام ولذلك لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم المغير بن شعبه سألوه نصارى نجران أنه أنت كيف يا أخت هارون يا أخت هارون طب فبين عيسى عليه السلام أو مريم وموسى في سنين طويلة فسألوا فلما سأل الحديث صحيح فكرة لما سأل مغير بن شعبه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة شو قالوا قالوا كانوا لحظوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم لذلك إذا بتذكر إحنا سبق ذكرنا هذه بس بديش أفصل فيها بس اليوم بتضعطي قضية ممكن تكون جديدة في المسألة شوية نتيجة اطلاعي على بعض الأبحاث في المسألة إنه ممكن إنه كل بنت اسمها مريم شو بينادوها وخت هارون زي ما تقول إبراهيم أبو إيش أبو خليل مشيك وخليل أبو إبراهيم بشكل وداود أبو سليمان وعلي أبو حسن وحسن أبو علي آه ومريم أخت هارون ممفوما هاي سبق بحثنا فيها احنا لكن في شي ممكن كمان وجه نضيفه في المسألة من خلال بحوث بعض الناس إنه مريم لما تترجم عن اللغات اللغة اللغات القديمة قصدي اليونانية القديمة الترجمات الإنجليزية لحظوا الترجمات الإنجليزية غير عن العربية الإنجليزية تنقل مريم مريم من اللغة اليونانية للغة الإنجليزية غير مريم أخت هارون ترسم بطريقة مختلفة عن مريم أم عيسى عليه السلام أوضح هناك مريم م اي ار اي عفوا ار اي اي ام هذا أنا منهم أخت النبي موسى كيف بنكلوها في الترجمة الإنجليزية مريم ام اي ار اي اي ام في حين مريم بكتبوها ام اي ار واي مري مري ام اي ار واي فلذلك بعض البحثين بقول أخت موسى مش اسمها مريم اخت موسى الأولاني واخت هارون مش اسمها مريم اسمها مريم مري مريم بهذا الشكل شو المعناه هذا موضوع ثاني اما كونه تشابهت في ال زي ما بتشابه حسن وحسين مثلا هذا موضوع ثاني حسن مش حسين ومحمد مش محمود ومحمود مش احمد يعني هذا موضوع ثاني في التشابه في الشكل لذلك بيرى بعضهم انه الترجمات الإنجليزية عدق لما بترجم اخت اخت موسى وهارون بتكتبها زي ما قلنا ولما بتتكلم عن مريم تكتبها M-A-R-Y ماري تمام طب هون كيف بدها تكون اخت هارون على الوجه الجديد كيف بدها تكون اخت هارون لاحظوا هالقط ما بتلاحظوا امها شو قالت ربي اني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني لانها هي من نسل هارون مين اللي من نسل هارون الام العيلة نفسها من نسل هارون وشو نسل هارون عند اليهود نسل هارون عند اليهود هم اللي يجب انهم يتولوا الكهانة اذا الكهانة الكهانة موجودة في اليهودية لمين لنسل هارون لنسل هارون ولذلك بتلاحظوا امها ايش قالت اذا طبعا هذا مذكور في الاهدي القديم على فكرة انها من نسل هارون وانه انه الكهانة تكون في في نسل هارون بس سبتلاوي بسموها سبتلاوي ثم هارون فاذا يكون الكهانة في نسل مين من صبتلاوي بيكون في نسل هارون فلما تكون امرأة هارونية يعني منتمية لمن للكهانة طب لما امها نظرتها لحظوا لما امها نظرتها للبيت هي نظرتها يبدل انهم من عائلة الكهنة يعني اللي لا يكون كهنة الا منهم لا يكون كهنة الا منهم فلذلك هي لما صارت لما انذرت للبيت المقدس وصارت معروفة انها منذورة لما جت بقضية عيسى عليه السلام قالوا لها يا اخت هارون يا هارونية مشيك مش بس هي من النسل هي مش بس من النسل وكمان افرزت في الكهنة مع انه يفرز الذكر لكن هي في خصوصية اذا بتلاحظوا قالت ربي اني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني بشيك فلما وضعتها مش هي وضعتها انثى اني وضعتها انثى مع ذلك تقبلها ربها بقبول حسن وانبتها الى اخرين طيب الان ممكن هون اذا برضو بظل في اطار كانوا يسمون يعني تقدر تفهمها في الحديث كانوا يسمون بانبيائهم والصالحين قبلهم تمام مش قضية اذا ممكن هذا وجه من وجوه يا اختها يا اخت هارون لما خطبت مع ان القرآن ما قالش انه هي اخت هارون هي ما قالش انها اخت هارون انما هم على لسانهم بروي القرآن فانت بدك تتحاول ليش بقولوهم يا اخت هارون تمام القرآن ما قالش انه انه مريم اخت هارون ذكر على لسانهم انهم هم شو قالوا يا أخت هارون تمام طيب لاحظوه إذن الآن صار مفهوم هي ليش بدها تنذر اللي بطنها ومحرر شو معنى محرر ربي إني نظرت لك ما في بطني محررة يعني خالص خالص لمين لخدمة البيت المقدس لخدمة البيت المقدس محرر محركة العبد العبد هو لما بتحرر بتحرر من إيش بتحرر مثلا من العبودية والشعوب اللي بتتحرر بتتحرر من العبودية أو التواغيط ولما يكون في نظرة إنه تتحرر من جواذب الدنيا والاهتمام بالدنيا وتكون حرة لخدمة الخالق فهمنا إيش قصدها إذن محرران يعني إيش يعني خالصة من كل قيد دنيوي لصالح مين طيب هي البنت هذه الصغيرة اللي ولدت في البطن طيب بلك ما بدها هي بلك ما قبلتها يا إمها نظرتها واجب عليها يعني تقبل نظر نظر إم هاي بشيك نظرته لك ما في بطني محررة طيب بلك البنت لما كبرت قلت أنا ما بديش طيب من وين تبتدع تكون إذا قبلت مريم من وين تبتدع تكون لخدمة البيت واضح رح نشوف فيما بعد على ما يبدو إنه بعد ما بلغت كنه بعد ما بلغت آه يا ابنيتي أنا نظرتك للبيت شو رأيك إحنا نسل هارون والكهانة فينا وكذا الأخيري وقالله متقبلك شو رأيك بجوزه سبقة أمها لها الكلام يعني الله ما هو الله سبحانه وتعالى استجابة أنبتها نباتا حسنة أنبتها نباتا حسنة تمام وبالتالي ما كانش في مشكلة يبدو إنه البنت أيضا تماما شو عواطف الأم ورغبتها الله سبحانه وتعالى استجبلها فيها البنت بس وين تهم أذهبوا ذهبوا بيها للبيت للخدمة واضح يبدو إنها بعد ما بلغت أقلت منشوف بعد ما بلغت تمام طيب إذن هي نذرة بنتها خالصة لخدمة طبعا بجوزه تستغربوا أنتو طب هذا مش موجود عندنا إحنا المسلمين مش موجود عندنا هذا التقوس هاي آه مين قال إنه التقوس اللي كانت موجودة في الأديان السابقة لازم تكون موجودة عندك لا ليش لا لأن العصور شو مناسب كل أصر حتى جاءت رسالة الخاتمة ولما البشرية بلغت رجدها وختمة الرسالة مش بالضرورة يكون العمر فيه كثير مثلا زمان كانوا يصوموا عن عن الكلام ويتقربوا إلى الله بصوموا عن الكلام أجل الإسلام منعوا خلق الآن ما أعجب فيه صيام عن الكلام تمام؟ والتقرب إلى الله بالصيام عن الكلام وفيه تفاصيل كثيرة جاء الإسلام إيش غيرها ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء هذه بصير الآن تفسيرها إذن كان فيه رهبانية بس رهبانية الإسلام إيش ثاني رهبانية الإسلام غير عن رهبانية الأمم القديمة يعني كان فيه رهبانية في الأمم القديمة كان فيه رهبانية في الأمم القديمة الناس ينظروا أنفسهم كانوا نعم واللي بتشوفوا اليوم هذا مش مبتدعينهم جديد موجود من قديم ولكن صار فيه تحريفات أما هي الرهبانية موجودة وهذا بحتاج أنه نفهم كيف تتفسر آية ورهبانية إن ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء إذن مكتوبة هي ولا مش مكتوبة عليهم أهه يصير واجب مثلا واجب على الام مثلا انها تعد البنت لها المسألة البنت بتقبل ولا بتقبل هذه مسائل لذلك ممكن ما نفهمهاش مضبوط شو يعني بتنذر للبيت المهم واضح انه كلما دخل عليها زكريا المحراب اذا هي كانت ايش متعبدة كمان مش بس بتخدم البيت اذا جزء من الكهانة ابو جزء كلمة كهانة ما تعجبش البعض لانه اختلطت المسألة وصارت اليوم فيها شعوذة وفيها كذا وفيها كذا كاهن كلمة كاهن والكهان فصارت مفهوم سلبي مفهوم سلبي هذول اللي كانوا يترهبنوا اذا كانوا يترهبنوا يتقربوا الى الله سبحانه وتعالى اذا جزء من خدمة البيت التقرب الى الله وكأنه يعني الامة على فكرة كأنه الامة بيكون فيها ناس يتقربوا الى الله ها هذول ايش من اجل ان ينزل الله رحمته على باقي الناس فيه ناس متخصصين يعني زي ما فيه متخصصين في الطب او الهندسة او الكذا فيه ناس يكونوا عندهم متخصصين لا ايش للتقرب الى الله والتعبد الى لصالح الامة كلم بيحصل هذا الكلام طيب اذا كانت فعلا طب وانت تتكفلها زكريا فكرة طب وليش تتكفلها زكريا ما لها ام حتى لو كانت يتيمة ليش تتكفلها زكريا هو يبدو تتكفلها زكريا لما صارت في البيت هو لحاله لتتكفلها لا صار فيه تنافس يبدو فيه اشياء احنا مش فاهمينها تنافسوا على هذه اللي من نسل هارون وخصوصا انها بنت عمران عمران يبدو عمران مالوش ولد يبدو عمران مالوش ولد اجته بنت هذا عمران ما هو القرآن اذا بتلاحظه اهل عمران صورة صورة اسمها اهل عمران ومريم ابنت عمران وهي امرأة عمران بتنذر وهذه بنت عمران معناته لاحظه وكان وقتها فكرة وقتها كان المجتمع فيه صلاح فيه زكريا وفيه وفيه اهل عمران فيه عمران ومرأة عمران وزكريا النبي ويحيى من بعضه يعني عصر صلاح فبالتالي تنافسوا مين يتكفلها يتكفلها وينت يتكفلها لما كانت في البيت طب وينت كانت في البيت انتبهوا الانا لاحظوا ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفلوا مريم اذا كان في قرعة كان في قرعة ايهم يكفلوا مريم واضح انه معناته في تنافس في تنافس على مين يكفلها ايش يعني يكفلها هي الان موجودة في البيت هي متعبدة واضح وكلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق يعني حتى وهو متكفل فيها كان يلاحظ انه ايش انه الرزق موجود ما فيش داعي يا زكريا تمام وهي موجودة في البيت هذا تهيئة فكرة ان الله اصطفاك وطحرك واصطفاك على نساء العالمين لذلك فكرة في الاحاديث الشريفة مريم فيش حدا بتقدم عليها بين نساء العالم كله في الاحاديث الشريفة نساء البشرية مريم اول طيب المهم لاحظوا ذلك بالانباء الغيب نحيه اليك وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفلوا مريم وما كنت لديهم لاحظوا وما كنت لديهم اذ يختصمون اذ قالت الملائكة اذا الآن بيختصمين انا بدي يكفلها اذا هي الآن في سن يمكن ان تخاطبها الملائكة بالخطاب القادم ما عددش بنت صغيرة اذا اذا معناته هي جت للبيت وهي مش بنت صغيرة معناته يبدو انه فعلا بلغت استؤذنت هي وافقت نذر امها وكل شي تمام ورد اقرأ كمان مرة لاحظوا وما كنت لديهم اذ يختصمون اذ قالت الملائكة معناته ايش لاحظة إلا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثانية اثنين اذ هما في الغار اذ يقول شوف اذ هما في الغار اذ يقول كما مرة لو اجا قال واذ قال واذ قالت الملائكة معناته بدينا ببداية جديدة بالواو واذ قالت الملائكة بس طالما فيش واو اذا اذ هاي لها علاقة باللي سبق وما كنت لديهم اذ يقون اقلامهم ايهم يكفلوا مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون اذ قالت الملائكة انتم ملاحظين انه في الوقت اللي كانوا عم بيختصموا وبعملوا قرعة مين كلهم حابين انهم يكفلوا مريم كانت الملائكة عم بتخاطب مريم شو قالت لها اذ قالت الملائكة يا مريم ان الله يبشرك بكلمة من اه اذا لاحظوا وكنت لاحظوا من ردها انه مش هالطفل هاي اذ قالت اذا هي وانت بدت كفالتها وانت دخلت البيت يبدو كانت بالغة تمام الان لاحظوا اذ يختصمون اذ قالت الملائكة يا مريم ان الله يبشرك بكلمة منه بكلمة منه اسموه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والاخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين هذه الان في صورة العمران قالت ربي انا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر هذا كلام مين هذا مش طفلة طب ليش مريم ليش مريم ما خطر في بالها عليها السلام ما خطر في بالها انه هذه البشرى يا مريم انه رح تتزوجي رح تتزوجي ويجيكي لا حلمك ليش ما فهم لما يقولها يا مريم ان الله يبشرك بكلمة منه اسموه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والاخرة ومن المقربين ليش ما خطر في بالها على طول انه معناته كنهم بيبشرون رح تجوز ورح يجيني لا مش رح يخطر في بالها هذا ليش لأنها هي منذورة محررة للبيت عارفة تماما انه هي بتتزوجيش وهي قبلانة وهي مقبلة هي ما بدها تتزوجي أصلا أصلا وجودها في البيت في الشيك معناته بتتزوجيش فشو خطر في بالها انتم ملاحظين وإلا كان بسيطة طالما بيقولولها ببشروها تبشيل ما هو البشرة بتكون في المستقبل من بشرك بولد احنا وهذا الولد رح يكون صفاته واحد اثنين ثلاثة طيب ممتاز معتو بتتزوجوا لا لا شو تتزوج ما هي ما هي أصلا منذورة للبيت ومحررة عائلة محررة من كل أشي الدنيوي مجوز تتغربوا أنتو كمسلمين كانت هيك كانت فيه رهبانية بهذا الشكل كان فيه كانت مقررة مثلا مقبولة كانت مقبولة ومتقبلة منهم ايش اللي بمنع هذه شريعة شريعة قديمة الإسلام نسخها شريعة قديمة الإسلام نسخها تمام وهذا حاصل فإذا هي ما خطرت شو بالها انها يعني البشرة بتعني انه بتتزوج وبعدين بيجيك الولد لا على طول شو قالت ربي أنه يكون ما هو أنه شو يعني أنه فكرة أنه هذه اللي بتعني من أين وكيف إيش ما قالت ولن ولن لأنه أنا مش راح أتزور آآ ماشي ما هي ما مسهاش بشر لخظة ما مسهاش بشر وطبعا هذا في سورة آل عمران بعدين نيجي على مريم هي قالت طب كيف كيف بيحصل للميلاد وما مسنيش بشر لأنه مش خاطر في بالها إنه أصلا يمسها كمان لأنها هي بتتزوجش هي بتتزوجش هي منظورة فكيف بده يجيني وأنا ما مسنيش بشر كامه بعدين صار عيسى بن مريم أما هذا الآن لحد الآن عم بيبشرها تبشير والبشرة بتكون إيش على فكرة ممكن أبشرك إيش بعد سنتين بعد ثلاثة بعد أربعة بعد خمسة بعد عشرين سنة أبشرك بأمر معين بيحصل والدين بشر بأمور قادمة بشر بفتح الكوستنطينية قبل فتح قرون تمام بيصير هذا فهي فهي إذن هي هي ليس مما يتزوج طب كيف إذن أنا شو يعني أنا يعني كيف ومن أين وفيه استغراب استغراب فيه استغراب كيف ومن وين بدو يجيني الولد أولا هي لحظها حتى نشوف كيف ومن وين هي أولا ما زوجتش هي ما بتزوجش هي ما مسهاش بشر كيف طبعا القانون المعتاد مش أي واحد بندهش من هالكلام كيف كيف ومن وين يعني من وين من جهة كوني بدأتزوج ما نبديش هالزوج هاي كيف ومن وين وبعدين بشر ما مسهونيش تمام آه طيب الآن بدنا نرجع الآن لسورة مريم إذن عرفنا إنه عفكرة هي نذرت للبيت فعلا هي بدأ تنفيذ القضية بعد ما كبرت ويبدو أنها اختارت وكانت أصلا هي حابة هذا الكلام وتم وكفالة زكريا إذن تتعلق بإيش بالبيت إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفلوا مريم إذ قالت الملائكة إذن هذون الإذين إذ وإذ إذ وإذ وعفكرة جيد نفة انتباهكم إنه في كثير من كتب التفسير التبس عليها الأمر وظنوا إنه القصة الموجودة في سورة مريم هي نفسها اللي في قال عمران لا مش صحيح مش صحيح لأنه هون الملائكة وهناك ملك هون الملائكة وهناك ملك هون بشرة بمستقبل وهناك هيني جاي مشان أعطيك الولد في مريم في مريم ملك واحد ملك واحد وهيني جاي أعطيك الولد هيني جاي هاي ومعاي الولد تمام تمام وهناك لا يبشرك ومش بيبسرها فيه وعطاها تفصيل عن حياته كمان بكلمة منه اسمه المسيح وعيسى بن مريم وجيهم في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهدي وكهلان ومن الصالحين طبعا في تفاصيل هذه التفاصيل مش موجودة في مريم في سورة مريم مش موجودة حتى نقول انه هذول قسطين وصاروا يخوضوا في موضوع ليش في قصة في الاولى في موضوع في العمران اجد قالت ولم يمسسني بشر في حين في مريم شو قالت ولم يمسسني بشر ولم اكو بغية زادت قال ليش زادت هون وهناك هذول قسطين مختلفات ايش مقام بغية هون هون قدامها زلمة وكلها بدأوها لكن هناك من بشرك من بشرك وملائكة بتبشرها ايش موقع بغية هي بدأت تسأل كيف واين يعني من وين وكيف يعني من وين وكيف بدو يجيني ولد أنا مش مقام بغي تقول ولذلك هناك شو قالت أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر كيف بأولد حتى بغض النظر هذا الولد الولد يعني ذكر ولا أنثى موضوع الميلاد نفسه هون هون موضوع الميلاد وفي صورة مريم ايش الكلام عن غلام وهون أنا يكون للي ولد يعني ما بدأ انها تلد من أصله ما بدأ تلد من أصله بدأتزوج ما هو أصلا أنا منذورة للبيت ما منتزوجش ومسني بشر ما مستنيش بشر تمام كيف ومن وين يعني هذا كيف ومن وين وهذا الكلام طبعا الملائكة نادتها نادتها الملائكة بشيك كيف لما نادت زكريا إذن لازم نعرف أن مريم عليها السلام هي كان كانت في جو فيه منادها من قبل الملائكة سواء لعمران أبوها مثلا ولا لأمها يعني في البيت هذه التقوى والكهانة والوحي تعبير كهانة مش إحنا نستخدمه بس ممكن نكون رهبانية أو اللي هو هم بيسموه كهانة مش قضية الآن بعد ما نفهم طيب إذن خلصنا من موضوع سورة آه العمران نرجع لي مريم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت آه إذ انتبذت إذ لحظت شفتوا شفتوا إذ شفتوا إذ إذ يختصمون إذ هناك إذ يختصمون إذ إذ قالت هم قاعدين بيقترعوا وهي الملائكة بتخاطبها بتخاطب واحدة معناته كبيرة وبتعرف وبتقول يمسسني ما إيش هاي لحظة ما إيش ما كانت منظورة للبيت وتم التنفيذ نيجي الآن هون إذ واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت انتبذت النبذ ذا فكرة النبذ فيه إلقاء مع إهمال ونسيان روح إذن انتبذت شو معناته عفل النبذ النبذ فيه إلقاء مع إيش مع إهمال أو احتقار أو هذا النبذ لذلك لما يكونوا شخص منبوذ شو يعني منبوذ هو بس يعني متروك من الناس ولا متروك باحتقار ها وذلك منقول عنه منبوذ لأنه مش أي ترك وطبعا هذه الألفاظ دائما ضروري بالضبط نشوف معناها ليش لأنه لما مثلا نجد نجد واحد زي السامري لما قال قبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها إذن هو مش زي ما بزعمه أصلا واضح السامري عم بقول لك فنبذتها نبذ ترك ترك إهماله ومش عم بيش طل مش عم بيصد إذا أخذوا حط نبذها معناته إذن معناته مش فهمين شو معناة نبذة أنت ما تعيش بيفيدنا تحديد بالضبط المعنى لأنه بنعكس في التفسير وين ما بتورد المسألة أه وين ما بتورد المسألة إذن طب إذن طب هي اللي انتبذت الآن مش غير هاللي نبذها لاحظوها إذن النبذ فيه إلقاء وإهمال ومع تحقير روح بعيد ابعد فيه إبعاد لما بتنبذوا فيه إبعاد تبعدوا عنك تبعدوا مش تائل فيه هذا هو النبذ طيب طب هي اللي انتبذت آه معناته لاحظوا الآن معناته هي بدها تبعد فيه مكان ما يبينتبه عليه أحد بدها تنفرد وتبتعد فيه مكان ما بيه غير مطروق فيه مكان غير مطروق طب ليش ليش بدك تروحي على مكان مش مطروق انتبهتوا شمعنات منبو الآن إذن هي هي الآن مش نبذت مش نبذت حتى نقول تركت وأهملت مع احتقار واستئذاء مش نبذت انتبذت هي هي اللي بتعدت ماناتوا ما بتعد لمكان وين هذا المكان مكان غير مطروق مكان ما حدا بمر فيه طب ليش شو قصتها شو قصتها بدك تنتبذ لحظوا في مكان إذن هي إذن ابتعدت وانفردت واعتزلت في مكان غير مطروق لأنه المنبوذ إيش لا يقرب فالمكان كمان هو مكان ما لا يقرب اللي رحت عليه بتعرفوا الناس في الزمان الأماكن اللي بمرقوا فيها والطرق والتفاصيل معروفة وطرق المهجورة اللي ما حدا بيجيها معروفة إذن هي راحت مكان مهجور هذه انتبذت هذه واذكر في الكتاب مريم إذن انتبذت من أهلها من أهلها هي بتبتعد وبتعتزل أهلها هي الواحد بتعتزل أهلها معناته مش موضوع مش موضوع البيت المقدس لأنهم بيحاولوا يقولوا في المكان الشرقي من بيت المقدس والكذا هون ما قالش القرآن إنه انتبذت من من بيت المقدس أو الناس لا أهلها 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 هي طب الواحد هو يعني بنعزل وبنفرد عن أهله وبيبعد عن مكان أهله في مكان مطرف هيك ما حدا بيجيه في مكان مطرف ما حدا بيجيه من أهلها واذكر واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا إيش شرقية شرقي شرقي أخرى كمان شرقي آه أنا بفهم من شرقي إذا بدكم صحيح لأنه إذا انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا من دون مين أهلها بدهاش أهلها يشوفوها بدهاش أهلها يشوفوها أهلها معناته أهلها على مرمى البصر إذن أهلها ممكن يشوفوا إذن هي انتبذت صحيح في مكان مش بعيد مش مطروق إذن المكان اللي مش مطروق مش بعيد كما مرة المكان اللي مش مطروق ما بجهوش الناس مش بعيد ليش لأنه ما في داعي تضعي عجاب بينك وبين أهلك إلا بقصدك تمنعي أنت إنهم يشوفوه مشان الأهل ما يشوفوه أهلها مش الغرب مشان أهلها ما يشوفوه إذن انتبذت من أهلها مكانا شرقية فإذا هي اتخذت حجاب ونحن سبق بينا معنى حجاب إذا بتذكره هو يستر ويمنع الحجاب بيستر وبيمنع توفر فيها دول القضيتين حتى نسميه حجاب يستر ويمنع فهي إذن اتخذت هذا الحجاب بينها وبين أهلها إذن أهلها على مدى البصر إذن المكان اللي انتبذت فيه اللي غير مطروق كريب مع بعضات شعنة طيب شرقي لما بتشرق الشمس لما بتشرق الشمس وبكونوا هم غرب أيضا هذا بساعد على التستر أكتر لأنه لما أنا بتطلع عند شروق الشمس في جهة الشرق الشمس شو بتعمل تبنعني أشوف مظبوط إذن اتخذت حجابين هون الحجاب الأول الشمس التي تشرق إذن هي على فكرة هذا الكلام عندها كان في الصباح معناته هذا الكلام في الصباح والشمس مشرقة والشمس تشرق في الصباح والشمس تشرق لاحظوا تشرق معناته أيو أحب ينظر شرق هذا أول حاجز الحاجب الثاني اللي اتخذته هي إذن المبالغة إيش في التستر اجتمع في التستر عندها في مبالغتها في التستر ثلاث قضايا قضية الأولى مكان غير مطروك فهمنا من انتبذت اتخذت حجاب وكانت وكانت هي في جهة الشرق يبدو مشان يوحي لك ممكن إنه الشمس كانت وقتها بتشرك وقتها صعب جدا ننظر إحنا في الشرق ولذلك أرى إنه العلماء من المفسرين اللي قالوا كانت بدها تغتسل هذا الصحيح لأنه في علماء قالوا من أهل التفسير القدماء بدها تغتسل بدها تغتسل وما فيش مانع على فكرة إنه فعلا يكون عندهم وهذا في الأديان كلها إنه فيه اغتسال من الحيد معناته هي فيه فترة إيش انتهت حيضتها بدها تغتسل فإنها من الصباح تبكر من الصباح عنده شرق الشمس تروح وتبعد شوي في مكان مطرف بجوز بعضكم وكل يوم طب ما هاي الحمامات مليان هاي فيه في الدار فأربع حمامات وفيه جوكوزي كمان ها 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 هو زمان هيك كانوا في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم كانت النساء يذهبن مع بعض البعض يقدرن حاجتهن وكانوا وبالتالي فيه قصص حل الموضوع ها النساء في أيام الرسول ما كانش في البيوت هذه في البيوت إذا كان في إحنا وإحنا عايشين إحنا ها كانت معظم المراحيض إذا بتلاحظوا خارج البيت هذا في الدور إيش الدور القصوري يعني كانت المراحيض أين تكون خارج البيت وتذكروها هذا اللي عندهم مراحيض تمام ثم ثم إذا كانت مسافره لأنه فيه زعم وممكن يكون صحيح الزعم الموجود عند أهل الكتاب إنه كانت الدولة الرومانية كانت الدولة الرومانية بتعمل إحصاء فطلبت من أم هي كانوا من سكان الناصر بقولوا طيب طب ما هي في البيت هي في أي بيت آه ممكن تزور أهلها مش معناته بالمرة ممكن تزور أهلها كان المطلوب الإحصاء إحصاء السكان إحصاء السكان وين بدهم يحصوا السكان في بيت لحم هذا إذا كانوا صحيح أيام الرومان مهم الرومان كانوا حكمين وقتها وقتها مهم الرومان حكموا على فكرة في فلسطين ستين قبل الميلاد بدعوا بستين قبل الميلاد لعند معركة اليارموك ستمية ست وثلاثين ميلادي إذن الرومان حكموا من ستين من ستين قبل الميلاد لستمية ست وثلاثين منطقة هنا عندنا لستمية ست وثلاثين لما المسلمين بعد معركة اليارموك فبالتالي هي كانت في ضمن الحكم الروماني ضمن الحكم الروماني فالآن قالوا أنه عملة الدولة إحصاء فكانوا رايحين يحصوا آه إذا رايحين يحصوا وبتعرفوا زمان كانوا عبارة عن قوافل قوافل وإيش وبتخيم لأنه كانت الطرق تأخذ أيام فأهلها مخيمين هون نفرض أهلها مخيمين هون فاختارت مكان مش غربي لأنه الغربي مكشوف شرقي بحيث الشمس لما تشرق في العينين ثم اتخذت حجام ثم كان مطرف مطرف ليش عم بفصل هيك أنا قصدي فقط في التفسير من أجل أنه لما نتعامل مع التفسير نتعامل مع التفسير نخد منهجية التفسير مشان باقي باقي تعاملنا مع القرآن مع القرآن في كل كلمة لازم كل كلمة بده يكون وراها شي آه فاتخذت إذن هي هي الاقتراح بأنه كانت هي بدها تستحم يبدو أنه هذا الأرجح ليش؟ لأنه اتخذت حجاب من أهلها وراحت على مكان مطرف غير مطروق لاحظ؟ وما أبعدتش عن أهلها بحيث أنه يحتاجت تضع بينها وبين أهلها إيش؟ حجاب لأنه لو بعيدة كثير ما بتتخذتش دون أهلها ثم القضية ما لهاش علاقة بالبيت والبيت المقدس إلها علاقة بأهلها إذن هي مع أهلها الآن هي في حالة استحمام وهونا بتيجي ضمائرنا إحنا كالمسلمين هيك نقبلش هالكلام ليش تقبلش؟ اللي جاي ملك اللي جاي ملك وملوش أي مشاعر إنسية اللي جاي ملك وملوش أي مشاعر إنسية ما هو من كلكم الملك ما بشوفكم مش يعني وأنتو في الحمام مش قضية فمن أصله يعني تمام؟ فإحنا ما نكونش هيك متعصبين وشويا ونقول إيه إنت بدك تقول تستحم والملك يراها عارية موالكت هذا فيما بعد إحنا رح نجي إن شاء الله هي إذن تستحم تستحم ليش؟ شو اللي بتضطرها تبعد عن أهلها؟ معناته ممكن تضطرها إنه واجب الاستحمام واجب الاستحمام طب ليش واجب الاستحمام؟ كأي أنثى واجب الاستحمام إذن هي في بداية إيش؟ في نهاية الحيضة في بداية التبيض اللي سبق عشرنا له ومن ردنا نجعله شوي صغيرة إنه شو ممكن يكون معنا مسيح؟ وكيف ممكن يكون الملك اشتغل يعني؟ إذن الملك أجر عملية أجر عملية أكلكم؟ مش نفخ فيها نفخ في فرجها ومين اللي قال إنه نفخ؟ لأن القرآن قال فنفخنا فيها وقال فنفخنا فيه عن الفرج أحسنت فرجها نفخنا فيها ونفخنا فيه طب ونفخ في الفرج إذن هي الآن في حالة إيش؟ استحمام فجأة أمامها رجل شوفوا الرعب الهائلة وحدة تقية نقية وتعتجد رجل أمامها وهي في حالة استحمام هون ممكن فسر لك الرعب اللي وقعت فيه أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقية نكمل إن شاء الله وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إذن نستمر في التفسير كنا في الدرس الماضي تحدثنا في قصة مريم عليه السلام في سورة مريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأذكر في الكتاب مريم تحدثنا في وذكر في الكتاب مريم تحدثنا في ممكن إيش ممكن يكون معنى يسم مريم تحدثنا في هذا الجو إذا انتبذت تحدثنا في معنى الانتباذ إذا انتبذت من أهلها طب ليش من أهلها مكانا شرقية شو ممكن نكون احتمالات شرقي إذا بدنا نفهم فاتخذت من دونهم حجابة من دون أهلها حجاب كنا متحدثين في معنى حجاب فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا إذن من هون فأرسلنا إليها وبعدين قلنا شو احتمال ليش تكون هي يعني اتخذت حجاب ووافقنا على بعض اقتراحات المفسرين انه في احتمال انها كانت بدها تغتسل وإذا كانت بدها تغتسل من الحيضة زي أي امرأة والغريب والغريب انه في قلة من المفسرين قلة قلة من المفسرين قال يعني انه مريم بتحضش مطهرة شو لشو الفطرة السوية للمرأة السوية بتحض ولا بتحضش وين الاشكال طب إذن هل من ضمن معاني يا مريم وإن الله اصطفاكي وطهركي يعني من الحيض بتجدوا كلام بس هذا كلام إلو إلو وزنه عند المفسرين لا ما لوش وزنه عند أهل التفسير إذن هي ممكن تكون بدها تغتسل من الحيضة وإذا بتذكروا كنا بس الآن بدناش نركز كنا قبل الولادة راحة آه قبل الولادة الحيضة 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 يحج 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 آه هو وغالبا بتكون معناته في بداية التبيض يا عماد طالما انتهت الحيضة إذن فيه تبيض بصير البويضة بلشت بلشت تنضج في المبيض أيوة هذا عند النساء مش إشي يعني حدي ممكن بعد الحيطة ما تخلص تكون البويضة طلعت أو تتأخر يومين إذن بتكون المهم بداية التبيض والبيضة يعني جاهزة تنضج في المبيض وبتخرج هذا مش مضبوط عند النساء مش مضبوط أيوة بتختلف إن امرأة لأمرأة إنما هذا هو البدايات بكون وكنا اقترحنا وهذا موجود في كتاب سياحة الفكر إنه ممكن يكون معنى المسيح يعني الممسوح فعيل بمعنى مفعول كيف قتيل بمعنى مقتول وجريح بمعنى مجروح ومسيح بمعنى ممسوح واقترحنا في حينه إنه ممكن يكون حتى يكون ابن مريم حتى يكون ابن مريم بدون ذكر آه إنه حصل مسيح ومبين بالضبط إيش المسيح اللي ممكن يكون حصل في واحد من XX في بوايدة المرأة أو كيف إنه ممكن يتحول لذكر هذا كلام إحنا متحدثين فيه إنه معناته ممكن خلقه كيف تم عن طريق الماسح وهذا أنا نبينه شوية في مقال في كتاب سياحة الفكر سياحة الفكر إذن هو ممسوح إذن وبالتالي ابن مريم ابنها هي فعلا عمليات مسح بدون ذكر إذا كان اليوم الناس الاستنساح صاروا قادرين عليه البشر بدون ذكر بشيك قادرين عليه ويبدو إنه فيه طريقة أركة اللي هي المسح المسح هذا سبك أشرنا إله وعطينا شوية تفصيلات في مسألة المسح اللي ممكن يكون حصل لأنه كما قلنا إذا هي بدأت يغتسل ثم هو ملك والعجيب إنه الناس بيظل عندهم الحساسية سبحان الله يعني كثير مفسرين بيبتعد عن إنه يقولوا إنه النفخ حصل في الفرج مع إنه القرآن نفسه واضح في الموضوع أحصنت فرجها فنفخنا فيه طب فيه بتتناقض ما فيها لا فيها فيها لكن أين أين النفخ الطاقة هاي الطاقة اللي بجوز نفخت من أجل أن يكون في عملية ماسح واضح الكرآن بيقول في أرجها ليش إحنا مستحيين ليش هو الملك إلو مشاعر البشر ما هو ملوش مشاعر البشر الملك إحنا مستحيين ليش بشك عشي عجيب البشر بظلهم حساسين من جهة هذا العامر جايين 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 يا شيخ جايين إحنا قلنا إنه كان فيه بشرة سابقة وبالتالي ما فيش داعي نخلط بين القسطين ما ورد في سورة آل عمران بينا إنه يختلف عما ورد هون لأنهم كثير مفاسين بيخلطه وبتصوروهم قصة وحيدة لا ما هيش قصة وحيدة قسطين قصة الأولى كان فيها بشرة بشرة إلها وبينا هاي بالتفصيل وهون لا هون تمثل تمثل إذن خليني أوقف شوي هون أغطي شوي بعض أسئلة بعض الناس في موضوع قلنا قلنا زوجة أغطي وقلنا كيف بينولنا امه واضح انها من نسل هاروم كيف يعني مريم كيف يعني هو من نسل داود الان بتستغربوا انه هم عندهم انه مريم كانت مخطوبة لواحد اسمه يوسف النجار وبقولوا بقولوا ديروا بالكم بقولوا انه كانوا العادات عندهم بخطوب سنة بعدين بتزوج يعني بعدين بدخل خلص بتنحسب اله فكان وقتها الها خطيبها بسموه رجل مريم هم اسمه يوسف النجار طبعا هذا ممكن نكون على فكرة مخترعة ليش مخترعة مشان قضية تاي انه هذه العذراء التي جاء العذراء اللي جاءت بولد يعني مشان يبعدوا برضو عنها التهمة تماما ما هو كان لها خطيب على اي حال مش قضية يعني ما فيش داعي يروح لهن لناس ابعد من الام خلاص في شهادة انه هي عذراء وعندهم وعندنا هو من طبعا هم بقولوا انها وجدت حبلة من الروح الكدس وجدت حبلة من الروح الكدس مم مقبول كيف يعني حبلة من الروح الكدس مش هيك طيب وإنها خطيب يعني محسوب عليه خلاص انتهى الى درجة انهم هم لما بدهم يذكروا نسب المسيح نسب المسيح بيبدأوا بيوسف النجار طب ايش دخل ايش دخل ويبدو قصة هاي انه اليوم المرأة لما تتزوجت تنتسب لمين لزوجها كنو هذا اساسها مش هيك لانهم احنا بنوخذ من الجماعة في عدتنا وتقاليدنا حتى النسوان عندنا اللي بيظلك كلك المرأة ومن المرأة بيقبلن انه هاي الشغل بيقبلوها انه تنسب لزوجها طب ليش تنسب لزوجها المعا هاي بيعدوها شيء يعني اهدار لكرامتها لانها جايتنا من الغرب العادعي عشان جايتنا من الغرب فيش اعتراض عليها تمام تنسب لزوجها المهم فهم الناس بين مريم لمين لا يوسف طيب ممتاز وليش بدكم تنسبوا طيب المسيح لا يوسف من جهة الامة هو ينسب للأب الواحد وما فيش أب خلاص يوسف وفيه انجيلين بذكروا هذا النسب اللي هو بيبدعوا من يوسف انجيل بيسموه متة الانجيل الاول والانجيل الثالث اسمه لوقة متة ولوقة الأول مني أربعة الأول الأول فيهن انتبهوا لتدققوا معي الآن طبعا هون لازم تعرفوا انهم هم بيعتبروا انه هذه الكتب معصومة من الخطأ لأنها يعني فيه اشراف رباني في الموضوع طب بنا نشوف الآن انها معصومة من الخطأ وهدول معصومين من الخطأ اللي بيكاتبين الانجيل ما هم على فكرة الانجيل بروايتي متة الانجيل بروايتي ماركوس الناس بقولوا ماركوس مش قضية الانجيل بروايتي لوقة بروايتي يوحنة رواياتهم الآن مش موضوعنا هذا بس بدنا نأخذ النسب الآن لأنه فيه ناس قالوا طب ما هو المسيح من نسل داود على أساس إحنا كنا متحدثين لا مش صحيح ما هوش من نسل داود إنما هم من نسبوا لا يوسف النجار اللي هو من نسل داود بقولوا هم لا يوسف النجار طيب نيجي لما متة متة بقول إنه يوسف هذا أبوه اسمه يعكوب لوقة بقول أبوه اسمه هالي بس اتنين الناس واحد يوسف النجار اسم أبوه هذا في متة اسم أبوه يعكوب وفي لوقة شو اسم أبوه هالي ما بدنا نفهم هو أبوه هالي ولا أنا بحلها على فكرة إذا بدهم كيف مرات الرجل بكون له اسمين بحصل ولا بحصلش صلاح الدين الأيوبي ويوسف بن أيوب بصير ولا بصيرش ممكن هيحلنا لهم إياها قولوا هذه خلاص أتماش جزان الله خير طيب الآن لكن يا محترمين لما بتيجوا بتمسكوا النسبين بدي أمسك الآن من باتنين في الإنجيلين من يوسف النجار لعند داود عليه السلام 14 اسم كله تمام كله تمام زي بعضه كله تمام زي بعضه 14 اسم من يوسف النجار لداود عليه السلام تمام 14 اسم بعدين لحظه شو بصير عند داود واحد بقول سليمان والثاني بقول ناثان ما هو سليمان كان له حسب ما بقوله أمه ابن اسمه ناثان عفوا داود يعني داود عليه السلام فيه له ابن اسم سليمان وفيه له ابن اسم ناثان وفيه ابناء تانيين كمان أسمها ثانية هلقت هون عند داود شو بصير في إنجيل الأنجيل سليمان في الإنجيل الثاني شو بصير ناثان خلاص إذن هالي هاي مش باقي غلط مش Though اسمين لواحد لا لأنه بدنا رحنا واحد في إنجيل راح لنسل سليمان وإنجيل راح لنسل مين طب لما يوصلوا لعند إبراهيم عليه السلام أكم اسم بكون عند متة بكون أربعين وعند لوكة بكون أكتر من خمس وخمسين أكتر من خمس وخمسين يعني في فرقية خمستاشر ستاشر اسم بين لوكة ومتة إذن هذه معناته هالي ويعقوب لا لا مش اسمين لشخص واحد لأنه في عندنا اختلاف نبدأ من عندنا ثاني ابن داوهود ولا من عند سليمان ابن داوهود ومن هون ببدا وبتجد واحد فيهم أربعين اسم عنده والثاني أكثر من خمس وخمسين ليش بقول أكثر؟ لأنه فيه لها شغلين ثم يتناقضوا في بعض النسل واحد منهم مع التورا مع الأهد القديم أو مع الأهد القديم أو التورا إذن هم بيعرفوش إذن هم بيعرفوش إذن وين العصمة هاي؟ وين العصمة؟ وين العصمة اللي بتقولوها؟ بعدين لفت انتباهي بدي تفتح إذنكم لفت انتباهي قضية مهمة في إنجيل لوقة وهو يذكر النسب شو بقول؟ لوقة على فكرة متى بوقف عند إبراهيم لوقا بيستمر لآدم متى بوقف عند مين؟ إبراهيم بعطيش بعد إبراهيم لوقا بيستمر بعد إبراهيم بوصل لآدم أنوش ابن شيث ابن آدم هاي بيبدو بمين؟ يوسف ابن هالي يوسف ابن هالي ابن 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 ابراهيم ابن داود بعدين ابن إبراهيم بعدين ابن أنوش ابن شيث شيث أو شيث مش قضية لحظوا ابن آدم ابن الله موجودة إذا لمش المسيح ابن الله هذا آدم دكوكم معاي لأنه أنت بتقولوا أنه ابن ابن يوسف ابن هالي ابن 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 حتى نوصل آدم إيش موجود؟ ابن الله ها ها هذا كنه كاينين على فكرة اللي بنعرفش أبوه يعني اللي مش أبوه بشري شو بنسبوه؟ لأ الله فآدم هو أصلا ما هو؟ ابن الله يعني شو يعني ابن الله؟ خلق الله يعني ملوش أبوه خلص مين بنا ننسبوه إحنا؟ إذن المسألة مش مسألة البنوة والمعهد معناته أنتوا بتحرفوا معنا البنوة وهي بتقولوا آدم ابن الله إذا آدم ابن الله والمسيح ابن الله إذن كلنا ابن الله وهم بقولوا أصلا في دعائهم أبانا الذي في السماء أبانا هيك بدعوه هذا أشهر دعاء عندهم كلهم بقولوا أبانا إذن معناته مفهوم الابن والأبوة كيف مفهوم الرب مثلا مرات تطلق على الخالق ومرات تطلق على السيد أو كذا الرب ارجع إلى ربك فاسأله ما باله النسوة التي انتبهتوا إذن ابن آدم لحظة ابن أنوش ابن ناشيث ابن آدم ابن الله إذن معناته هاي قضية ابن الله ممكن يكون مرات استخدام وطبعا كيف ترجموها عن اليونانية وشيهي في اليونانية ومن هون بتدخل مصائلة التحريفات في قضية البنوة بنوة محبة ولا بنوة خلق ولا بنوة بيولوجيا مشيك هذه والغريب أنه انتبعت لها أنا من مدة سنة أو أك تقريبا بس ما حدا بطرقها طب ما هي موجودة هاي موجودة في إنجيل لوقة تمام وإن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم آه جميل بدأ وقف فيكم شوي بهم مش على محطة هون إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم هدول مثل هم زي بعض خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون والعجيب هون في إشي جميل في موضوع العدد بس في طبعا مش أشرحه الآن في مفهوم العدد في إشي جميل كيف التماثل بين آدم في العدد القرآني تماثل بين آدم وعيسى مثلا عيسى وارد في القرآن 25 مرة آدم في القرآن 25 مرة تمام وفي القضية الفلانية وفي القضية الفلانية في تفاصيل لطيفة مش هذا موقعه لكن هي معادلة جميلة جدا إذا بشوفوها أنا شارحها شارح جزء منها في اليوتيوب موجود في قضية ثلاث محاضرات حول الإعجاز العددي في القرآن الكريم الإعجاز العددي في القرآن الكريم واحدة منهم فيه شارح هذه إن مثلا عيسى عند الله بتشوفوا التماثل بس اللي بدي ألفت انتباهكم إلو الآن هون أنا سبق ذكرت لكم موضوع الجمل الجمل وأن العرب قبل الإسلام بأكثر من 1600 سنة كانوا بيعطوا كل حرف من حروف الأبجد هوز قيمة عددية قيمة عددية طيب الآن هذا سبق الله خليني هون في الآية هاي فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقي قال لاحظوا إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا أنا رسول وجاي بدي أهبك وفي طبعا قراءة إنما أنا رسول ربك ليهب لك لأن الواهب الحقيقي مين خصوصا إنه إنه هذا مجرد رسول تمام إذن لأهب لك ليهب لك كرأتين يقرأهم من رسول صلى الله عليه وسلم لحظه إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا هذه الآية في غيرها في القرآن لحظة خلق عيسى عليه السلام جسد وروح في غيرها ما فيش وفي عنا في آل عمران إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب في موضوع خلقه ثم قال وهاي اللحظة اللي تم فيها إيش لأهب لك وأهبها إنما أنا رسول ربك لأهب لك الجميل في الموضوع إنه هذه الآية ترتيبها في المصحف من بداية الفتحة هي الآية 2269 ومن نهاية المصحف ترتيبها 6236 ناقص 2269 تمام هذه الآية ترتيبها من بداية المصحف 2269 ترتيبها طبعا من نهاية المصحف نقص 6236 عدد الآيات ناقص 2269 بيطلع ترتيبها من هون وترتيبها من هون شو رايكم إنه المسيح عليه السلام ذكر في القرآن الكريم بالأسماء التالية ابن مي خاطر ابن مي خاطر ومهما تتعاه مرات المسيح لحالها مرات عيسى لحالها مرات المسيح ابن مريم مرات عيسى ابن مريم ولا بسيح ثلاثي أكم صغة أنت بالقرآن دي بatta sometime جميل من هذول هكذا في المصحف لك Energie اللي هو ترتيب الآية فإذن هذه الآية اللي وهب فيها كان ترتيبها في المصحف كم اسماء الغلام الزكي إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكية هذه الآية شو ترتيبها في المصحف 2269 وهي جمل الصياغ الست لإسم المسيح كما هي مذكورة في القرآن طب من آخر المصحف 6236 ناقص 2069 هذا هو جمل شو يعني جمل يعني عوضه مكان كل حرف قيمته الشي اللي بدأ قرأه إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون جمل الآية من نهاية المصحف لا الآية هاي وهو انتقل لك أصلا وانتقل لك في هذه الحادثة إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكية كن تمام كان طبعا هذه بس تحريض لكم ترجعوا للمحاضرة وتشوفوا التفصيل اللطيف في موضوع العدد العدد القرآني وإنه الجمل فعلا موجود له أسرار الجمل موجود له أسرار الجمل اللي اخترعوا العرب ولي كل الأمم أخذتوا من العرب مش زي ما بعض الناس بتصور إنه ما استورد لا ولذلك لما نزل القرآن كان لغة العرب الجمل هذا من لغة العرب بلسان عربي مبين أصلا طيب المهم مش موضوعنا العدد فتمثل طيب الآن هي فيها الوضعية هاي اللي انتوا عرفتوها فتمثل لها بشرا سويا آه فأرسلنا إليها خلينا قبلها فأرسلنا إليها روحنا انتوا لاحظتوا التكريم وفي في عبادنا مش هيك روحنا خلقنا اللي هو مش قضية كله منسوب إلى الله فأرسلنا إليها روحنا مين هو روحنا الأرجح الأرجح في التفسير إنه جبريل طيب ليش جبريل عليه السلام لأنه أصلا ورد مثلا كل نزله روح القدس مش هيك كل نزله روح القدس نزل به الروح الأمين وصف الروح الأمين ووصف الروح القدس تنزل الملائكة والروح فيها والروح فيها وعلى فكرة هون خلينا نوقف أنه احنا تحدثنا في الروح طويلا بس على ما يبدو إنه موضوع الروح موضوع الروح اللي سبق وقلنا إنه فيه حياة وفيه روح من مظاهر الحياة النمو والتكاثر من مظاهر الحياة النمو والتكاثر كيف تعرف إنه هذا الجسد فيه حياة من مو بتكاثر طب كيف تعرف إنه فيه روح إدراك وحركة إرادية إدراك وحركة إرادية معانتوا فيه روح طب والكائنات هاي الخصان والحمار والقطة فيها روح طبعا وإحنا في لما بحثنا في أكثر من درس في موضوع الروح فصلنا في هذه المساعدة طبعا ولكن يبدو الأرواح نفسها مستويات مستويات ودرجات لذلك أرسلنا إليها روحنا تشريف هذا مآه ولذلك هل هو جبريل عليه السلام ولا انتبهوا الآن ولا في من أعظم خلق الله كائن هو هو ذاته الروح هو الروح ممكن يكون هو نفسه جبريل لاحظة ممكن هو نفسه لأنه كثير بذكر الله الملائكة والروح الملائكة والروح وحنا بنعرف جبريل ملك وبذكر تنزل الملائكة والروح فيها يعني الروح جبريل ولا ولا الروح هذا مخلوق مخلوق أشرف مخلوق الروح والآن منشوف شو ممكن يكون وظيفته يعني عالم الإدراك هذا لأنه كل مظاهر الروح إيش أهمها الإدراك تنزل الملائكة والروح هذا اللي هو عالم الإدراك الصافي اللي الله خالقه مخلوق مخلوق تمام يوم يقوم الروح لا بشيك لاحظوا يوم يقوم الروح والملائكة صفى يقوم الروح والملائكة صفى جبريل ولا مخلوق هو الروح الروح يعني كامل روح كله بس روح إحنا مثلا جسد ونفس النفس روح فيها مشك روح تمام لكن لاحظوا يوم يقوم الروح والملائكة صفى الروح وخصوصا قلنا من مظاهر وجود الروح إيش الإدراك الإدراك عالم الإدراك وإيش هذا العالم إيش آه يسألونك عن الروح كل الروح من أمر ربي وما أوتيته من العلم إلا قليلة إذن عقلنا يبدو لحد الآن وعلومنا ما بتوصل إحنا يبدو نعرف قضية المادة هاي والمادة قاعدين نبحث فيها وكل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق بنقدر لكن هذا الروح يبدو وهي العلم اليوم متواضع اليوم العلم متواضع لا يستطيع أن يعلم ما هو الإدراك حتى الحياة مش عارفة حتى الحياة سر والإدراك سر الحياة سر والإدراك سر ثاني والروح إذا بتلاحظوا الروح تبث في الأجسام الحية أولا بتكون حية أولا ثم تبث فيها الروح ومين اللي بيحضر الروح ملك فلذلك فأرسلنا إليها روحنا تشريف إذن هذه الروح إيش الأساسية العظيمة هذه الروح فتمثل لها هذا الروح إذن هو خلق فتمثل لها إذن مش فتمثل دقكوا معي مش فتمثل فتمثل لها إذن هي شافته مش هو على الحقيقة صار بشر ممكن ممكن كمان مرة يعني هي رأت مثال البشر طب هو خرج من الروح هذا خرج من كينونته إلى الكينونة البشرية الآية بتقول شيك لو قال تمثل بشر سوية أو تجسد بشرا سوية لا فتمثل لها إذن هي طب كيف بيخليها كيف بيخليها تشوفوا بشر سوي الروح لاحظوا لاحظوا فإذا سويته ونفخت فيه من روحي إذن معناته على فكرة هذا الروح الخلق هذا منه النسمة اللي فيكم منه منه يعني الله خالقه الروح وهذا بيأتي بيعطي بيعطي منه لي أهب لك لي أهب لك لأنه بسأله منه هو ليش لأنه هيو ونفخت فيه من منين النفخ بده يكون روح روح ونفخت فيه من روحي فأرسلنا إليها روحانة إذن إذن هي منه هذا الروح اللي نحن مش فاهمينها من الخلق الأعظم اللي هو إيه الروح قد يكون جبريل أو غيره أو غيره دير روح خلق الروح هذا عالم الإدراك عالم الإدراك منه يرسلهو منه وأما أنتو أنتو كنو الملائكة بتأخذ منه وبتيجي بتنفخ لأنه يرسل الملك بشيك الملك بيجي بينفخ منين جايبها الملك جايبها من الروح جايبها من الروح انتراتوا كيف أيوه إذن هو شيء من مخلوقات الله ويبدو أنه تتجلى فيه لأنه لاحظوا أعظم شيء هو أصلا أنتو شو ميزدكم أصلا ميزدكم الإدراك أنتو كبشر شو ميزدكم الإدراك حتى باقي الكائنات الحية ميزدها وترتيبها حسب إدراكها هذا عالم الإدراك والعلم والتفاصيل هاي كلها اللي الله خالق هذا الكينونة اللي إحنا مندريه إحنا منعرف المادة منعرف المادة لعما هذه لا نعرفها حتى لحد الآن وإحنا متأكدين من وجود الروح ما منعرف شيء ما منعرف شيء ولذلك وصف بعض الناس إنها جسم نوراني وروحاني وكذا كلام شو جسم شو جسم هذه جسم في عالم المادة هذا مش مادة هذا خلق بس مش مادة أنتم متعودين على أنه في خلق مادة عما ذاك خلق آخر وهو عالم الإدراك والمادة اليوم إحنا منقيسها وتفاصيل ومنجرع عليها أبحاث وكذا عما الروح انسى ندريش هذا اللي بحكي معكم مين اللي بحكي معكم مين مش عارفين طب متأكديني اني بحكي معكم آه بس مين ما منعرفش منعرفش كيف هو هذا تمام طيب انتبهتو إذن فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فأرسلنا إليها روح أنا إذن منه منه إذن إليه دور هو يعني هذا الخلق أعطيهم منه بيجي بعطينا آدم من مما أعطاه الله ثم كل ما بواحد فيكم بدون من ولد قبل ما ينولد في مرحلة معينة حسب الإحاديث الصحيحة بيعطي الملك معاه هذه الروح اللي منه اللي منه تأخذ منه آه فأرسلنا إليها روح أنا فتمثل إذن جاي يعطيها هو بتو يعطيها منه 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 دعم الرباني يعطيها منه روح أنا هاي تشريف ها فكرة تشريف لأن الأرواح قلنا إيش مراتب الأرواح مراتب تمام وحتى أنتوا على فكرة حتى أنتوا بعد ما الله يخلقكم وتتربوا على الإسلام والتفاصيل بتصير عالم النفوس عندكم عالم راقي وفي ناس بتدلوا وبصيروا شياطين إذن المسألة فيها ها بس بنتفيش الإدراك بيظلوا إدراك إدراك وتفاصيل ها لكن في النهاية بتخرج هذه الروح بتخرج بصفة نفس خبيثة ولا طهرة تفاصيل تفاصيل مجهول فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها مش فتمثل لها إذن هي شو شفته بشرا سويا لأن يجي بشر لأن يجي بشر بشر فيه مسألتين مسألة الظهور الظهور ثم الجمال الحسن والجمال إذن ليش سمي البشر بشر هل كنت هذه بشرة ولا مش بشرة لأنها هي الظاهرة من الجسد البشرة بشرة لأنها ظاهرة من الجسد ولما تستبشروا هيك وتضحكوا وتنبسطوا هذا نوع من الجمال تمام إذن البشر بشرة فيها المعنيين هذول الظهور ثم الجمال والحسن والجمال هذول قضيتين إذن ليش مسميين إحنا بشر لأنه بين الكائنات كلها مين اللي ظاهر شأنه وشكله جميل نحن البشر مشيك ولذلك شو قال فتمثل لها بشرا إذن معناته في صورة جميلة جدا ظاهر لها شوفوا تمثل وظهر في صورة جميلة ما قالش ظاهرها تمثلا لها إنسانا لأنه الآن بدي يتكلم عن صورته شو معناه تسوي أصلا سوي يعني تام الخلقة كبشر تام شو معناه تسوي تام الخلقة كبشر تام ولما وصف بشر لأنه كلنا البشر فيه معنى ظهور مع حسن وجمال ظهور مع حسن وجمال هذا البشر وذلك القرآن مرات تجد بقول بشر معناته شو في السياك السياك إنه علاقة بالظهور إنه علاقة بالجمال الحسن ومرات بقول إنسان يا أيها الإنسان لما بخاطبوا إنسان إيش عن إنسان طب نيجي لإنسان ومرات بقول ناس نشوف شفنا بشر يعني شفناكم قصد طب نشوف إنسان إنسان من الأنس من الأنس إيش الأنس هذا المخلوق الله خالقه اجتماعي يعنس بعضه إلى بعض مش وحشة يعني ضد الوحشة الأنس ضد الوحشة تمام أو نقيد نقول نقيد الوحشة الأنس ولذلك الإنسان بقوله عنه كائن اجتماعي مش بقوله إنسان كائن اجتماعي وين بجد نفسه ذاته وراحته وأنسه ولذلك إذن إذا قيل إنسان فهو من جهة الأنس والألفة والاجتماعي يعني كائن اجتماعي وذقيل بشر من جهة خلقه ظاهر وجميل وحسن المنظر تمام بالنسبة للكائنات إيش الأخرى الأخرى خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ها منيحة هاي في أي صورة إنه نفهمها في ناس بعجبهم الشكلهم طب ما الله ركبك هيك وخلص انتهى أكيد إلى حكمة ليش مش عاجبك في أي صورة ما شاء ركبك هو ركبك هيك انت مش راضي إنه هو ركبك طب ما ركب لو ركبك جميل جدا وروحت فيها مع الغانيات والتفاصيل من كثر ما كان بجوز يا ما ناس هلكوا بجوز الآن في النار من هالشغلة هاي بجوز صير يلطم يوم القيامة يقول لو أني كنت أبشع واحد في العالم وعفين عني هالنسوان كان أحسن فإذا أنتو طالما خلقك مش في أي صورة ما شاء أركبك خلاص إحنا قبلانين قبلانين هو اللي ركبنا هيك خلاص ما هو أصلا جيناتك من أيام من قبل خمس تلاف سنة كيف بدك تمشي المسيرة بينما توصل هون وجدك يتزوج مين وأبوك يتزوج مين وبعدين في الأخير وكذا وتركيبك وهالمسائل هاي فبالتالي تعترض أنت على تركيب الله لا يركبك لا صالحك ولا انتبه للموضوع إذن 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 هو بشر فهمنا من أي جهة إذن لما يكون لاحظوا لما يكون بشر في القرآن معناته من جهة الظهور والحسن والجمال طب والجهة الإنسان معناته من جهة كونه كائن اجتماعي يأنس بعضه ببعض نقيد الوحشة تمام طب وناس أه عسري 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 والإنس ظاهر هو في بعض معاني الظهور في قضية أنس أنسة ليش لأنه أنت بتعنس أصلا أنت أنت بتعنس للإشي القريب الظاهر إلك وبتعرفه ولما إذا ما عرفته شو أنكرته بصير فيه وحشة إذا أنكرته بصير فيه وحشة ما هو الأنس منين بيجي الأنس منين بيجي أفكرة الأنس حتى في الأفكار وغيرها والأنس من الناس وينت بعد ما تعرفهم بعد ما يظهروا لك مليح وتشعر أنه فيه ألفة وتعرفهم لي ودائماً الغريب الناس إيش بيكونوا الغريب الناس بيكونوا بتخوفين منه وإذا بتلاحظوا أول ما تتعرفوا على بعض بتكونوا مش كثير فيه ألفة وينت بتكتمل الألفة بعد المعرفة وبالتالي من معاني من معاني الأنس فيه معنى الظهور على فكرة من معاني الأنس فيه معنى الظهور ومن هون أكثر القرآن ما يقابل الجن إيش الإنس ما يقابل الجن مش الجنة الآن مش الجنة الجن الجن يقابلها الإنس طب الجن من جننة فيها معنى الاختفاء والاستتار الجن فيها وهذا سبق فصلنا فيها إذن الجن فيه معنى جننة الاجتنان فيه معنى وبالتالي في هذا العالم فيه زوج في هذا العالم زوج ظاهر ظاهر إلنا اللي هو إحنا وزوج خفي اللي هو الجن بس الجن يراكم بالنسبة إله بيعنا سفيكم الجن بيعنا سفيكم الجن هو يراكم تمام فأنتو إنس من جهتين من جهة الإنس والإنس كمان الجن يبدو معني فينا كثير تمام هذا مش موضوعنا الآن فإذا إنس جن إنس جن واضح يا بالنسبة للأخ اللي سأل وضح الأمر نعم طيب نيجي الآن لنا ناس مش في عندنا بشر وفي عندنا إنسان وفي عندنا ناس إيش الناس الناس اختلفوا فيها أصلها في ناس قالوا إنه ناس من ناس ينوس يعني تحرك والطرب تحرك والطرب لأنه متحرك رايح جايك كذا تحرك والطرب فبسموه بقولوا ناس ينوس تمام من الحركة والاضطراب وفي ناس قالوا لا مش صحيح وإنما هي أصلها وناس وناس من كثر استخدامها طارت الهمزة الأولى فصارت ناس كمان مرة هي أصلها وناس والناس بيستثقلوا الهمزة بها الطريقة لحظة وناس وناس وما الناس بذكروا كثير بيخففوا مرات بيحذفوا بعض فصارت ناس فإذا بعضهم قال لا هي نفسها الإنسان نفس يعني أناس شو صارت ناس أو من الناس اللي هي الحركة والاضطراب هذا بالنسبة كيف وأناسية كثيرة نعم في القرآن وأناسية كثيرة بس ديروا بالكم أنا سبق أشارت إذا بتذكروا زمان إنه برضو يمكن تسمية الجن ناس لكن بترد عليها الآية عند بعض أهل اللغة لأنه في حديث بيقول ناس من الجن في حديث بيقول ناس من الجن ناس من الجن معنى الجن فيه نوع من الأنس ممكن بس لبعضهم أكثر وبئنسوا إحنا يعني بئنسوا بعضهم وبئنسونا بس إحنا بنئنس بس الأنس تمام فهونا إذن ورد حديث ناس من الجن فممكن يكون ناس ينوسوا على اتبار الجن أكثر اضطراب وحركة أكثر اضطراب وحركة إذن ناس من الجن وارد حديث تعبير هذا ناس من الجن بس الغريب بممكن يتعارض هذا أو يبدو متعارض مع قول من الجنة والناس بس ممكن بعض الناس يجيوا قول لك من الجنة والناس يعني خصص ثم عمم كمان مرة ممكن مش متعارض هذا من الجنة لاحظوا كيف بأشر من الجنة والناس والناس بشكل عام تمام طيب إذن فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها إذن تمثل لها على فكرة مش هو تمثل تمثل لها إذن في منظرها هي بشرا سوية إذن سوي إيش هو التام التام تام الخلقة فتمثل لها بشرا سوية قالت طبعا تفاجأت وتصوروا إذا كان الشيء اللي من اقترحه صحيح أو بعض المفسرين إنه كانت في حالة اغتسال من الحيضة في بداية التبيض واللي بينا فيما بعد كيف قضية المسيح اللي في البوايضة ممكن يكون حصل وبالتالي هو ممسوح مسيح وبالتالي ابن مريم طبعا ترتعب ارتعاب شديد إذا كانت في حالة بتتخذ من أهل حجاب هي أحجاب مشان أهلا ما يشوفوش يجي الغرب ورجل وتام الخلقة هيك شايفته فتمثل لها بشرا سوية ولما تكون امرأة طاهرة شي طبيعي قالت إني أعوذ بالرحمن بالرحمن منك طبعا استعاذت بالرحمن لأنه هون موقف إيش بده إيش رحمة إنه رحمة الله تتنزع عليها بشيك فذكرت صفة صفة الرحمن هي بدها بدها الله سبحانه وتعالى يرحمها في الموقف من شخص يبدو إنه بده يعتدي عليها وهي في حالة مثل ما وصفنا أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقي وإن على فكرة مش زي إذا إن في اللغة مش زي إذا إن للتقليل وإذا مش للتقليل كمان واضح لحظة فبشكل عام وانتو تدرسوا القرآن إذا قال إذا بتكون أكثر من إن كمان مرة إذا قال إذا بتكون أكثر من إن وإذا قال إن معناته أقل من إذا مثلا إن مرأة خافت من بعليها إن خفتم أي فتنزع وتقليل لأن الأصل لا إن مرأة خافت من بعليها نشوزا أو إعراضا هذا الأكثر أو الأقل نشوزا أو الإعراض الأقل فإذا دققوا في القرآن دائما في قضية إن وإذا وإذا احتمالية حصولها أكبر إذا بشيء من إن إن للتقليل آية شيخ باسم هات الآية وكوموا لله حافظوا على الصرات وصرات الوسطى وكوموا لله قانتين فإن خفتم فرجانا لا فإن خفتم الخوف نادر بحصل فإذا أمنتم لأن الأصل الأمن إن خفتم بعدين إذا أمنتم خلاص مش الحال إذن هذه إذا طلقتم النساء فطلقوهن العدد لاحظوا وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن لأنه هذه الحالة الأقل أنه الأكثر الطلاق بشكل عام أكثر من طلاق قبل المسيس قبل المسيس مش هيك الطلاق بشكل عام أكثر من الطلاق يعني نحن الآن في عالم الطلاق إذا طلقتم النساء بعدين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن لأنه هذا جزئية من جزئيات حالات الطلاق اللي هي من قبل أن تمسوهن جزئية من جزئيات إذا وإن هذا دير بابكم بيساعد كثير في التفسير نعم الرحمن ليش شخباسم الرحمن يجمع صفتين الرحمة وشدة من الرحمن الرحمن شهيد يعني تحترف الرحمن عن الرحيم فهي هذا موقع انتحايا إلى صفتين رحمه يرحمه وبرحه وضعه جدا من الله حتى يتنين ماشي ومنذكركم لما تحدثنا في قضية الرحمن علم القرآن برضو من الفرق بين رحيم ورحمن فعيل وفعلان فعيل فيها ثبات وفعلان فيها امتلاء كيف عطشان مثلا وفرحان عطشان وفرحان اذا دائما فعلا فيها معنى ايش الامتلاء فالرحمن من يمتلئه رحمة رحمة كاملة والرحيم صفة ثبوت في الشيء لذلك يمكن يوصف فيها البشر يمكن يوصف فيها البشر بانه رحيم بس ما يوصف البشر بانه رحمن ولذلك اذا بتلاحظوا هي الصفة الصفة اللي 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 تيجي بعد الله كعسم بعد بعد الله في ناس بيأخذونا انهم نقول الله الله كعسم شو بيجي بعده الاسم الثاني عفكرة لذلك تجدوا الصورة ايش الرحمن اعطوني الصفة ثانية ايك بدت الرحمن علم القرآن خلق والصورة شو اسمها الرحمن فهذا الاسم الثاني عفكرة بالضبط بعد الله الله شو بيجي الاسم من اسماء الله الابرز الرحمن الله الرحمن الرحمن فعلان فيها ايش امتلاء امتلاء تمام رحيم فعيل فيها ثبات ثبات طيب يمكن ان نصف البشر رحيم لكن لا يصف الا الله الممتلئ رحمن بس الله سبحانه وتعالى طبعا والعلماء انهم في المسألة تفريقات في موضوع رحمن ورحيم احنا على فكرة لما للأسف لما اعطينا درس الرحمن علم القرآن اعطينا درسين في واحد منه انشطب ما نزلش والجزء الثاني هو اللي نزل وكنا مفصلين في موضوع الرحمن علم القرآن الرحمن علم القرآن لانه في في تقريبا عشر اتنشر درس اكثر من هيك شوية صغيرة وجدنا الاسوات فيها مش تمام وما نزلتش يعني ما عدتش بس انتو حضرتوا وبعضكم طيب فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سوية قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا شوف هيا هاي دير بارك فيها استفزاز ايه ان كنت تقيا فيها استفزاز هذا اذا عندك ها شون هون نوع من استفزاز اذا في عنده شوية تقوى شوية شوية كافية كافية شوية هاي تمنعه من انه يعتادي اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا او بمعنى اخر اعوذ بالله منك اذا بتعرف الله اذا بتعرف الله بس سهون مش اذا اذا اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا اذا في عندك تقوى اسأل اه ان كان فيك تقوى انا بستعيذ بالرحمن اذا بتعرف الرحمن شوية كيف لما يقولوا اسألك بالله اذا بتعرف الله يقولوها اولا بيقولوها شو الناس اسألك بالله اذا بتعرف الله ها لا لا هي هاي نوع من ايش استفزاز عنده التقوى التقوى تذكيره بالتقوى اللي تقتضي انه هو ما يكونش من اهل العدوان قال قال انما انا رسول ربك رسول وهو دير بالكم الروح يا اما جبريل او هذا المخلوق الروح او انه المخلوق الروح اللي كامل الروح هو جبري واش خصائص هذه القوة اللي بتكون مخلوقها روح عالم الادراك وعالم القوة وعالم علمه شديد القوة الى اخره انتوا لاحظوا عندكم لاحظوا لاحظوا عندكم انت انت في داخلك يبدو في طاقة هائلة تصوروا لو ايدي انا مثلا بقوة ايد الجرافة بحتجش انا لقوة داخلية الداخلية موجودة دائما اللي بقصر فيكم هو جسدكم بس انتوا في داخلكم قوة دافعة مش زي ما مش زي الاشياء اللي احنا بنخترعها اليوم قدش فيها كهرباء وقدش فيها دفع حتى يكون القدرة لا احنا القدرة هائلة في داخلنا بس المهم اللي بيعجز عيش هذا ولذاك الولد الصغير بتجي برفع هو لو كبر شوية برفع ها الاشكالية وينت كمون هون اذاك تدرب رياضة انت تدرب رياضة بتجي حالك تصير اكوى طب تغيرت انت في عالم الروح لا انت متغير في عالم الجسد الجسد مش قادر يتفعل مع الروح ولا هو يبدو قوة هائلة قوة هائلة هاي بس ايش انت كل ما صعدت في قدرتك الجسدية خذ منها نعطي الدفع بس احنا اليوم الاجهزة الاجهزة اللي احنا نخترعها لا قداش جايها طاقة قداش جايها طاقة اما انت طاقة موجودة طاقة موجودة بس ايش جسد قال انما انا رسول ربك لياها با لك وقلنا في قراء ايش لياها با لك غلاما زكية وسبق قلنا شو غلام ايش طب زكي الان سبق قلنا ايش غلام غلاما زكية شو هو الزكي الزكي لاحظوا يعني بمعنى اخر خالص من اي شوائب تشوب اي شوائب ممكن تشوب النفس النفس البشرية اي شوائب لما يكون مخلص منها لانه تزكية فيها ايش تزكية فيها ايش تخليص تخليص من ايش من شوائب ونقائص فالنفس الزكية مارها معناته المخلصة من اي شوائب ونواقص فبالتالي هو بيكون انسان كامل كامل لأهبك غلاما زكية طبعا زكي الزكاء فيه معنى النماء وفيه 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 بس هون اذا ايش هو الزكاء في عداته كيف بدنا نزكي النفس ايش تزكية النفس اذا بتلاحظوا تزكية النفس تدريبها من اجل تخليصها من شوائب ومن النواقص ومن الخلل في الاخلاق او 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 باش بنسميها تزكية اذا تزكية فيها تخليص دي لبالكم خذ من اموالهم صدقة تطهيرهم طيب شو تعمل كمان تزكيهم بتقيم عنهم مثلا عندك الشح الشح هذا شائبة من الشوائب اللي بتشو بالنفس الشح والبخل طب طب طبعا فيه فرق من الشح والبخل الشح والبخل لما الزكاة شو بتعمل من ضمن مثلا هاي تزكية هاي واحد فيه طبعا تفاصيل ممكن داخل المال المال دخله مثلا غش ولا كذا يعني بعض الحرام وهم مش داري او داري شو بيعمل بيخلص المال لاحظها اذا التزكية شو هي تخليص تخليص من الشوائب معناته الزكية شو صارت خالصة خالصة تمام من كل شائبة نكمل ان شاء الله واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وبرك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعي كنا نتحدث في تفسير قصة مريم عليها السلام واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها فصلنا وآخر شيء كان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهل لك غلاما زكيا انتهينا هون بس شويا نركز على موضوع فأرسلنا إليها روحنا قلنا إنه أكثر أهل التفسير إنه المقصود جبريل عليه السلام وإذا كان جبريل عليه السلام فمعناته الجانب الروحاني عنده متفوق خلقه يعني خلقه إذا كان هو جبريل وفيه احتمال إن يكون الروح احتمال إن يكون الروح هو خلق من خلق الله يعني هو محض روح وبرد أذكر مع أنه فيه أكثر من درس ذكرنا إنه فيه حياة وفيه روح فيه حياة وفيه روح وقلنا من مظاهر وجود الحياة كيف نستدل بالنمو والتكاثر نمو والتكاثر وذلك النبات فيه حياة ومن مظاهر وجود الروح الإدراك الإدراك والحركة الإرادية الحركة الإرادية والإدراك وإذا بتذكروا قلنا إنه اللافت في النصوص الدينية إنه تنفخ الروح في الإنساء تنفخ الروح ولكن لما بتخرج هي بتخرج روح وبتخرج نفس وإذا بتذكروا لما شبهنا المسألة في ما يسمى بالهاردسك في الكمبيوتر بتدخلوا أنت فيش معلومات لكن لما بيخرج بعد سنتين ثلاث بيكون نفس ما اشتغلته أنت كل ما اشتغلته فبالتالي ممارسة الحياة كل هذا على مستوى السلوك والتفكير والأقوال الأفعال العخري والأماني كل هاي بتكون لما بتخرج بتخرج نفس وهذا عليه أدلة من الأحاديث الشريفة على أنها تقبض روح وتقبض نفس إذن هي نفسها وإذا كثير بيخوضوا في محاية التفريق بين نفسه وروحه وبخلطه وبظنه إنه إذا كان في حياة بيكون في نفس لا مش صحيح لأنه إحنا بنعرف الأحاديث الصحيحة إنه الجنين بيكون حي الجنين بيكون حي ولكن يبث الروح اللي من رجحه طبعا اللي من رجحه في اليوم مئة وعشرين معناته قبل هيك فيش روح في حياة واليوم لما ممكن نأخذ إحنا البيئة أو الحيوان المنوين ويبقى الحياة في وجودة في في ظروف معينة نحفظه سنة سنتين عشرة بشيك؟ بيبقى في حياة بس فيش فيه روح في حياة فيش فيه روح طب والروح إيش؟ كل مظاهر وجودها الإدراك والحركة الإرادية إذن لما نكون فيه مخلوق هو روح معناته هو آلم الإدراك والحركة ويبدو القوة ويبدو القوة علمه شديد القوة الروح ونفخ في مريم وفيكم كل من الروح نتفرجها فنفخنا فيه من روحنا أحسن نتفرجها فيها من منه من من هذا المخلوق مخلوق ولكن مخلوق مشرف لأنه داما الإضافة الغالبا حسب السياق طبعا الإضافة إلى الله سبحانه تعالى فيها تشريف فأرسلنا إليها روحنا مش أرسل إليها الروح وقلنا أن الروح يبدو درجات وبينا أنه حتى الحيوانات فيها روح إذا بتذكروا في الدروس السابقة واستذلنا بأدلة من الحديث الصحيحة على أن الحيوانات فيها روح لأنه في ناس بيقول أنه الحيوانات فيها نفس ما فيهاش روح لا مش صحيح الحديث بتنص إنه فيها روح وهي أصلا الحيوانات مدركة وبتتحرك حركة إيرادية والحيوانات أيضا فيها نمو وتكاثر يعني فيها الحياة وفيها روح هذول سرين سر الحياة وسر الروح ولذلك إذن إذن لما قال لي أهب لك قال قال إنما أنا رسول ربك لي أهب لك لأنه بدأت تكون منه النفخة منه طب هو بدي يهبها لحظه بدي يهبها مباشرة شو يعني مباشرة إحنا اقترحنا أنه على المستوى الجسدي على المستوى الجسدي المادي أنه ممكن عمل المسح في البوايدة وهذا فصلناه في كتاب سياحة الفكر المسح طب ما فيه جانب ثاني الجانب روحاني الروحاني هذه الروحاني الآن منه إذن فيه إليه فعل وفيه منه فيه إليه فعل وفيه منه فيه إليه فعل يتعلق ببوايدة مريم لأنه ابن مريم ابن مريم طالما ابنها انتهى الموضوع طب اشتغل إشيه يتعلق بالجسد هذا الشغل فعل طب والروح منه منه فإذا سويته كمان بني آدم فإذا سويته ونفخت فيه من من روحه إنه هو روحنا ونفخته فيه من النفخ من وين من هذا الروح المخلوق نروح وعلى فكرة خليني أعكموا بالصورة شوية هل كنت عندنا نار متأججة عندنا نار متأججة وصولنا نأخذ منها ونكتبس هون ونأخذ منها ونكتبس هون ونأخذ منها ونكتبس هون بتنقص هي النار بتنقص من الاقتباس هي لا أنت بتقتبس اقتبسنا منها هي فبالتالي ثم إحنا بنعرفش هذا الخلق الروح إيش هو إنما منه واضح النصوص بتقول إذن إذن فإذا سويته ونفخت فيه من من مين من روحي المخلوق هذا فأرسلنا إليها روحنا إذن الروح هذا هو خلق كامل خلق كامل فتمثل لها بشرا سويا بشكل الآن لأهاب لك لأهاب لك هدتين في الفعل وفي النفخ في النفخ ها ها يا حج من روح تكون جزء من الله عز وجل شو جزء خلق الله كله هذا خلق الله إنتما إنت عبد الله إنت عبد الله وهذا أرض الله وسماء الله وروح الله وعرش الله وكرسي الله وكل هالمخلوقات هاي إذن كله مخلوق تمام كلها هاي مخلوقات لله في إذن عالم الروح وانتم شفتوا قديش فيكم من الإدراك والعلم والمسائل هاي لوجود قبس بسيط فمعانة الروح الأصلي هذا المخلوق شو بكون شو بكون وناكن النافط للانتباه إنه عملية المسح يبدو في البوايضة والنفخ في آن واحد مش زي ما هو عندنا أول شي بكون الحيوان منو وبلتقي مع البوايضة بعدين بروحه في رحلة 120 يوم ثم تنفخ فيها الروح ثم تنفخ فيها الروح تمام هو أن كله حصل مباشرة كله حصل مباشرة مع بعضه إنما أنا رسول ربك طيب فكلنا في النسرانية شو بقولوا هم بقولوا أن العذراء مريم وجدت حبلة من الروح القدس وجدت الروح القدس بس يبدو مش بفهم الروح القدس زي ما منفهمها نحن نحن عندنا الروح القدس يعني جبريل الروح الأمين يعني جبريل هم طيب شو بفهموا الروح القدس نحظوا بفهموا في في أقانيم ثلاث بيأمنوا الأقنوم الأول الذات الأقنوم الأول هم إذن بيأمنوا بأقانيم إيش ثلاث ثلاثة مشيك الأقنوم الأول الذات وهذا بيسموه القاب الأقنوم الثاني النطق أو الكلمة وهذا بيسموه الإبن يعني المصيح والأقنوم الثالث روح القدس وهذا هو الحياة هذول ثلاثة أقانيم بيكونوا قال الإله واحد طب شو معنات أقنوم بعضهم بيفسر أقنوم كالتالي ذات متميزة غير منفصلة ذات متميزة غير منفصلة لكن انت بتجد أثناء كلامهم بتشعروا كأنهم منفصلة أحيانا لذلك هم يقولوا الإله الواحد يعني الثلاثة في النهاية شو يقولوا الإله الواحد كل واحدة متميزة كل واحدة متميزة طيب الكلمة اللي هي أقنوم الثاني هذا الكلمة نشأ عن الذات اللي هو الآب الكلمة اللي هي الإبن نشأ عن الله والروح القدس اللي هي نحظة الروح القدس معناته الحياة عندهم الروح القدس يعني الحياة طيب الاقنوم الأول الذات هو إله نعم هو الله طيب والاقنوم الثاني اللي هو الكلمة أو النطق هو الله نعم هو الله والاقنوم الثالث اللي هو الحياة اللي هو الروح القدس هو الله هو الله هذول ثلاث قال الإله الواحد الآن هذه من اعقد المشاكل الفلسفية عندهم في موضوع كيف يعني ثلاثة في واحد هذه بتاخد اكوال وفلسفات وتفاصيل ثم انه مثلا الابن نشأ عن الذات انت بتقوله نشأ وينت يعني نشأ منذ الازل ولا ايش ولا بعدين طيب وروح القدس نشأ عن مين عن الذات ولا عن الابن هم بيختلفوا حتى في الكنيسة هذا بهماش احنا هذا بهماش بس مشان يكون عنكم تصور ايش لما يقال اكنون وايش الاقانين الثلاث اللي هي اله واحد ايش يعني روح قدس لما بقوله اذا هم لما بقولوا روح قدس مجزا لما نقول نحن احنا لما نقول عن روح القدس يعني جبريل وعندهم في جبريل ما هوش روح القدس كما مرة وعندهم في جبريل ملك جبريل هذا مش روح القدس مشان ما نخلطش اذا احنا لما نقول روح القدس مين جبريل بس هم يروح يقول يروح وقدس مش جبريل والله هو ايش الله الله في اي جانب اقنوه من الحياة وعيسى الله اقنوه من الكلمة النطق والذات الاب الاب والابن لذلك شو يقوله دائما الاب والابن ورور القدس منين جابوا هذا الكلام طبعا وعقيدتهم على فكرة عقيدة التفليف وتفاصيل والصلب وما صلب وقبر في الا اه ثم القيامة في اليوم الثالث والجلوس الى يمين رب وتفاصيلة غولة هم بيلتقوا معنا في ايش افكار؟ بلتقوا معنا ان عذراء عذراء ولدت اه من غير اه زوج بس هم تفاصيل عقيدتهم فيما بعد عالم اخر تتفاجأ انو هذا العالم الاخر موجود تفاصيله قبل المسيحية. تصوروا موجود تفاصيله قبل المسيحية. يعني يوجد من ولد من عذراء ثم 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 ومات وقام وقام وتفاصيل هاي كلها موجودة في الامم سابقة قبل قبل المسيحية. قبلها وانا كنت اشرت لكم زمان حول ميثرة وفي ناس بيقولوا كمان كريشنا وهاي في الهندوسية. وهو الهندوسية. على فكرة عقيدة التسليس موجودة في الامم. عقيدة التسليس. تسليس موجودة في الامم يعني مصر حالها القديمة الفرعونية فيها عدة تسليس كذا وتسليس كذا ثالوس كذا ثالوس كذا يعني بينسب الى مثلا ثالوس هليبوس ثالوس كذا ثالوس كذا ثالوس كذا هذا الثالوس موجود. قديم قديم قبل المسيحية. والعجيب فيه صلب احيانا وفيه قيامة من القبر وفيه ميلاد من عذراء وفيه 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 موجود قبل المسيحية احنا فقط خلين خلينا اسألكم سؤال بس مريم للعذراء التي ولدت يعني في عندنا دليل شرعي احنا من قرآن او سنة انه فيش عذراء قبل مريم خلينا اطرح هذا السؤال بجوز ما خطرش في بالنا في يوم القدم نطرحه انه احنا عذراء ولدت بدون زوج احنا عندنا في الدين في القرآن او في السنة ما يقول انه فقط مريم وفقط عيسى تبقوا الدورة وتشوفوا اذا فيه يعني هل كان الله سبحانه وتجعل اية فقط في اخر اخر العصور يجعل عيسى اية عليه السلام ولكن من في ايات كانت مثله قبل 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 يعني في الامم السابقة يعني انه حصلت تكررت هاي ممكن اذا فيه فرق بالما اجي اقول انا انه قبل عيسى عليه السلام وقبل مريم كان فيه عذراء في الامم السابقة الله اخرج اخرج اه اه النبي من الانبياء مثلا من عذراء اه في عندنا دلول مفيش مفيش عندنا دليل طب في عندنا دليل عن ما فيش لا في عندنا دليل على الافبت ولا في عندنا دليل عن ما فيه معناته هذا الشى اللي حصل مع مريم وعيسى عليه السلام اول مرة واخر مرة بصير صب اخر مرة وبفهمنا لانه لا بد من دليل تجييني بكرا واحدة تقولي انا مثل مريم دليل الشرعي مريم قدمت الدليل مش هيك التفاصيل هى كلها بدون دليل من ايمن ايش اهلا بدون دليل من ايمن ايش مش هيك خلينا هىيك في واحد مرة خليفة عباسي خليفة عباسي قالوا له هو في واحد بالدعي انه رسول قال جبوا ميه نشوفه هالرسول وقف قدامه قالوا بقول انك رسول قالوا اه قالوا دليلك النار مسلمين دايما ما افكره دليل دليلك قالوا انا برمي الحجر في المية بذوب برمي الحجر في المية بذوب قال له ستجيبه له مياه نجابه له مياه طاله الحجر لما يجب طورة ماء فى المياه ذاب ذاب الحجر قال له الخليفة احنا نجيب لك حجر من عندنا وهوي engagements جايب نلحو الخليفة قال له هوar نجب لك عصاينا ايا احمام انا اجيب لك من احنا نجيب لك حجر قال له ايه هو فرعون فرعون قال لما وoksاب اجيب لك عصاي من عنددي جعل الموضوع انه في عندنا دليل انه اول عذرة فيش لا اثبت ولا نفيه هلا يكون في الذهب لانه ممكن يلتبس عليكم انه طب فيه في امم السابقة عذرة فيه هل هو ادعاء بشري هل هي امية بشرية كانت توضع في اساطير ثم كانت حقيقة في مبعد في مريم ثم كانت حقيقة في مريم والله كان فيه يحصل الله سبحانه وتعالى انعم على واحد اثنين ثلاثة واخرهم عيسى اه 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 اخلاص اما باقي التفاصيل شي اعجيب الى درجة انه اه اه يعني في في تفاصيل تقال في موضوع اه ميلاد فلان من من قبل المسيحية قصدي في خمس وعشرين ديسمبر نفس ميلاد المسيح وولد من عذراء وعانى على الصليب وجاء ليخلص البشر ومات ثم قام في اليوم الثالث وكله بالتفاصيل اما قضيت اذراء هذا بشكل انا ليش قلت الكلام بشكل ما يلتبسش على بعض الناس اه يقول لك ايه هيوه فيه اذراء كاين قبل قبل المسيحية فيه اذراء طب ليش مين قال احنا مفيش عندنا دليل انه هذي المرة الوحيدة وفقدين بجيز هذي امية البشر ثم كانت مشيك او او نحو الان او اخبار الانبياء بانه سيحصل زي ما احنا مخبرين في المهدي ومخبرين حتى في قضايا زي الدجال ومخبرين في تفاصيل شيء قبل ما تيجي باعرفش انا في السنين ولا قديش والانبياء السابقين كانوا الخبر فممكن من خلال التخبير يصير فيه مزاعم زي ما الناس الان بيزعم انهم المهدي وقبل مئة سنة كان فيه ناس بقولوا احنا المهدي وقبل متين سنة بقولوا احنا المهدي اعتمادا على انا انا بوقت المهدي فممكن يكون فيه نبوءة في حول اخر نبي ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم اخر نبي ويخبر انه هذه وردة في القرآن وكانوا بيعرفوها اه بيعرفوها الانبياء السابقين على رأسهم موسى عليه السلام مخبر بالرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن نص على هذا والمسيح جاء وخبر موسى ثم المسيح تمام وقبله الانبياء ممكن طيب ونفس الشيء ممكن عيسى الذي سيلد من امراء يكون قبل الاف السنين منزل في انبياء اما تفاصيل جوستب وميستوب شو التفاصيل هذا بسير هون لانهم المسيحية واضح انهم كما قال القرآن انتبه شو قال وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النسارة المسيح ابن الله ذلك قولهم بافواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل شو يضاهئون عفكرة شو يعني يضاهئون طب ممتاز خلينا دايما خلينا دايما نحقق بالذبط ايش المقصود هم يضاهئون المضاهة شهي اصلا المضاهة اليوم شهي بيتحاول تتشبه فيه وتظهر انك افضل منه او تتشبه فيه وتنافس اذا مش مجرد التشبه مش مجرد التشبه المضاهة فيها ايش اشترى سيارة باشترى سيارة اي اشترى سيارة بمئة الف باشترى بمئة وخمسة اشترى بمليون باشترى بمليون ونوص اي اسمها مضاهة بانا قصر كذا انا اكاصر يا ناس شوفوا اذا ديروا بالكم اذا معناته مش بس هدولة بشعبه عقائد السابقين وكمان بزيدوا من عندهم مش بس مش بشابه وبيزيدوا لانا اقيدتهم لازم تتبهر لابهار هذا لازم حتى الزادة بصير اعزتها التبخه اذا ليش اختيار تعبير يضاهقون لانا مضاهة ايش هي ومش من فرد شابه شابه مع ايش مع مع معارضة 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 هذا بيصير اثمه مضاهة تمام وذاك لما نقول بداهي في فلان بنا قصر بداهي قصر دار فلان شو يعني بداهي بنفسه مش بالضرورة يشبهه مش بالضرورة يشبهه بس بنفسه تمام طيب مش موضوع الان الآية هاي المهم وقالت يداهئون قول الذين كفروا من قبل اذا اذا اللي كفروا موجود عندهم هالعقائد هاي هالعقائد موجودة يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله ان يقفكون طب ايش يقفكون اشكر ومش موضوعنا اليوم طب ناخد يقفكون ايش اللي يقفكون طب ايش هو الافك ويبدو الافتراء والكذب طب ما هو لو كان الافتراء والكذب طب ايش بيختلف الافك الافك على فكرة لازم يكون فيه قلب هاي واحد لازم يكون فيه اوش قلب الافك هاي واحد وقلب لاحظها قلب لايش من حق لباطل لذلك الافك شو هو مش بس مجدد كذب وقلب حقائق وذاك المؤتفكات هي القرى التي قلبها الله لان من ده من معنى الافك ايش القلب اذا لما بتن قلب الحقائق اذا لحظوا ضربكم ها الافك اذا هو اه هو رجوع عن الصح صح هو رجوع انا الصح لو يرى هيك اه انتبه اكثر مش لانحراف عن الحق الافك هاي الحق مش لانحراف عن الحق هو الافك هاي الحق انا بايجيب عكسه او هو يعني انا لا بشيك بيجيب عكسه ضده قلب فالكذب واحد وفي الصدق شو هو قبله كذب الصدق شو هو قبله كذب هاي قلبنا الموضوع لذلك حادثة الافك حادثة الافك لانها الحادثة الحادثة كلها براعة وكلها طهر وكلها كده وقلبوها لا ايش لا ضدها ضد الطهر وضد الكذا وضدها اذا اذا الافك مش مجدد انحراف عن الطريق يمينا او يسانا هو قلب قلب الحق لا باطل بالعكس يعني هو عملية انعكاس طيب نجي على مريم على السلام طيب اذا هذا عقائدهم باختصار اه في قضية الروح القدس قال انما انا رسول ربك اللي اهدى لك الولامة زكية وقفنا هون قالت انا يكون لي بولان هناك فئة الامران انا يكون لي ولد لما بشرت تبشير قلنا ان هذه الحادثتين وبيلنا في المرة الماضية انهم حادثتين قالت انا يكون لي بولان يعني شو انا من اين وكيف وخصوصا الان ممكن بينها وبين البشرة ساني سنتين ثلاثة فكرة شو عرفنا لما بشروها اول ما انذرت للبيت وبلغت وانذرت للبيت كان في بشرة وبيناها في المرة في المرة الاولى والان ساني سنتين فاجأت وهيو امامها هيو امامها والصورة اللي شايفتها صورة رجل فالاشي اللي بيزدهم حسها رجل اما يكون لي بولان من اين وكيف ولم يمسسني بشر وهي الزل مواقف ولم اكو بغية هي زادته وان في قال عمران مش موجودة ولم اكو بغية لاحظه تعبير ولم اكو هذا التخفيف ولم اكو ولم اكو بغية ما هي اصلها ايش ولم اكن هذا اذا بنا نمشي على قضية النحاء اهل النحو والصرف ولم اكن لكن حتى نعرف انه اللغة اللغة مش بس اه نحو صرف لا ما احيانا واحنا نتحدث احنا لما نخفف في اللذ او نشدد في اللهجة في اللهجة بيحمل معاني مختلفة اه اذا اذا مش بس نحو صرف اللغة والعرب مش بس تتكلم كانت نحو صرف في ايش اسم لهجة للتعبير عن المعنى وسبق انه تحدثنا في هذه المسألة الان بماشي نخوض فيها فيه درس سابق من سنة واكثر طيب الان اذا ما نروحش دائما نحو صرف في ايش اسمه الصوت بيعطي معنى تذكري لما قلنا انه بعض الناس بدلوا بالمثال التالي لو اجيب قالوا الى واحد بدك الان تطلع وتشهد امام الناس انك لس شو اقول بتقول انا لس بس هذا اللي بدنا اياك فاطلع على الناس قلهم انا ليس هذا اعتراف او ما مع انه قال نفس العبارة قال نفس العبارة هو لو قلهم انا ليس فهمنا اعتراف بس انا ليس اه بقول لهم مش هيك بقول لهم هاي العبارة بالضبط هي اذا انت باطلوا هاي المعنى نختلف تماما وين نحو الصرف اه هون بصير في ايش اه انه هو يعني فيها صيغة الاستنكار وفيها تماما طيب ولم اكو اذا ها سبحان الله رب تكون فيها وسبحان الله يعني فيه اه مثلا بتقول سبحان الله احيانا تعجب واحيانا تسبيح مش تعجب طيب فهم انا قلنا من اين وكيف انا يكون لي غلام وسبق احنا تحدثنا ايش معنى غلام زمان انا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اكو بغية يعني حتى تقبل يعني هي شو البغية فكرة البغي البغي هي المرأة التي يبغيها الرجال من اجل الفاحشة في بعضهم قال يبغيها رجال يعني فيها فيها طلب شديد فيها طلب شديد ومعنى حراف يعني اذا بدنا نقول لان البغي من يحمل الحراف كمان اه 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 مشك ولكن هو بالضبط المعنى فيه طلب طلب فيه شدة فهم من اللي داما عنده اقبال في شدة وتفاصيل على منحرفين من الرجال بيبغوا الهمل او بيبغوا اه فيسموها بغية لان يبغيها الناس لانه نادر ما هي تبغي الناس اليوم في الاصول الحديثة او زمان بقوا يعلق يعلق الرايات اليوم بقعدين في الشوارع في الغرب وتفاصيله فيه كمان بسمحول هن بيوتو بيكونوا حطات كارمات وطد وتطفي المهم اه فهون بس هو بيبغيها الرجال بيبغيها الرجال اه وما كانش هون لاحق فيها تاء التأميس هالقط مش فيها انها مرضع هو الرجل بردع ولا بردعش بردعش اذا فيش التباس فالمرأة مرضع فالمرأة مرضع اه اه او حامل طب فاذا كانت عند بتردع الآن فهي مرضع اذا المرضع المتلبسة بالارضاع وتضع كل ذات حمل حملها اه عفوا اه اه يوما يوما ترونها تذهل كل مش مرضع مرضع لانه هون لما اضيفت التاء معناته في تلبس في ايش في الارضاع في تلبس في الارضاع والبغي المرأة التي يبغيها الرجال للفاحشة بقصد الفاحشة ولكن اه البغية اللي بتنارس الآن متلبسة في البغاء متلبسة يعني بالفجور تمام اه اه طب اذا ولم اكو مش ولم اكن شوفوا ما هو اصلا موقف المحرج هذا والخوف والتفاصيل هذا بدوش كلام طويل بدوش كلام طويل ولم اكو بغية اكو اكو مش انت بتفهمها على طويل اكو اكو ولم اكو بغية يعني ما كنتش بغي في السابق حتى اكون الآن وهي قدامها رجل قال انما انا رسول ربك لأهب لك غلاما زكية قالت انا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اكو بغية قال كذلك وسبق قلنا اذا المخاطب ذكر قال كذلك لاحظوا اذا المخاطب اثنين مثلا ذلكم اذا المخاطب مجموع ذلكم واذا كان نسوان ذلكم فذلكم الذي لمتنني فيه لذلك لما كان المخاطب يحيى قال قال كذلك قال ربك ولان المخاطب انثى قال كذلك وهذه سبق لفتنا انتباع الها اذا قال كذلك قال ربك ربك المربي والخالق والرازق والوايب قال كذلك قال ربك هو علي هاي بالنسبة للخالق ولذلك على فكرة الملاحظة غالبا اذا بتفكر مزبوط بتكتشف انه الفكر الهادي وفكرة كثير من العلمانيين فكر طفولي لما بيخات بيوك لما بيخات بيوك بيخات بيوك وكأنهم بتصوروا الخالق قدرته محدودة انت تؤمن بخالق قدرته محدودة مطلقة وبناء الكون هذا بيبدلك على الابداع وشيء هائل ثم قال يعني بيستغرب من نوسى يشق البحر وهم مش موسى اللي يشق البحر يعني انت بيستغرب ليش ليش احنا قلنا لك موسى اللي يشق البحر عليه السلام احنا قلنا لك فداما تصورهم للخالق تصور طفولي هذا خلينا هيك نكتة بسيطة هذا سنة الواحد وسبعين فيه شخص زمان كان منتشر الالحاد شخص فيه حاصمة من الحواصمة العربية بل تقفيه يعني صار حوار فبدو قال لي شو بعرض العرض التالي كنا في اي سنة كنا كنا في سنة ألف وتسعمائة وواحد وسبعين قال لي هل يستطيع الله ان يلغي ألف وتسعمائة وسبعين كأنها لم تكن يعني صارت ألف وتسعمائة وسبعين ايش ورا ورا وسألني في الواحد وسبعين أنا قلت مثل هالزلم ما بدوش إلا الجواب يعني مثل طريقته قلت له ها بستطيع قال لي كيف قلت له انا الله تأكل لك كيف كان تصور زي ما تيجي تقول انت بستطيع هرقل يحملتن هم كله بستطيع هرقل يحملتن قال احمل انت تسعمتن عن هرقل ولا عني يعني كنتك بحملتن فقلت له ها بستطيع قال لي كيف قلت له انا الله تأكل لك كيف يعني بتجد كلهم شبهاتهم التفاصيل هال بهالشكل هذا وبعدين فكرتهم عن الخالق بتكون فكرة طفولية وبواجهوك بهذا وبستغربه لذا يكون قلها قال كذلك قال ربك هو علي هين اذا القضية متعلقة بالرب واني اش كان اذا القضية متعلقة بالرب واني اش كان يعني وكان زمان كانوا يواجهوا الدين بانة تعاله كيف بتقولوا كيف بتقولوا ان هاي ولدت من غير ذكر هذا لا يمكن مش هاي السزاجة احنا نقل لا لكم انها ولدت من غير ذكر بدون تدخل رباني ما هو ليش كان التدخل الرباني أنت لا يمشي قانون الزوجية مشيك بأنه قانون الزوجية يسار ومين يدعو قانون الزوجية أصلا وادعو الخالق هو الخالق بوضع قانونه بلتزم فيه يعني خلص بصير هو مرغم هذا تصوير انت بلاحظين هو الرب هو الرب قال كذلك قال ربك خلص والناس المتعرفون من الرب انت حلمه إليه بالنسبة لزكريا عليه السلام شو قال له قال كذلك قال ربك هو عليه وقد خلقتك من قبل وننتكو شيئا الانسان كله ما كانش بخلوقه ولذلك زمان بقوا يحتجوا قال الملاحدة انه كيف يعني مريم بدا تولد دين ذكر والآن بعد الاستنساخ ببطله يعني شرت انتو قادرين يا باشر بدون ذكر فايكم قادرين انتو بدون ذكر قال يعني قال هالكيت قام فهمه هالكيت تفهمنا ها هالكيت تفهمنا ها وإنه هذا سذاجها ومن أصلها في التعامل مع قضيته الربوبية قالت لذلك إذا هي ممكن تكون ناسعة فكرة في الحادثة الأولى فما دهشت الموقف فكررت الشيء البدهي اللي نازم يقول هي أو غيرها البدهي لأن القانون الزوجي وين مفيش زوج مفيش زوجه بعدين أنا ما يقبلش يعني ما كنت شو يوم الأيام أقبل ثم هي مرهورة أصلا للبيت اللي بدأت تتزوج من أسوأ ذا قلنا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله مين نجعله يسا ولنجعله آية للناس طب أول مرة آية للناس بل كي فيه قبله قبل ألفين سنة كمان واحد كان في آية وقبله بخمس تلاف كمان واحد كاين آية من ندري من ندري هذا آخر واحد كان آية قال كذلك ولنجعله آية للناس ورحمة وانتو بتلاحظوا المسيح عليه السلام بد يكون رحمة ابتداء لما أرسله لما بده ينزل وبده يحكم البشرية أربعين سنة كمان وتكون أفضل مراحل مرت على البشرية كلها وإشي طبيعي إنه آخر آخر خلافة للبشر مع قيادة نبي تكون هي السورة المثالية تمام بس مش ضرور الناس يكونوا ها سورة الحكم والواقع والرفاهية والعدل كله تمام بس مش معلته الناس تمام لأنه لن يكون أمة بنجموعة أفضل من عالم الصحابة خير القرون قرني الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وبعدين ها بس ممكن الناس تعيش في جو في غاية المثالية من العدل والأمن والوفرة وهالمسائل هاي بس مش بالضرورة تكون الناس نفسها بنفس النفسية ولا بشكل لكن هذه تكون تخطن ولذلك قال كذلك قال ربك هو عليهم ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضية انتهى خلاص ما في نقاش ما في مراجعة مقضي قد ايش بقي خمسة خمسة وكان أمرا مقضية انتهى يعني صدر القضاء قضاء مين قضاء الرب طب سؤال فيهم فراغ احنا مش عارفين كيف في النهاية قبلت ما قبلتش ندري ندري شو اللي حصل ليش هذه الآن مسكوت عنها لأنه ممكن ممكن الروح على طول حطول خدرها تمام ممكن ممكن قبلت هو بانطور انها تقبل امر مبضي وبعدين هو انه مرسل للتنفيذ قبلت ما قبلتش طب هي قبلت ولا ما قبلتش مع هالمفاجأة هاي تمنعت ولا ما تمنعتش ما هنه أسنعين النشوان طبيعتهم الله خالق فيهم اناس بشكل عام ما يستطيع التمنع هذا والتمنع جزء من الفطرة طب هي الروح الروح انتظر يعني انها موافقتها غابت عن واعيها ولا ايش اللي حصل ما من ندريش ما من ندريش هذا فراغ ونكبر ان شاء الله واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وبرك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين اذا كنا في تفسير قصة مريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر في الكتاب مريم اذ انتبثت من اهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم عجابة فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا قال انما انا رسول ربك لأهب لك غلاما ذكيا قالت انا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اكو بغية قال كذلك قال ربك هو علي غين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان امرا مقبية لعند يوم امشيك اليوم الان هذا الدرس الرابع في موضوع مريم في قسم الان قلنا هون في فراغ ايش اللي حصل ايش اللي حصل فحملته فحملته فانتبثت به مكانا قصية اولا فحملته واضح انه قلنا في السابق انه الملك جاء وقام بعمل ونفخ بشيك الان حملت طب حملته تسعة شهر ممكن المسألة اعجازية ممكن حملته ومسألة الوضع كانت برضو في الحادثة نفسها ما فيش ايش بدل لانه فحملته فانتبثت انتبثت 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 هاي الفاء اللي بتعني الترتيب والتعقيب ممكن يكون اه على اعتبار الحمل ليأخذ الوضع الطبيعي ممكن بعض النصار بيقول وقال 275 يوم يعني وكأنه يعني كاينين يحسب 275 يوم اه مشيك حملته في عندي الحمل اذا الحمل كامل فانتبثت هاي قضية الفاء ممكن هون بهذه الطريقة اذا ممكن يكون الحمل كامل ممكن لا ممكن القضية كلها اعجازية صناعة ربانية تمام وبالتالي منقدرش نبني منقدرش تسعة تشهر منقدرش نبني على كونها حملت فاورا ثم وضعت بعد الحمل مباشرة لان الفاء هاي بتعني ايش ايش ليش لانه ممكن يكون احيانا الفاء حملته طيب منه معروف انه حمل تسعة تشهر فانتبثت يعني يبدئ انها الآن بدت هي تشعر ممكن بآلام المخاض بتعرفون النساء ممكن يشعرين قبل فترة فانتبثت وسبق انه تحدثنا ايش انتبثت ايش انتبثت حملته فانتبثت به مكانا قصية قصي قصي هل هو البعيد هل المكان البعيد غالبا اذا بتذكروا احنا تحدثنا في موضوع قصي هو فيه معنى البعد وفيه معنى الارتفاع فيه معنى البعد مع ايش ارتفاع كيف لما نقول اقصى اماني لانه بتمنى لا تحت ولا لا فوق لا فوق لما نقول اقصى اماني فلان كذا ايش يعني اقصى البعد في ايش في عالم الرفع والارتفاع لذلك لما تحدثنا في موضوع الاقصى ايش ممكن يكون فبالتالي اذا فحملته فانتمذت به مكانا قصية اذا قصي فيها بعد اه شو كمان اضافة للبعد ممكن الارتفاع هل هي ذهبت الى مكان بعيد مرتفع لما شعرت بالآلام الوضع ممكن احيانا تأخذ الالام ساعات طويلة واحيانا ايام تأخذ بشكل فحملته فانتمذت به مكانا قصية فاجاءها اجاءها نادر ما تستخدموها انتو كعرب وتقول اجأته او اجاءه حد عمكم مسؤولة واحد بقول اذا سبق بينا بانه جاء ايش بتفرق عن اتى غير الكلام اللي بيقولول يا شيخ باسم تفرق عن اتى انه المجيء فيه قرب قرب يعني هل المجيء اتيام نعم هل المجيء اتيام نعم بس اتيام قريب كثير وجيء يوم اذن بجهنم جيء اي جيء بشيك بعدين فلما ان جاء البشير جاي بالقميص في قصة ايوسف عليه السلام فلما ان جاء البشير القاه هو بالقيم هو بعيد اربع خمس متر ولا لازم نقرب مشان قميص يعني انتبهنا جاء جاء اذا ممكن يكون فيه فيه فروق بين معنى اتى وجاء لكن احنا الان نركز على معنى القرب فاجاءها يعني جاء بها المخاض وقالوا يعني الجاءها وتعرفوا انتم مسألة انه ليش ممكن هي تأخذ جذع النخلة وتشد ماهو معروف اكثركم بيعرف انه في حالة المخاض مرات والآلام وبدها تتولد المرأة تمسك شي تمسك فهي لما تمسك جذع النخلة هذا بساعد وتشد بشكل فاجاءها المخاض اذا المخاض الجاءها اذا شو ممكن اجاءها الجاءها وجاء بها جاء بها ايش يعني قربها ومش بس قربها النخلة يسك بالنخلة مش يفترض فاجاءها المخاض طب ايش المخاض نحت اللغة يعني هو انتو بتعرفوا المخيد ولا بتعرفوش المخيد المخيد اللي هو يعني باللغة مخيد يعني فعيل بمعنى مفعول يعني مخيد بمعنى ممخود شو شو يعني ممخود اذا بتلاحظوا بيوضعوا مثلا اللبن في سائل عفوا بيوضعوا اللبن في إناء ماء جلد ولا غيره ومسكر وبيبدو ايش يخدوا يخدوا طيب هذا اسمه مخد شو يعني مخد اضطراب الشيء في داخل شيء اضطراب شيء في داخل في باطن شيء شو اسمه هذا مخد وبالتالي ليش سمينا مخيد احنا مخيد احنا ما نقول مخيد ليش سمينا لأنه هو يوضع في داخل إناء في باطن إناء ثم ايش بصير في حركة والتراب إذن أي الحركة والتراب داخل في باطن شيء شو اسمه هذا مخد وبالتالي لما بصير في التراب في داخل المرأة لما بدأ تولد آلام وحركة الطفل وتفاصيل هذا شو اسمه مخاد إذن فأجاءها المخاد إلى جذع النخلة فأجاءها المخاد إلى جذع النخلة طب النخلة إيش نخلة على فكرة إيش النخل إيش النخل هو أصلا لما أنتم بتقعدوا تنخله تنخله شو القصد بالتنخيل هذا لما أنا بصير أنخل قصدي أختار أفضل شيء لذلك لذلك ليش سمم اللي بنلقي هذا نخالة لأنه أو نخالة يعني إحنا منقول لأنه يبدو اللي نتج عن النخل وهو الاختيار بقصد أخذ الأفضل لأنه نعمل بهذا الشكل مشان إيش لحظ النخل مشان في الأخير بنوخذ الإشي اللي كويس ونركس اللي بدناش هو إحنا ها فبالتالي طب ليش نمو نخل نخل العرضو هذا الكلام لأنه إذا كان هو اختيار الأفضل على ما يبدو وفعلا هو هذا عفكرة فيه بتنافسه في عالم الشجر الشجر أقصد اللي إله جذر جذع وسيقان ويتفرع يعني انسوا العنب العنب يشبهش الشجر لأنه عفكرة ملك الفواكه كلها العنب هذه أول قضية تعرفوها ملك الفواكه كلها العنب بتنافس معا التمر وعندنا الشجرة المباركة زيتون والزيت ويتعرفو إنه النخل بنوجد في الأماكن غالبة اللي بنوجد فيها الزيتون الزيتون بده مناطق معتدلة لا هي حارة شديدة ولا هي برد شديد معتدلة والنخل بيكون في المناطق الحارة فيبدو إنه فعلا ما في شجرة أفضل منها من الشجرة اللي اعتدت الناس في المناطق اللي يوز العفية إلما منيج مندرس إيش يمكن يستفاد من النخل شي عجيب هو الزيتون عفقه شجر الزيتون والنخل وكأنه نخلنا بكل الشجر واخترنا الأفضل النخلة النخل النخيل طمام فأجاء أهل مخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت طبعا هو إحنا مع فكرة إذا هي تسع تشهر إذا هي تسع تشهر إذا ما بيحملن كل النسوان وممكن لأ تنقلنا أولا في اللي بجعلها تكون بهذا الشكل أولا لاحظوا هي بتعدت عن الناس تصوروا في البر تبتعد عن الناس مع آلام ولا وحدها وفيش مساعد ثم يعني آخر مرة تم الكلام معها بجوز قبل تسع تشهر يعني بيكون الواحد إيش قال لك بجوز أنا أبصر عادي بعد فيه اتصال ولا ما فيش مش آخر مرة تتلمت الملك لما نفخ طب وبعدين إيش طب لذلك واضح من آلامها وحالتها النفسية وعذراء وبدأ تولد والآن وهموم إنها راح تيجي قومها وبيأمن طب هي بتأمن وفهمها وهي عارفة طب الناس شو راح يقوله الناس وهذول الناس على فكرة التهرين بهمهم كمان وجهة نظر المجتمع حساسين لأن فالسال كذا بتواحظ بوصل فيهم البلادة أحيانا درجة إيش ما بيسأل شو الناس وشو بتقول الناس ليش يكون حساس أصلا فهونا والقرآن بيعطيك بالضبط هي إنسانها زي بآخ البشر أعلامها ومخاض وباقي النساء وشو ممكن في مثل هيك وضع محرج يعني اليوم المرأة بتكون من الزوجة وإلها زوجة إلها أهل وكلهم فازعين في المستشفى وعارفة تماما ومستبشرة بالولد وكله تمامه وتكون الصياحة ونواصل وحالتها النفسية طب كيف لما تكون في البر وقومها أبصر فيه قولوا وصدقوها ما صدقوهاش وبعدين إلنا تسعة شهر عيش برضو الوحية بيجي الجيش يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا وفيه نسيا يا شيخ في القراءة إذن اللي هي قراءة الجمهور يعني مش قراءة الجمهور هي وكنت نسيا منسيا يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا وكنت قراءة الجمهور وكنت نسيا طبعا تعفوا القراءات ما هي كلها قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الرسول يعلم القراءات المتواطرة تمام وكنت 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 ايش النسي او النسي 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 زمان كانوا مثلا لما يكونوا في صفر مثلا وتنزل وينزلوا في مكان المضارب وإشي بعدين بدهم يرحلوا فيه أشياء بتكون تافها بتركوها ما بنزمش يعني يلموا كل شي يعني وتد وتد استخدموا مثلا في خيمة هذا بتركوه فيه شوية غراض بتخففوا منها هذي الأشياء اللي التافها في منظار الناس اللي ما إلها قيمة شو بيسموها نسي نسي ليش سموها نسي لأنه أجيب هي بقى إنسة ما هي أصل من نس ايش تتركها متأمدة لأنه النسيان نسيانين ممكن نسيان عن ترك تعمد يعني إنسة يعني بستاهلش أو نسيان بعدين بنتكلم الآن عن النسيان وإذا تذكر إحنا فرقنا بين نسيان وسهو وغفلة إيش الفرق بين هذور الثلاث ولكن نشوف هيد وكنت إذن نسيا يعني بطبيعته بتتمنى لو كانت هي زي النسي هذا اللي ما بيهتم له أحد ومش بس هيد وما نسي لأنه هذا النسي الحقيقي المرات من نسه يعني منكون شايفين الوتد ومش ناسين وإحنا بس هو نسي يعني من الحقيقة عندنا في منذار ما ما بتلزم نغلب حالنا وإحنا نطلع الوتد يعني مش إيش إليه قيمة أصلا وإذاك أضافت إيش منسية كمان كمان هو نسي يعني بمعنى إيش النسي أو النسي النسي والنسي اللي هو الشيء اللي بطبيعته تافه وما حدا بيقبه فيه وكمان إيش وكمان منسي بشكل التأكيد وكنت هي بتتمنى لو إنه ما مات يعني ماتت ومش بس ماتت أفكرة مش بس ماتت والناس ما تذكرهاش أصلا لأنه ممكن واحد يموت ويظل همه همه إنه أموت وبعدين قرابي من بعد من بعد ينخزه طب هاي الشيء شديد إذا في ناس خصوصا الناس الأخلاقيين بيكون مش بس يهتمد نفسه والتهم إذا بدها تطال كمان قرابه العار اللي بدي خلفه فهي قبل لحظة يا لتني مت قبل هذا قبل هذا وكنت نسيا يعني من الأشياء التال فالحقيرا للناس بنسوها وكمان ما سهمها كمان ما عدا بعرفها وكنت وكنت نسيا منسيا وكنت نسيا منسيا فنداها من تحتها هون تحديد الجهة فنداها من تحتها هون تحديد الشخص وقرأتين القرأتين متواترت فناداها من تحتها إذن الجهة هون الجهة من تحتها خصوصا لما قلنا إحنا إنه شو معنات قصي بعيد مع ارتفاع بجوز هي لعظه أبعدته وكانت فيه مرتفع هيك بعيدة تمام فبالتالي فناداها من تحتها أو فناداها من تحتها الشخص وذلك فيه قولين للمفصلين أنه فناداها من تحتها اللي هو من تحتها في الجهة يعني الشخص نفسه إنه جبريل عليه السلام ولكن يبدو الأرجح إذا بنرجح لها واضح إنه عيسى عليه السلام الطفل يعني الطفل مش هو نفسه الطفل لما جاءت لقومها تحمله ويا مريم إلى آخره شقة نطق فإذن هو ممكن أول ما نطق وينته عند الميلاد إلها تطمينها تطمينها إيه شوف لما ينتق الطفل اللي هو تحتها ومن جهة من تحتها الجهة ومن تحتها الشخص ويبدو إنه الأرجح لا إنه مش جبريل لأنه أصلا هو مش مذكور جبريل أصلا في النص بالمرة أنه مص ما خلص انتهى حملته وبجيز قعدة تسعة شهر بعدين انتبذت مكان قصي والآن لحظة فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة حملته حملت مين حملته حملت مين خلاص إذن الكلام المذكور إيش فانتبذت به به مين عيسى لحظها فانتبذت به بمين يعني بعيسى عليه السلام فانتبذت به مكانا قصية فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسية منسية فلا دعا من تحتها مين المذكور قبل شوي يعني هو جبريل مش مذكور أصلا جبريل عليه السلام مش مذكور هنا المذكور هو حملته فانتبذت به ومن أكثر ما استغربته إنه بعض فطاحي للتفسير المعاصرين المعاصرين شوف كيف الإنسان مهما كبر أحيانا تصوروا بيجي بقول إنه إنه أصلا عيسى مش مذكور عليه السلام في المصر اللي مذكور جبريل فكيف بدنا نحملها فهو بنرجح إنه جبريل قالوا عيسى مش مذكور قالوا عيسى عليه السلام مش مذكور أما حملته مين وانتبذت به مين بالعكس جبريل اللي مش مذكور مع ذلك بتجيت بيحصل أحيانا من كبار المفسرين بيقول لك هذا جبريل حتما لأنه أصلا وين عيسى وين ذكر عيسى وين ذكر عيسى عليه السلام فحملته فانتبذت به أيهو عيسى عليه السلام مكانا قصية فناداها إذا من اللي نداها يبدو انشوا موضوع جبريل الآن لأنه بعيد صوروا ممكن أحيانا أهل التفسير إلى درجة إنه ممكن يكون كبير تفسير ويقول لك إنسى هذا جبريل وين من يقول إنسوا لا هذا عيسى لأنه هاي النص حملتهو هو هو فانتبذت به هي هو هو عيسى خليني إذا أقيم الدمائر وأقولي الاسم فحملت عيسى فانتبذت بعيسى مكانا قصية فأجاءها المخاض إلى جذع النخرة قالت يا لتني ميت قبل هذا وكنت نفس المنسية فناداها عيسى نسجم ولا لا فناداها لأنه أصلا تحتها فعلا لما ابتول أدوان بيكون لما ابتول أدوان بيكون تحتها والجهة اللي بدو ناديها منها تحتها فالجهة تحتها والشخص تحتها المولود أما كيف المولود تكلم طب هو وهو الآن راح تلفه وتلوح فيه لقيم هو راح يتكلم كمان وإنه يتكلم معه يتكلم معه هذا بطمنها تماما بطمنها تماما ما لا تقول شيء تمام زي ما جاء الملك قلي إنه أنا رسول هاي الولد عاب بقول شيء فما داها من تحتها أن لا تحزني تصور؟ وهذا على فكرة شيء مدهش غير معهود الولد بيقول أن لا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية سرية واحد من سنين في التفسير إما السري اللي هو الرجل يعني ذو الرف صاحب الرفعة والمكانة والشرف يسمى سري ويبدو لي أفكرة يبدو لي إنه شجر السرو هذا السرو ممكن يسموه سرو ليش؟ لأن ذا تلاحظوا برتفع كثير برتفع كثير السرو والسري هو صاحب الرفعة والشأن بشيء؟ لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا هذا طبعا شاعر قبل الإسلام جاهلي هذا شاعر جاهلي إذن قضية السري والسرة معروفة إذن لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا طيب ويقال إنه لا السري اللي هو النهر الصغير نهر نهر ويسمي سري لأنه يسري بلطافة يبدو مش بيكون شلال مش بيكون شلال لا بيكون سريان لطيف فممكن هذا النوع من النهر اللي سريانه هيك فيه خفة هذا إيش سري بسموه فالأمرين وردت في اللغة طب نشوف الآن نشوف شو ممكن أكد هذا المعنى أو هذا المعنى لما يذي يقولها ولاحظوا إنه مش هو اللي بتكلم يعني مش هو الطفل اللي عنده في ذهن المعاني وإنما ينطقه مين إذا تستغربوش إنه وصف نفسه إنه إنه راح يكون رفيع الشأن وشريف لأنها هي خايفة من العار أصلا هي خايفة من العار بس هذا الولد شو راح يكون شرف ورفع مش هي ولا هي ليش أفكرة هي هي بس ألم هي يا ليتني متو قبل هذا ولا مسائل ثانية مسائل ثانية وكيف مواجهة الناس كيف مواجهة الناس وبعدها مش الظن للناس يعني عندهم المعلومات اللي عنها المعلومات اللي عندكم حتى تقول تمام الأمور لا وهو أصلا من أول ما واجهتهم من أول ما واجهتهم شو قالوا لها يا مريمو لقد جئت شيئا فريا تمام هايو هايو من أول يوم واجهوها في المسألة فإذن لذلك أن يخاطبها يقول لها لا هذا اللي تحتك أنا يعني شريف ورفيع المنزلة سري أقد جعل ربك تحتك سريا هذا المعنى إذن السياق نفسه بيقبله إنه هي لأنه من إيش خايفة من العار والعار شرف رفعه العار شرف رفعه لا قد جعل ربك تحتك ما هو يعير يعير فيها ابن الزنا مثلا يعير بإمه وإمه تعير فيه الناس هيك سبحان الله مع أنه هم ليف زنب يعني الولد تمام الناس هيك فبالتالي قد جعل ربك تحتك سريا ممكن مقبول في السياق طيب والسري اللي هو النهر النهر يعني يبدو النهر صغير يجري بسلاسة مقبول برضو ليش لأنه بعدها شو بقول قد جعل ربك تحتك سريا فاكلي واشفها ليش لأ نهر يعني أمر بقصد من نسبة السري الآن فكوني واشربي إذن ممكن يكون واشربي عساس إيش طيب إذا فناداها من تحتها اللى تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهُزي لحظه وهزي اليكي انتبهوا الان المعنى اليكي لان الواحد كيف ممكن يهز يا اما هيك يا اما هيك لا وهالواحد الان والدانة تهز هيك هيك وين الاطباء مازموتوا تقعدوا تدفع هيك وهي السعوال دي جديد لكن هي الان ماسكة هيك هزي اليكي هذي هذي هيك وهذي لازم تدرسوها انتوا شوفوا الاطباء شوفونا هذا الموضوع لاحظوا هيكي بده تهز بده تز هيك اليكي لان هي ماسكة هي ماسكة وهزي اليكي اذا مش هزي جذع النخلة مش هزي لا وهزي اليكي اذا المسألة هي ماسكة طبعا هيك تدفع بهذا الاتجاه وعفكرة ممكن اذا بلك هذا الدفع بهذا الاتجاه هيك الهز بحر العضلات الراعي ولكن الاول يستخدم العضلات البطن واللي فيه مشكلة لطيف نقبل منك يا عماد اساس نقولها ونشوف المعلومات عندك انت انت مسؤول عماد بقول انه الهز بهذا الشكل بده عضلات الكاتفين وايش والايدين بس الهز هيك بدخل فيه تحت وهذه تحت هنا يعني منطقة البطن بده يصوله عضلات البطن وهذه بتكون حساسة الان من الوضع لكن لما تهز هيك هيك بشتغل بس ايش بجزء امر ثاني واينا منقول عكلا احنا من احنا منفسر زي ما هو الآية بتقول وهوزي اليكي بجذع من نخلتي تساقط عليكي رتبا جنية طب ايش الرطب وايش الجني ايش الرطب وايش الجني ايش يقابل الرطب في القرآن لا في القرآن انا قلت ايش يقابل الرطب في القرآن يابس ولا رطب ولا رطب ولا يابس اذا الذي قابل في القرآن الرطب ايش اليابس مش الجاف مش الجاف تمام نشوف شو معنا ترطب او رطب رطب لاحظوا بيكون فيه مسألتين المسألة الاولى نداوة اه ولو كنتم دوة برضو لغة صحيح كيف اللي ما نقول ندا لما يكون اشي مندى بيكون ايش بيكون رطب بشيك اه ندى طيب اذا بيجمع شهرتين الرطب ندايا مع لين 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 لانو قابلها اليابس لانو اليابس بيكون جاف وصلب كمان مرة اليابس بيكون جاف وصلب وفيه اشياء بتجف بتكون اش صلبة مثلا ثوب كان مبلول وبجف بصير صلب هو دككوا معاي ثوب مبلول فيه بلال وجف وجف اه بيصير الشيابس بس هون الكرآن لما قابل قال ولا رطب ولا يابس طب اذا كان رطب غلب بيكون لين رطب ايش ولينها رطب مع لين نداوى مع لين يقابلها اليابس يابس لحظه جفاف مع صلابة لذلك اذا ما نقول عني الصلب يابس ولا لا اذا مش اي جاف يابس مش اي جاف يابس اذا اذا الرطب الان وهذا ممكن يكون فيها اشارة بتعلق بالحوامل يعني يعني حتى مش بس التمر الرطب طيب الآن وهوزي اليك بجذع النخلتي تساقط عليك رطبا جنية ايش الجني ايش الجني انت لما بتجني بتقطف يعني الثمر تجنيه بس برضو يعني يعني هل هذا وقته هل هذا وقته لانه فيه وقت لجني اي ثمر مشيك جني اي ثمر فيه الوقت فهون جني معناته ين بوقته جني اذا هو بوقته وقت ايش اه وقت اجتناءه يعني اقتطافه لانه اقتطاف اي شي من شيعة فكرة هذا جني وان كان غلب يذكر الجني في موضوع الشجر والثمر بس هل هل فقط المسألة تتعلق الجني باقتطاف الثمر لا ولدنا منه امور مثلا الجنية وواحد عنده جنية وجنحة وجنين الجنة الجنة ايش اي مين ها جنة اه مشيك اه اه جنة الجنتين هذا فيه موضوع هون ايوه وجنة الجنتين دان لانه جناش ايش هو بكون جاهز من اقتطافه واخده ايش اسمه جني اخده بس 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 الجني الحقيقي اللي في صورته المثالية لما بتكتطفه فيه اوانه فاذا شو جني شو رطبا جنية يعني فيه اوانه رطب في اوانه اه الانه قتلني جيها شوي تساقط عليك رطبا جنية فكلي واشربي وكري عين ايش قري عين وايش قرة العين قري عين لاحظوا القر البرد وبرت من كل قر بشيك البرد ولما مثلا واحد يبكي كثير من حزن او غيره شو بصير بالنسبة لعينه تسخن تسخن عينه يقابلها ايش بتبرد وبتجف لما لما بجف دمعها وبتبرد لحظها ومقابلها ايش بتسخن العين وبكثر دمعها وينت بتسخن وبكثر دمعها لما بكون فيه حزن وما طب لينت بتبرد العين وبتجف دمعها بكون فيه سرور حتى دمع السرور يختلف عن دمع الحزن حتى دمع السرور بيختلف عن دمع الحزن من ناحية درجة حراسه كمان تمام فهون اذا هذا هو ارجح معنى في قضية ايش منين ولدوا الناس وقري عينها اللي فيها معنى الاطمئنان والهدوء والسكينة مش هيك القضية قري عينها بس ايش اصل هذاللغاء من هذا من ان هالعين بتبرد ببرد دمعها ببرد دمعها تمام اللي هي تقابل ايش اللي بتسخن اللي بسخن دمع ساخن بكون طيب وفي ناس قالوا لا قري المقصود ليش في حالة السكينة والسكون العين غالبا ايش غير لما يكون واحد مضطرب المضطرب عينه بتروحه بتيجي بتروحه بتيجي المضطرب مش هيك عينه بتروحه بتيجي وين تاب عينه بتقر تسكن يعني لما بيهدى نفس ايته اذا ندرب لكم ما هو النفس من جوه بنعكس على الجسد الجسد اذا كان فيه قلق اذا فيه قلق وخوف والتراب شو بصير العين بالله هايش ها لكن لما تطلع عليه تلقي عينه ساكنة معناته من جوه ايش اه هذال معنايين بس انو ارجح منهن انو ارجح منهن لا الاولاني فكلي والشربي وقري عينه يعني ايش قري اه هايش اخ هذال نخلة شو ممكن نحن نكون نحن نكون نتفعه الهز ينزل اه اه احنا 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 مش في مقام اه اه موقف عادي ومقام يعني حتى النخلة في علماء شو بقولوا وهذا لازم نعرفه في علماء بقولوا هي أصلا النخلة وجودها كوجود النهر ولذلك هو قال النخلة دقق وهزي لحظة مش فأجاءها المخاض إلى جذع نخلة فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة فممكن تكون أصلا النخلة النخلة كانت من أجلها زي ما هو من أجلها قد جعل ربك تحتك سريع وأنطق الولد كمان وهي الآن هي شدة انت بس خبيعي لك أما احنا بنا نتوقع الآن ما هو كل الموضوع ما هو كل ما دخل عليها زكريا بدون ما تهز حتى يا شيخ كل ما دخل عليها من قبل من قبل كل ما دخل عليها زكريا المحرابة وجد عندها رزقة قال يا مريم أما لك هذا قالت هو من عند الله دقك إذا معناته الهز الهز مش بس مشان يسقط وجوز بفيدها هي في وضعها هي باللي قلنا بدنا ندرس هذه إليك الشد هيك الشد هيك أما قضية تسقط وما يسقطش ما احنا كل عوابه شخص ما هي كان يجيها أصلا بدون ثم إيش ممكن يستفاد منه حتى الناس اللي بدعوا حتى الناس اللي دائما يا رب يا رب طيب أنت شو قد؟ أنت شو قد؟ أنت شو قد؟ يا ابن آدم حرق كدك حرق كدك حرق كدك ونظني رزق عليك أبصر صحي الحديث ولا ما صحيش بكونوا حديث قدسي يا ابن آدم حرق كدك يعني ابذل من عندك أنت يعني ابذلوا بعدين أما بالمره يعني مثلا بس كان بديو يحكي الشيخ بقى السريع الشيخ بقى السريع نتكلم عن أيات كونه نتكلم عن أيجاز واضح من أيات كونه كلها أعجاز كلها أعجاز وإلا أي كانت برشاعة لفضية حملة في صنع تبركت فيه الآيات يقام بها وكان أمرا مضية لحملة بشيه نحن نعلم معارضة تكون حملة به ما تكون حملة به ما تكون حملة به فهذا يبدو هذا يعني ممكن نعطينا إشارة إلى قضية اختزال القدر الزمنية فمتلك الحمل يعني تحمل هذه الأعلاق طيب يعني هكت أصلا خلينا أول شي نجل المعنى هذا شيخ باسم شيخ باسم بقترح إنه إنه الآية ما قالت حملت به نعم حتى يروح ذهننا لتسعة شهر حملته مكان موجود مكونا جاء حملته طيب وإذا جبت الآية أنت في القرآن شو بتقول حملة 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 أمه شو في القرآن فيه حملة مش حملت به أمه يعني المهم صح أيوة هي إشارات إذن مش مرجحات دعوا بركنها هي إشارات مش مرجحات لأنه في حملة هو أمه بشيك؟ مش حملة به أمه حملة هو أمه فممكن بل أن الإشارات بس ممكن حمله وفصاله حمله وفصاله أمه أمه ماشي؟ ماشي؟ ما اسم؟ مليح هي إشارات قد يشبق إلى الأذان إلي ثلاثة الأذان طيب فحملته وين فحملته قري عين فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صون فلن أكلم اليوم إنسيا طيب بس خليني شوي هون أتوقف لاحظت إنه بخوده أحيانا بخود البعض في موضوع بيت لحم وفيها فيها ولا ما فيهاش نخيل مع أنكم تعرفوا أنت بيت لحم تقريبا روحي شوية صغيرة هيك إلا أنت رويت في الغور بشيك يعني منتجاور مع الغور وبعدين من قال بيت لحم يعني حتى المرزمين إحنا بيت لحم أصلا ثنين بعدين من قال إنه هاي موضوع النخلة هو موضوع ضمن السنن بل كي من ضمن كل السياق اللي هو إيش إعجازي حتى نقعد نقول شتاو مش شتاو نرده ما نردش فهذا أنا بشوف إنه هو خوض في أمل فيش على دليل يعني ممكن في وقت أصلا ما فيش نخل ومثل ما قد جعل ربك تحتك سريع جعلها النخلة وكله في إطار ما هو أصلا عيسى فيما بعد كان يحيي الموتى ويخرج الموتى ويبرع الأكمهة والأبرص وكان يأتي هالنسقاف المحراط وكان الأخير مش قضية فإذا هذا لا يصلح في مجال الاستدلال نقعد نقول إنه في الشتا ولا مش شتاو صدق النصارى لما قالوا 25 ديسمبر وكانون يعني كانون أول ولا كذا ولا كذا هذا لا يصلح فيش أدلة وبعدين إنه في بيت لحم ولا مش في بيت لحم من قال إحنا موافقين يعني بيت لحم شعر راسنا بيت لحم لأنه هذه القضية إحنا ممكن نخوض فيها ونبين هذه المسائل آآ آآ نحيك عم نسلم مناتو إنه بطل موضوع جاني موضوع عام إنه أشواء تلطف إنه برضو كمان هذا في حالات خاصة آآ يعني هو لما خلق لها النخلة ممكن أيضا خلق لها الرطب جاهزة صوروا هيك كتير خلص لو في 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 إشكال إنها تلتمين تلتمين إلا إنه لأ سنة طبيعية وإنه كان في نخل نخلة وإنه كان وقتها مندرز من ناقش هذه القضية الاحتمال الثاني من ناقشه والهز أي مرأة المرتولة آآ وللمسك الإشي ما بتشده الأدام بتشده العنده أيوة الأن لايساعد بنسول الخلاصة مثلما ونسول آآ إذاRP هي إنّه بتضع بتشد إلها وهذا بيساعدها تنزل كل الأمور أخرى نا Oil لطيف معناك مش Ready أهههههههههههههههههه طيب آآ آآ هون هم طب نيجي لموضوع موضوع انه النصارى بقوله انه مولد عيسى عليه السلام كان في 25 ديسمبر اللي هو يعني كانون اول 25 12 خلص الوقت طيب احنا راح نخوض في مسائل اخرى ان شاء الله واخر دعمنا الحمد لله رب العالمين وبرك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين اليوم ان شاء الله نتحدث في الجزء الخامس في قصة مريم عليه السلام وكنا في المرة الماضية وصلنا في الكلام الى فإن ترين من البشر احدا فقولي اني نظرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا وصلنا لها اذن الان قبل ما انه نفسر نرجع شوي في عدة مسائل المسألة الاولى في بعض الناس بقول انه غابت مريم تسعة شهر منينو الكلام منينو منعرف انه غابت تسعة شهر واحنا يعني قادرين نعرف انو كان الحمل تسعة شهر ولا ساعات ما مدري لان القضية اعجازية فمنينو نجيب انو تسعة شهر طيب انت نوافقين تسعة شهر في ناس بقول تسعة شهر طيب وهي بعيدة عن اهلها شي عجيب ليش قال لانه لو كان تسعة شهر كان بنتبهوا بنتبهوا انها هي حامل برضو هذا الكلام مش كثير دقيق ليش لانه احنا في حياتنا تجاربنا في بعض النساء اذا بتلاحظوا بعض النساء لا يظهر الحمل عليهم بشكل واضح خصوصا انو اهل زمان ما كانوش يلبسوا زي اليوم بتجد لباس فضفاض وممكن فوقوا عباي وتفاصيل فكيف بدون انتبهوا الناس يعني خصوصا اذا بدها تتعمد ايش تخفي يعني هذا بالنسبة اما اليوم بالبسن يعني اتضيقوا هالمسائل هاي هذا موضوع تاني اما القديم يعني ممكن كثير من النساء كما قلنا بيكون الحمل مش واضح كثير بشيك شوفنا كثير وفي الوقت نفسه اللباسهم القديم خصوصا اذا هي اصلا كانت متعبدة اذا كانت متعبدة شو بدها تكون لابسة بشيك فضفاض الفضفاض اللي بليق بالنساء ودائما يعني المرأة كلما لابست الفضفاض بتكون هي اقرب الى التقوى كنتوا لاحظت لما تحدثنا في قضية العجاب انه فيه لباس اللي تتوفر فيه الملابس الشرعية ايه الشروط الشرعية وفيه زيادة عليه كمان شي بالتبس اللي بدها تتقي اكثر فوق اللباس اللي هو تتوفر فيه الشروط الشرعية فهي قديما مش سهل يكتشف انه فيه حمل وبالتالي ليش تغيب تسعة شهر لو حصل انه الحمل تسعة شهر بشكل الآن طب متى ولد المسيح عليه السلام الشي سائد الآن عند النصارى هم بقولوا في 25 ديسمبر يعني 25 كانون اول يعني 25 اتناش 25 اتناش في بعض الناس بقولوا سبعة واحد اذا بتلاحظوا الاحتفالات اقصد بالذات العلث الذكسو الاقباط ممكن يحتفله في سبعة واحد يعني في عندي 13 يوم لانه شهر 12 واحد تلاتين شيك في 13 يوم 25 او سبعة جيد انه نعرف عدة مسائل في هذه القضية المسألة الاورى انه هذا الـ 25 خصوصا 25 اتناش خصوصا قديما قبل ما يكون في دقة في مسألة المعارف الفلكية دقيقة جدا زي اليوم احنا في الدقة بالثانية تمام كانوا كانوا 25 بالنسبة ايام احتفالات في عدة امم وثانية خصوصا اللي بعبدوا الشمس في 25 هذا بالذات ليش لانه بكون اطول الليل اطول الليل واقصر نهار وببدأ الامر يكون بالعكس الان ببدأ بعد 25 ايش يصير ايوه النهار يطول فكانوا يعتبروا انه هذا يعني مولد الشمس ومولد النور مولد الشمس والنور لانه يبدأ النهار ايش يطول على حساب الليل طبعا هم مش مدرورة يكون 25 هدا حساباتهم القديمة لكن اليوم ممكن 21 22 23 افكرا هم بيختلف من سنة لسنة ممكن اما مش 24 ولا 25 اللي هو بيكون اطول ايش اطول الليل وبعده بيبدأ ايش الليل يقصر والنهار يطول فهذا 25 كانت كثير من الامم تحتفل فيها فكرا الامم الوثنية وهو مولد النور وعيد الشمس اللي بعض الامم كانت تعتبرها آلهة طب اذا معناته طب كيف صدف انه عند النصارى انه مولد المسيح ب25 اللي هو العيد المعروف يعني كان عند الرومان وغيرهم وحسب قلنا اذا بتذكروا نذكركم شوية الرومان كانوا وثنيين احنا منعرف الرومان دخلوا فلسطين ستين قبل الميلاد احتلوا فلسطين ستين قبل الميلاد اذا لما ولد المسيح عليه السلام كان اللي بيحكم هون مين الرومان الرومان والرومان كانوا لحد الان وثنيين وبقيوا على فكرة وثنيين لمدة طويلة يعني نقول 300 واشي خلينا اقول 325 خلينا هون في 325 اللي سبق انه تحدثنا في اكثر من مرة 325 في مجمع اسمه مجمع نيقيا تم جمع القساوس يعني لبحث مسائل من اللي جمعهم اللي جمعهم الامبراطور الروماني الوثني كوستنطين الوثني كوستنطين كان لا يزال كوستنطين لحد الان وثني لكن هو معني بانه يعني يحسم مسألة كانت ضمن امبراطوريتو موجودين النصارى وبينهم خلافات فهو بده يحسن المسألة وخصوصا انه امه اللي هي هيلانا اللي بنت كنيسة القيامة عفكرة كانت مسيحية قبله وكان عفكرة يعني مع امه ماشي تمام يعني ايش بلها كوستنطين يلبيلها لذلك لما بنت كنيسة القيامة في القدس بنتها وهو لا يزال كوستنطين اللي هو ابنها لا يزال وثني لا يزال وثني فيبدو تأثيرات امه اللي كانت مسيحية واللي الان بسموها القديسة هيلانا ام كوستنطين طبعا كوستنطين جمعهم وكان في خلاف تذكروا قلنا انه في اريوس اريوس واتباعه كثر كان يرى يرى انه المسيح عليه السلام طبيعة بشرية في مقابل الناس كان يزعموا انه المسيح طبيعة لاهوتية تمام ففي خلاف اريوس كان يحوز على تأييد اكبر لكن يبدو لما كان المشرف هو كوستنطين الوثني على هذا كيف المؤتمرات تتخلم اليوم على فكرة اللي كانت تعقد في بلاد العربية اذا اكن في مصر المؤتمر يكون تيجي تأثير في الكرارات لمن لمصر وقد في سوريا التأثير في كثير من القرارات الحكومة السورية يعني دائما اللي بيعقد المؤتمر بيكون له دور كبير وكان كوستنطين هو اللي جامعهم وامبراطور روماني وثني هو على فكرة يبدو انه تبنى المسيحية بعد سنين قليلة من مجمع نيكيا اللي هو 325 ميلادي بعد كم سنين هو على فراش الموت يقال ساب نصراني هو فراش الموت هو يحتضر يعني على فكرة يحتضر ولا يحتضر من ناحية لغة لا هي هي يحتضر ليش لأنه من ناس كان يحضروا عنده وهو بنازع ويستنو يحضروا عنده فهو يحتضر يحتضر تمام اه مش يحتضر طيب الآن اذا 325 مؤتمر ميلاك يا هذا مجمع مجمع تم في اختيار هذا اليوم بالذات يكون ميلاد المسيح عليه السلام اذا مش كان معروف في ميلاد المسيح قبل 325 قبل 325 ما كانش معروف وقت ميلاده وانت تم تحديده في مجتمع نيقيا في مجتمع نيقيا تم تحديد ميلاد المسيح كيف في مؤتمر في المجمع نيقيا وجاء موافق للعادة الوثنية الهنانية في الاحتفال بهذا اليوم اللي هو أطول ليل وأقصر نهار وبدأ يتحول لأيش النهار وحتى صاروا يفلسفوها يقول ما هو ميلاد النور ما هو المسيح عليه السلام نور وجاء نور هداية وكاننا أصلا ميلاد الشمس الآلهة الشمس يعني بدو يزيل دي النهار ويقل الليل فيبدو أن الناس اللي كانوا على رأس القساوسة هؤلاء اللي أصلا فيما بعد لما صار تصويت انهزم أريوس الهزم أريوس ونجحوا الناس اللي بيقولوا بالطبيعة اللاهوتية للمسيح عليه السلام إذن وتمنوا العيد المعهود هذا 25-12 اللي معتبين أصلا من الرومان الوثنيين يحتفلوا فيه لأنه مرات في ناس على فكرة بقولنا خلينا نحن رائع عادات الناس وتقاليدها خلينا نرائع عادات الناس وتقاليدها أسهل أنه إيش إحنا خليهم يؤمنوا خليهم يؤمنوا في حين الرسول صلى الله وعلى 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 لما جوا يفوضوا المشركين في أكثر من حادثة أنه تسمحنا بكذا تسمحنا بكذا تسمحنا ما ما كانش يسمح مثلا بعضهم قالوا قال الرسول صلى الله وآله وآله بس ما تهدمش الأسلام إيش ما أهدمش الأسلام هو جاي مش لما يهدمش الأسلام صلى الله عليه وآله لا نهدمها قالوا له طيب مش بإيدينا نهدمها قالهم هاي ممتاز مش بإيديكم نبعت اللي يهدمها وضروري بإيديهم ضروري بإيديهم يعني مش مهمة بإيديهم أما لازم تنهدم وفينا قالوا لو بلاش صلى إيش يعني بلاش صلى آه إلى آخر يعني صار في مذاوضات على فكرة في بعض العقائد تقبل تقبل التنازلات هاي تقبل التنازلات ما هو أصلا كريش من أول يوم عرضت على رسول صلى الله عليه وسلم شو رايك من عندها من عندك يعني من عندها من عندك هذا لما يكون دين رباني بصير شو عندي وعندك إيش عندي إيش هي بيع أو شروع هي هذا حق وباطل فيش مجال فيبدأ إنهم الجماعة قالوا لك طب خلي خلص هو مولد الشمس في 25 مولد المسيح خلي احتفال إيش يدخل ببعضه بصير احتفال بدل ما هو بالشمس وآلهة الشمس بصير احتفال بالمسيح ميلاده أما قبل تتمية 25 ما كانوش عارفين هم إنه 25 ديسمبر 12 إنه إنه المسيح مولود هذا إذن قرر في مجمع نيكيا فبالتالي ما نكونش نناقش المسارى ونقول لهم إنه 25 ولا مش 25 ما هو أصلا قبل قتله 25 لماذا ما كانوش بي 25 وهذا عجية المسألة وخليني أذكركم بمسألة في قضية اللحظة إنه الله سبحانه تعالى لما جعلوا القبلة تقريبا 17 شهر 17 شهر القبلة إلى القدس أو خلنا أشير هيك إلى القدس القبلة 17 شهر بعدين الله سبحانه تعالى رجع القبلة رجع هلالكعبة وإش قال لحظوا إش قال وما جعلنا القبلة التي كنت عليها أن يلي كان عليها قدس إلا لنعلم من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبية بتختبرهم وما يعني لو وجهناهم في الكعبة لو وجهناهم للكعبة ما هم أصلاً طول عمرهم آباؤهم بتوجهوا للكعبة بنبسط على الموضوع ما هو الكعبة والعرب من أيام إسماعيل عليه السلام ما هي الكعبة فبالتالي تيجي قلهم الرسول الكعبة هيك مميزناش مين اللي ماشي مع العدات والتقاليد ومين فحول سمعتاشر شهرين لو قدس لما تم التحليل للقدس سمعتاشر شهرين ببينه هم بتبعوا الرسول وإنه ماشيين على العدات والتقاليد شفت الفرق الآن بين الإسلام وغيره إذاك لا هو القرآن شو قال إذن وما جعلنا القبلة التي كنت عليها اللي هي القدس إلا بس لشان إلا لنعلم ما يتبع الرسول مما ينقلب على عقبية لأنه في ناس يقول لك إيه 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 إحنا نرسل كبيتر قدس طبعي مكة إنت ليش بتطيعون يا أخو تمام إنتي ماشي على العدات والتقاليد هذول لم أجل قالوا لك طب كويس هاي العيد بيحتفلوا في الناس في 25 بيحتفلوا في الشمس والنور والضياء والآخري المسيح فكان ما يجب النسيح تمام هذه القصة طب الآن سنة 1582 1582 لاحظوا لاحظوا النصارى إنه العيد اللي بيحتفلوا فيه كانوا في 25 ديسمبر 12 كانون أول أيام نيقيا 325 لاحظوا إنه مع الأيام شوفوا كم ديش مرق أكتر من 1200 سنة عندك بدك تقيم من 1582 تقيم 325 سنة طب خلال هذه الفترة صار يأتي العيد مش في أطول أطول ليل أكثر النهار مش في هذا اليوم فانتبهوا إنه فيه خطأ فلكي فلازم نعمل تعديل نعمل تعديل لأنه فيما يسمى بالتقويم اليولياني يولياني عن نسمه إلى يوليوس قيصر على فكرة يوليوس قيصر 46 قبل الميلاد يوليوس قيصر الروماني 46 قبل الميلاد وطبق في 45 قبل الميلاد شوفوا اللي طبق تقويم وضعوا بقول إنه سنة ثلاثمية وخمس وستين يوم وربع كانوا ببساطة إذا لحظة ثلاثمية وخمس وستين وربع هذا في التقويم أنه اليولياني فلما ييجي في التقويم اليولياني صارت كل سنة تختلف شوي قديش تختلف شوي عفو 11 دقيقة و 14 ثانية طب تصوروا أنتو كل سنة كل سنة مش قلنا 1582 انتبهوا اضرب أنت عندك في السنة قديش قلنا الفرق 11 دقيقة و 14 ثانية 11 دقيقة و 14 ثانية طب مع الأيام هاي السنين تجمع فجاء البابا اللي اسمه غريغوري وهذا تقريبا بابا رقم 13 اسمه غريغوري أجا عمل الحسبة لذلك يسموه الآن التوقيت بعد ما كان يولياني في اشي اسمه غريغوري شو عمل هذا؟ كان وقتها في 1582 في فرقية تقريبا 10 ثيام في فرقية 10 تيام لحظة الفرقية العشر تيام هاي اضيفت الفرقية عشر تيام اضيفت لأنه يرجعوا يحتفلوا زي ما كان في ايام نيقية 325 و يظل فعلا احتفالاتهم يكون النهار الليل في اطول شيء و النهار في اقصر شيء طيب الكنيسة القرطية في مصر مثلا و مش بس في مصر و باقي الكنائس في أوروبا غيرها ما تفاعلوش مع التوقيت الجديد إلا بتدرج يعني مش كلهم قبلوا إلا شوية 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 اخر شيء في بداة القرن العشرين بعد الاحتلال الانجليزي تقريبا في بداة القرن العشرين في مصر تم التغيير فاتشفوا انه من نيقية لحد ما تم التغيير في بداة القرن العشرين في ثلاثتاشر يوم الثلاثتاشر يوم ما كانوش اللقبات راضيين انتو 25 و احنا منعرف انه شهر 12 قد يشوى 31 ففي عندي هاي ستة زائد زائد سبعة هاي 13 هدول هم 13 فلنا ليش 25 و سبعة لانه ما كانوش الاقباط والأرثوذكس بشكل عام قابلين انهم يعملوا بتحويل اللي يحولوا البابا جروجوري تمام؟ ما قبلهوش فأيام البابا جروجوري عشر تيام ناقصات شوية عفكر عشر تيام ناقصات شوية لكن لما هم في القرية العشرين قبلوا الاقباط او يعني بدأ يكون فيه افرقات كانت مفرقة 13 يوم فهذا هو الفرق على فكرة بين احتفال 25 و سبعة 25 و سبعة يعني في النهاية برجع الامر لما قرروا مجمع ناقيا و ما بديش اخروج معكم في التقويم الان كثير لان هاي ندخل الان في قضايا وهذا حتى التقويم الجريكوري على فكرة برضو فيه خلل يعني لابد من اصلاحه كل فترة كل 400 سنة يضاف يوم كل 400 سنة يضاف يوم منفيدة فنصيل طويلة الان مش موضوعي يعني ما قديروش بالدبط هي على فكرة اذا بدكم السنة الشمسية السنة الشمسية تقريبا 365.2422 مش 365.25 مش 25 2422 هذه الفرقيات الان تقدر تحسبها انت تشوف اه مش من فرقة اه خلاص خلاص بس ليش انا قلت هذا كمان مشان ما نقعدش الناقش انه اه كان في بلح مفيش في بلح اه هو وينت الميلاد مش وينت اه اه هم نكروا لك النصارى انه باقي ملوض فعلا في هذا اليوم ايه مش صحيح هاي اختروها هاي بياننا لكم شو القصة وبلاش نحج الجماعة في الموضوع اه اما هو باقي حدا من انتبه يعني يقيم اليوم اللي انولد فيه باقيين ياما الناس وانتبهين وعارفين له وعارفين تمام مش صحيح مش صحيح طب هذا بالنسبة اذا للميلاد فيه ناس بتعرفوا احنا بنبحث احيانا في العجاز العددي وبدلنا نلاحظ انه التاريخ نفسه التاريخ نفسه انه بنية رياضية احيانا هذا بيشير لك لقضية القبر وكل الله هم مالك الملك فشو مواجهون بيقولوا طب ما هو المسيح على فكرة هم اكتشفوا ان المسيح مولود بعد نشأة روما نهاية روما لما بنيت بدぉ فيها ونحن ماشيين الآن على أنين منين؟ على 754 مع أنه في فرقية 4 سنين على فكرة بين ميلاده الحقيقي واللي ماشي الآن في إذن هل هو مولود في 754 بعد دناء هو ما؟ ولا 750 هم نبتوها عرفوا أنه 750 طب اللي ماشي الآن أنه اللي ماشي 754 طب ليش مغيروا؟ خافوا يعملوا ذا البلاء خافوا يعملوا ذا البلاء خلاص مش مفرقة هالأربع سنين إذن معناته مش مولود هو في واحد ميلادي لكن بديكم تنتبهوا لموضوع مهم أن البشرية الآن هذا البشرية الآن متفقة على أنه هذا واحد ميلادي تمام؟ هذا واحد ميلادي متفقة بغض النظر كان مولود المسيح في واحد ميلادي ولا مش مولود إحنا بهمناش ولا شو اللي بهمنا؟ بهمنا أنه الناس تجمع على مقييس في التعامل يعني لأنه على فكرة كيف تتخاطب البشر كيف تتخاطب البشر هذا مهم واليوم معاملات الناس والآخره والتعريخ وغيره اليوم إحنا مثلاً ألفين وخمستاش ميلادي خلاص هذي ألفين وخمستاش ميلادي طيب ألفين وخمستاش بالنسبة إلى مولد المسيح لا بهمنيش أنا إنه مولد المسيح آآ وينت كان بهمني في نقطة البشر من تقيين عندها بيسموها ميلادي بغض النظر ولد المسيح ولا مولدش بيسموه انتبعتم؟ ليش؟ لأنه مهم جداً إن البشرية تلتقي على آآ مقاييس معينة في كل شيء نحن ذكرنا لكم مثلاً في الكهرباء اليوم بتروح تشتري أنت النبات وأنا تقولي بتركب أي لنبات كانت بتركب ليش؟ لأنهم وحدين لأنهم وحدين المكياس فإن اشتريت من هذا المصنع ولا هذا ولا هذا تركب وإلا مشكلة كان في كثيراً الكيلومتر اليوم خلاص اتفقت البشر على الكيلومتر أصبح الكيلومتر خلاص مؤتمد وهذا مطلوب مطلوب إنه البشر نفسها تلتقي وتتفاهم وإحنا اليوم متفاهمين هما إنه أنا واحد ميلادي ما نخلش إحنا في موضوع إنه ميود المسيح فيه إنه مش ميود بهم ما يفرض ميود قبل عشر سنين من هذا الكلام أو بعد عشر سنين من هذا الكلام مش مهم؟ المهم فيه نقطة نقطة مداية اتفقت البشرية ان اليوم احنا ان نبعد عن هذه النقطة مثل 2015 سنة خلاص ممتاز خلاص بغض النظر الولد دي مسيح او ما ولدش لان الدين بيتمش في هاي القضية وانت يعني ولد المسيح او غيره من الانبياء مش مهم اليوم اللي ولد فيه يعني يعني بهمش كثير ان فهمت هاي القضية لان في بعض الناس مرات يسألونها انه يعني احنا ب2015 اه نعم احنا ب2015 طبعا من اي نقطة من نقطة البداية المتفق عليها بشريا طيب ولد المسيح فيها ولا ملديش ليه 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 ان البشر ملتقين عن نقطة ولذلك سبق قلنا ان الدين اعتبر التلاعب من اشهر هذا زيادة في الكفر انما النسيء زيادة في الكفر لانه هذه مهمة كثير هذه حياة البشر قضية الوقت عنشر الوقت في الحياة وفي الامم المتحضرة الوقت مهم كثير انتو بتلاحظوا اليوم تقدروا تعيشوا انتو بدون ترقيت والانتزامات الناس وكيف بتتوفي انتزاماتها وبعد شهر ولا بعد سنة وفي اي سنة وبعدين تذكركم من الاحداث اليوم لانه فيه تقويم نعرف احنا بالضبط ولذلك سبق اشرت ابو وبرد اكيرا اليوم انو العرب انا ما بعرف انا شخصيا ما بعرف انو العرب قبل ما جيء الاسلام كان عندهم تقويم ما كان عند العرب تقويم انا حسب معلوماتي انا شخصيا والعرب بشكل عام ما كانوا بيعرفوا لا بيعرفوا يكتبوا ولا يحسبوا بشكل عام ايه كل اللي تكتب وبالتالي بيعفوش تقويم وبالتالي اياكموا صدقوا اي واحد قدر عمره في الجاهلية انو معروف بش صحيح بش صحيح لانو فيش تقويم انت بدون تقويم اليوم تقدرش تحسب يعني بيقولون لك وانت توفى فلان نعرفش اللي بتقول لي اي سنة وانت توفى فلان اذا كان فلان هاي توفى ايه بدون ما تحدد سنة الوفاة بتعرفش بعض الناس كن قالوا عشر سنين بعض الناس لا ولا يروه خمستاش يزال ما له عشرون تعالوا نروح نشوف لما نعرف التاريخ التقويم العرب ما كان عندهم وبالتالي انسوكم موضوع اي تقديرات قبل مجيء الاسلام ولما جاء عمر الخطاب ووضع التقييم الهي تقويم الهي قبل هيك انسى انسى شو بتقوله اكم سنة ومش ايسا سنة وهذا عمره ستين وهذا عمره سبعين وهذا هذا كلام ليش كلام ماذا عندكم تقويم كيف تعرف كيف تعرف يعني انتم كيف تعرف انا وانت مولود هيك ما لم ارجع اقول شو اي سنة وعمل الحسبة بس وانا كيف ننعرف انسى لا بعدين ما لما صاروا انتبهوا بنزول الرسالة صار في انتباه وعلى اي حال ما هي هاي القضايا مش مهمة كثير خصوصا قبل عمر الخطاب والتقديم اصلا رسول مهتمش في الموضوع الرسول صلى الله عليه وسلم مهتمش انه انت تقعده تعمله اه يعني تقويم محادي مش هو اللي حدد مش الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ابي بكر كمان ما طيب اما قبير اكم سنة هاي ممكن كان مرات لما بحجه لما حجه اول مرة حجه ثاني مرة اعيده اني معنى انه ليش اني معنى انه يتبع بعد ما صار فيه رسول صلى الله عليه وسلم ممكن بس اياكم الظلم انه هذي تقديرات بتكون دايما ايش دقيقة في عمر الاشخاص خصوصا لما يتولي الزمان نعمين على سريع ايش قصة الاشهر الحرم مش كايندي العرب اشهر الحرم ايا لانه مبني الاشهر الحرم مبنيات على عودة القمر فهم كان يتبعوا الاشهر بس ما كانوش يعدوا سنين كان يتبعوا الاشهر ما يعدوش سنين كمان مرة الاشهر ما هي مبنية على القمر وكانوا معنيين يعرفوا الاشهر انه هذا شهر كذا وهذا شهر كذا طيب مضى سنين ثلاثة سنين ثلاثة سنين ثلاثة هذه ما فيش تقويم بس في الشهر القمري فالاشهر الحرم بيعرفوها وبيعرفوا انت يحجوا بس بيحسبوا اكم حجة هذا اللي بقضوا بيحسبوا اكم حجة انتبهوا هذا يكون في الذهن نرجع فناداها من تحتها كلنا الجهة فناداها من تحتها كلنا الشخص ومين اللي رجحنا انه جبريل ولا عيسى عليه السلام والآن بيبين معنا انه عيسى عليه السلام اللي ناداها كمان شوي كمان شوي عليه السلام فناداها من تحتها اللا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية فاكلي واشربي وقري عينا فسرنا فإما فراين من البشر احدا فقولي اني نظرت للرحمن صومه صوم عن ايش الكلام وهذا في شريعتنا نسخ الصوم عن الكلام في شريعتنا الصوم عن الكلام نسخ يعني ما فيش اليوم ما تقدرش تتقرب الى الله وتنذر وتثاب على قضية انك تصمح ما تتكلمش ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان على المنبر واذا برجل واقف الشمس واقف الشمس سأل رسول صلى الله عليه وسلم من هذا قالوا له هذا ابو اسرائيل نذر شو كاين ناذر هذا ابو اسرائيل لعظه يعني بدون ترتيب مش قضية ان لا يتكلم ان لا يأكل يعني الصيام الشرعي المعروف ان يبقى في الشمس طول الفترة اليوم هذا كله فقال مروه يعني الامر الان يستظل لانه كان ناذر انه ايش يكون في الشمس طول المهار ليش والله سبحانه وتعالى بشرعلك تتقرب ايه له انك لا تستظل يعني اذا امر ان يستظل وامر ان يتكلم وليتم صومه اذا الصوم بتمه الصوم هذا شرعي بتمه اما ما يتكلمش لا يتكلم ما تستظل مش لا تستظل فلا يتقرب إلى الله بهذا لكن في العقائد السابقة واضح انه فيه فقولي وممكن على فكرة يكون هذا منطر يكون هذا مش تقرب بقدر ما هو ايش ايه من اجل القضية بس تالما بتقول نظرت للرحمن صومه معناته ممكن اه اني نظرت للرحمن صومه فلن اكلم اليوم انسية لاحظ فقولي اني نظرت لرحمن صومه فلن اكلم اتقول اتقول ففي عندي هون قول وفي عندي كلام في عندي قول وفي عندي كلام وطبعا الفرق بين هون بدي يكون اه دقيق جدا خلينا اقول العبارة التالية لاحظه تكلم فقال هذه منطقية العبارة مشيك سليمة تكلم فقال طب لو عكستها قال فتكلم تركب لا تركب شمي قال فتكلم لا تكلم فقال هو الكلام في الاصل الكلام في الاصل على فكرة معنى في النفس معنى في النفس معنى في النفس كيف بعبر عنه ان هذا المعنى لاحظه كيف بعبر عنه هذا المعنى باي وسيلة من الوسائل الوسيلة نفس هذه اللي بعبر فيها لما بينظر عني هذا التعبير عن المعنى اللي في داخلي هذا اسمه قول والقول ممكن يكون بالنفذ نطق وممكن يكون بالاشارة بلغ المعنى خذ القول قول اذا القول له صور من صوره اني انا بنتق بلفظ الفاظ مفهومة وعلى فكرة اذا ممكن الانسان يبقى يقول بينه بين نفسه كيف اللي ببقى مثلا هالراعي الراعي ببقى يرعى هالغنامات وقاعد ايش بقول شو يعني بقول بينشد قاعد وغنانه النشيد بقول بس عفكرة ماش عم بيكلم حدا هو وهو عم بيقول بس لما تصير في علاقة مشان ابلغ المعنى شو بصير هذا كلام الكلام بيكون بالنفس فما يصدر عني لما بديو يصدر المعنى الوسيئة هاي اللي استخدمتها لتوصول المعنى اللي في داخلي شو اسمها قلب لكن لما بكون متفاعي مع الناس شو بيكون هذا كلام بجاء شو قالت هاي فلن اكلم اليوم انسية اذا من هي انها تأخذ وتعطي مع الناس فلن اكلم اليوم انسية قيموا كلمة اكلموا حطوا محلها اشي انو علاقة بالقول تعرفوش في اللغة العربية قيم قيم اكلم وحط محلها اشي انو علاقة بالقول شو تقول هاي اذا اني نظرت للرحمن صوما خلاص فلن اكلم اذا هي راح تبلغهم عفكرة انها صايم عبر ايش انشاء الله لا تحكوش معي عادي لغة الاشارة بيعطوها اكتر من الناس بشكل كيف بتأشر انه انا بحكي وخصوصا اذين انه في ناس بتقرب في الصمت الرهبة ما بيجوز وتفاصيل وما يحكوش فخلاص فهموا عليها عطول اذا هي تقول ولكن مش مستعدة تتحدث معهم تأخذ وتعطي انت بس بتقولي يعني بلغي هذه الرسالة انه انا لن اكلم لانه شو ما انا بدك تكلم الان بيسألك وبيتجاوب وبيتجاوب وبيتسألك وبيتجاوب وبيتكلم وبيتكلم وقاعد بكلم اثناء الكلام انتبهوا اثناء الكلام اللي بيصدر عني شو اسمه قول انا بتكلم واللي بيصدر عني قول واللي بيصدر عني قول وهذا القول اذا كتبته انا اذا كتبته انا ممكن يكون فينا بعد هذا كلام خلان على اعتبار ما هو من معاني نفعو باعتبار ما فيه من معاني انا مسجلها في الورقة هذا كلام وهذا قولي. برضو. وهذا قولي. لاني بسنتي في توصيل المعنى اللي كان فيه داخلي. فهي عشرت. لاحظة. فإن ما ترينا من البشر احدا فقولي. كيف بدها تقول الان. بتنمغ المعنى باشارتها. وهذا قول. فقولي. اني نظرت للرحمن صومة. كيف نظر. كيف بقبره في الاشارة عن النظر. وللرحمن. وما بحكيش. خلص هم بيعفو. عليها. اني نظرت للرحمن صومة. فلن اكلم. اذا ما هي بدهاش الان. تتفاعل. مع الاخذ والرد. ويتهموها ويناقشوها. لا انت ما تتكلميش. انت ما تتحدثيش مع حدا. ما تتحدثيش. الشيء هم انه انا. خلص. معناته. لاحظوا الان. ليش. شو بدها تقول هي. شو بدها تقول هي. بعدين. الله سبحانه تعالى. اني يسرمها الان اللي بدي يقول. المحامي. اللي بدي يدافع عنها موجود. تحكي هي ليش. مغام المحامي موجود. تحكي هي ليش. مشيت. اه. اني نظرت للرحمن صومة. فلن. 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 اكلم اليوم. نسية. تمام. طيب. فأتت به قومها تحمله. اذا نوع فكرة. الله قال فأتت به قومها في ناس ظنه انه تحمله يعني تكرار. مش تكرار. لانه ممكن تأتي بالولد باكثر من طريقة. تكون مخبيته. اذا راكب على فرس او على حمار او على جمل بتكون لاففته في كذا مش مبين. تأتي فيه. لكن هي لاحظوا الصورة الواضحة. انه واحدة بتحمل الطفل الصغير. وانا ببعض الاخوة على فكرة سأل في الموضوع. انه طب كيف على طول اتهموها هدول. كيف على طول اتهموها هدول. طب ما هي ممكن اي امرأة ماشية في البلد. تبكى حاملة طفل لأختها لجارتها لكذا. ليش هم اتهموها. هو اي واحدة بتحمل طفل. بتتهموها الناس خصوصا اذا عارفين عنها التقوى والصلاح. هذات بيغتشوا الناس في اللي مش تقي. بس اذا هي تقية ومعروفة واهلها كويسين وتفاصيل. وحاملة ولد. اذا ولد بقرب لها. من اه. اه. لكن لا. مش هيك القضية. القضية يبدو مسألتين. المسألة الاولى انها هي جاي من بره. والزمان بتبتدروا. عندكم مثلا قرى او مدن. وبكون الناس قاعدين خصوصا اذا فاضيين شغل. بعد ما يحسدوا قاعدين ويتسلوا. قاعدين فيها المرة جاي من بعيد. من بعيد جاي من وين. مش من البلد. مش من البلد. جاي من بعيد. بتقرب. 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 والناس قال. وحاملها الطفل الصغير ابن نور. اذا هي اول قضية. لانه. فاتت به قومها. تحمله. هي مش بس اتت. وحاملته. يوم زي ما تحمل الام. زي ما الام تبكو حاملة. وجاي فيه من البر. اولا شو موديها عالبر هي. بعدين. كونها جاي فيه من البر. هذا الان بعمل عندهم ايش. ايش. شو مودي مريم عالبر لحالها. طب مهم تعودات يجوز يسافرين. يروحين مع قرائبين. مش لحالها الوحدة. جاي من بعيد. حامل الولد. هو واحد. هاي اول قضية حلتهم ايش. يبادروا. للتهمة. اثنين. شو المانع انها تكون غابة يوم او ليلة والناس فقدوها. اهلها. حدا شاف مريم يا جماعة. حدا فيكم شاف مريم. هايها في 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 المسجد مش موجودة. في المحراب مش موجودة. يسأل عنها زكريا. يسأل عنها فلان. اذا سألوا عنها لونة او لونهار. وسمة بعدين بشوفوها جاي من بعيد. حامل الولد. اذا افردوا غابة يوم او غابة ليلة. وهسن تنفقد في الليل. او في المهار تنفقد. وينها? وينها? هاي? بعدين ما يشوفوها الا من بعيد. بعد ما كانوا دوروا البلد كلها. ها? من بعيد جاي حاملته. خلاص. هده. هده. اذا مش. هي لو كانت ماشية في طرق البلد. حامل ولد. فيش اشكان. اما غايبة ايه اليوم وليلة. اذا مكانش اكثر. اصلا بقول الحمل بس يكون لو الحمل كان يو أو يمين او بلد اياك ماضيش يصنع خيرت عم الطبيعة. وما لما فاضل عنا الشك عمو ما هيجت فيه وينها حمل الله. فاضل من يدي الشك عمو ما ليش شك عمو ما ليش شك عمو ما ليش شك عمو ما ليش من هاي دي. او مهم زاني او ليش. بالمهم احنا في موضوع التسعة شهر او اقل بتهمناش كثير لان بلتي مكون تسعة شهر ومخفي. مش قضية. لا انها غالبا غالبا عفكرة اللي عاملة عاملة لما بدها تولد. اذا استطاعت انها تخفي انها حامل. لما بدها تولد شو بتعمل? بتطع خارجي البلد. بتروحها محل ما حدا فيه. انت بتكف? بتروحها محل وفقدوها اهلها مش موجودة. يعني يوم يوم وليلة خلصنا. ثم جت في حاملته خلص محلولة المسألة. عرفنا شو رد يدفع لهم السريعة? لانها اللي هي اتت به قومها تحملت. مش اهلها فكرة. مش اتت به اهلها. قومها. اذا هي جاي? مش والله جاي على الدار. لو عند اهلها كان ضبضب الموضوع تعالى لي ادفعوا بينهم وبينا. اما قومها يعني العيون كلها انفتحها على مريم هاها هاي مريم هاها هاي ايه. ايه? حمليات? اه. فانتبهنا الصينة. فأتت به قومها تحملوا. قالوا يامرفين. لقد جئت شيئا فريا. الفري الفري ممكن يجتمع فيه المعاني التالية لاحظوا هي ما أتت ببهتان لأن البهتان غالبا بيكون يقصد فيه طرف معين زي مرة برده متزوجة وتقول هذا ابن زوجي وهو مش ابنه هذا بهتان بتتلزقي لزوجي هاي الآن مش متزوجة مش راح يعني تنسبوا لحد مش موضوع البهتان هون هون موضوع الآن لقد جئت شيئا فري إيش الفري الفري لحظوا بيجتمع فيه ممكن المعاني التالية أغلا إشي كبير كبيرة من الكبائر وإشي عجيب بالنسبة لإيش إشي عجيب بالنسبة لعادات المجتمع وقيمه يعني هذا الفعل منبت عن قيمنا منبت وهذا بدلك على أنه مجتمع بشكل عام أيوة كان يعني متماسك يعني كأنها هي ما قامت فيه إشي بعيد عن قيمنا بعيد عن إشي عجيب إشي كبير وبعيد عن القيم هذا بشكل عام لأن الفري فيه معاني من ضمنها الاختيار والقصد ومن ضمنها القطع بس الآن مش موضوع طب إيش القطع مع إيش هون هون الانبتات الانبتات عن قيم اليجتمع إشي اللي جلت له هذا إشي عجيب كبير منبت عن قيم قيمنا بها طريقة لذلك شو قالوها لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك ما أسوء وما كانت أمك بغية هذا على قضية إيش إنه هذا الكلام اللي جيت فيه ينبت عن قيمنا من أصله وأصلا أهلك مش هيك هم أنت كيف بتأتي بإشي بعيد عن قيمنا وسبقت إنه خدنا في موضوع يا أخت هارون بدناش نكرر عليكم يا أخت هارون برجعوا اللي بدهم موضوع أخت هارون برجعوا لدرسة بقى في الموضوع يعني تحدثنا في أخت هارون بالتفصيل ليش قالوا لها احتمالات يا أخت هارون ما كان أبوك مرأسه وما كانت أمك بغية فأشارت إليه يعني هي بداش تكلمهم أصلا هي بداش تكلمهم أصلا معناته شو بتتوقعوا يكون إشارتها إليه واحد من سنين يا أما بتقول له أنا بحكيش معهم معناته فعلا هو اللي بتحدث معها وإنت فما ذاها من تحتها هاي أما جربته مش كان متكلم معها وقلها فإنما ترينا من البشر أحدا فقولي إن نظرت الرحمن صومها مش هو قلها خلاص فذلك هو اللي قلها هو اللي قلها ولذلك أشارت إليه لو ما كانش في تجربة سابقة إليها معاه في الكلام ليش أشارت له لو جبريل يقلها فإنما ترينا من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صومن فلأ نكلم اليوم إنسان إيش عرفها إنه واحد تكلم إيش عرفها إنه رح يتكلم عيسى عليه السلام شو عرفها خلاص إذن هو فعلا من ناديها فناداها من تحتها فناداها من تحتها ألا تأذني خلاص طمام هنتهى الموضوع خلاص هل كنت جاي فيه وبتحمله شو يعني بتحمله مش ساعة لأصلا بتحمله لأنه إن أعمل أعمله شو بتأمل بتخبيه طب إنتوا فكروا هم هم قومها هو اللي جايب إيشي يعني بيخزيها بتأمله طب بتخفيه بطريقة أو بأخرى بحيث ما شوفوش إذا حاببته يعني أما إنتبهتوا دلالة فأتت بي قومها تحمله يعني جهارا نهارا مش خالفة هايو هايو لأنه هو أصلا متحدث معها القائلة بتقولي هيك ولذلك هو إذا ما عندش موضوع جبريل عليه السلام أصلا في تفسير فناداها من تحتها انتهى خلصنا أصلا مش مذكور في النص سابقا كما قلنا فأشارت إليه كيف أشارت له إما قلت له لعبها يعني إما بتشير يعني أنا ما تحكوش معا يعني خلص سألوه يا ألو هي صارت تأشير إليه يحكي لهم لأ أنا بدشت تحكي معهم تأشير إليه يحكي لهم يالا مش هو وصاها فأيضا فأشار ودينا بلكم فأشارت مش فأشارت له فأشارت إليه يبدو لحكي أصح كان معهم كيف الأصح يبدو أنه لي حكت معهم لأنه كيف نكلم لا ولا ما تقولهم لما تأشيرهم أنهم يتكلموا معا هذا الأصح أه يتأشيرهم أنه يتكلموا معا أو أنت بطريقة سواء إنهم أشارت أنا تحكوش معا ها 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 مش أو أو أنت أو هل ها انتبعت كيف ففيهموا الإشارة هم إذن هم فيهموا إشارتها كيف الآن هم بدووا يتكلموا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا قال إني عبد الله هون قد يش معنا طيب هون في شيء ملفت في صورة أو لافت يعني في صورة مريم إذا ما قدرناش اليوم من نتكمل إن شاء الله فيما بعد المسيح عليه السلام إذو في حياته ثلاثة إعلانات أعلن إعلانات ثلاثة هذا أول إعلان والإعلان والإعلان اللي أعلنوا هذا على فكرة الإعلان اللي أعلنوا فيه تفنيد لأي ادعاءات مستقبلية من نسبة إنه كون إله إبن الله والتفاصيل تمام إذن أنت قل الله سبحانه وتعالى بما يرد على كل ما سوف يكون في المستقبل من إدعاءات والعجيب إنه عند النصارى هذه الحادثة مش موجودة مش موجودة مع أنها يفترض تكون إيش الحادثة هاي بارزة لأنه أصلا بدهد به لأنها وقته هذا هذا الكلام يبدو يقوله المسيح عليه السلام بده ينسف العقيدة المسانية الجديدة ينسف نسف قال إني عبد الله إه عبد آه يبدو أذن طيب نكمل إن شاء الله نكمل إحنا ممكن مسيرتنا شوية طويلة مع مريم وذكرية عليه السلام وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين وبرك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إذن نستمر في التفسير كنا في الدرس الماضي تحدثنا في قصة مريم عليه السلام في سورة مريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر في الكتاب مريم تحدثنا في واذكر في الكتاب مريم تحدثنا في ممكن إيش ممكن يكون معنى يسم مريم تحدثنا في هذا الجو إذ انتبذت تحدثنا في معنى الانتباذ إذ انتبذت من أهلها طب ليش من أهلها مكانا شرقيا شو ممكن يكون احتمالات شرقي إذا بدنا نفهم فاتخذت من دونهم حجابة من دون أهلها حجاب وكنا متحدثين في معنى حجاب فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا إذن من هون فأرسلنا إليها وبعدين قلنا شو احتمال ليش تكون هي يعني اتخذت حجاب ووافقنا على بعض اقتراحات المفسرين انه في احتمال انها كانت بدها تغتسل وإذا كانت بدها تغتسل من الحيضة زي أي امرأة والغريب والغريب انه في قلة من المفسرين قلة قلة من المفسرين قال يعني انه مريم بتحضش مطهرة شو لشو الفطرة السوية للمرأة السوية بتحض ولا بتحضش وين الاشكال طب إذن هل من ضمن معاني يا مريم وان الله اصطفاكي وطهركي يعني من الحيض بتجدوا كلام بس هذا كلام إلو إلو وزنه عند المفسرين لا ما قالوش وزنه عند أهل التفسير إذن هي ممكن تكون بدها تغتسل من الحيضة وإذا بتذكروا كنا بس الآن بدناش نركز كنا قبل الولادة آه قبل الولادة الحيضة الحيضة يحج 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 آه هو وغالبا بتكون معناته في بداية التبيض يا عماد طالما انتهت الحيضة إذن فيه تبيض بسير والقة بلشت بلشت تنضج في المبيض أيوة هذا عند النساء مش إشي يعني حدي ممكن بعد الخيطة ما بتخلص تكون البيضة طلعت أو تتأخر يومين إذن بتكون المهم بداية التبيض والبيضة يعني جاهزة تنضج في المبيض وبتخرج هذا مش مضبوط عند النساء مش مضبوط أيوة بتختلف إن امرأة لا امرأة إنما هذا هو البدايات وكون وكنا اقترحنا وهذا موجود في كتاب سياحة الفكر إنه ممكن يكون معنى المسيح يعني الممسوح فعيل بمعنى مفعول كيف قتل بمعنى مقتول وجريح بمعنى مجروح ومسيح بمعنى ممسوح واقترحنا في حينه إنه ممكن يكون حتى يكون ابن مريم حتى يكون ابن مريم بدون ذكر إنه حصل مسح ومبين بالضبط إيش المسح اللي ممكن يكون حصل في واحد من XX في بوايدة المرأة أو كيف إنه ممكن يتحول لذكر هذا كلام إحنا متحدثين فيه إنه معناته ممكن خلقه كيف تم عن طريق المسح وهذا أنا أبينه شوية في مقال في كتاب سياحة الفكر سياحة الفكر إذن هو ممسوح إذن هو وبالتالي ابن مريم ابن هاي فعلا عملية مسح بدون ذكر إذا كان اليوم الناس الاستنساخ صاروا قادرين عليه البشر بدون ذكر بشيك قادرين عليه ويبدو إنه فيه طريقة أرقى اللي هي المسح المسح هذا سبك أشرنا له وعطينا شوية تفصيلات في مسألة المسح اللي ممكن يكون حصل لأنه كما قلنا إذا هي بدأت يغتسل ثم هو ملك والعجيب إنه الناس بيظل عندهم الحساسية سبحان الله يعني كثير المفسرين بيبتعد عن إنه يقولوا إنه النفخ حصل في الفرج مع إنه القرآن نفسه واضح في الموضوع أحصنت فرجها فنفخنا فيه طب فيه بتتناقض مع فيها لا فيها فيها لكن أين أين النفخ الطاقة هاي الطاقة اللي بجوز نفخة من أجل أن يكون فيه عملية ماسح واضح الكرآن بيقول في أرجح ليش إحنا مستحيين ليش هو الملك إلو مشاعر البشر ما هو ملوش مشاعر البشر الملك إحنا مستحيين ليش بشك أشي عجيب البشر بظل هم حساسين من جهة هذا الأمر ممكن تكون هي ترياني على وجود أو تبثل هذا الروح إلها لأنه ستريل أعنها رجح في الطار في رعاية جايين 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 يا شيخ جايين إحنا قلنا أنه كان فيه بشرة سابقة وبالتالي ما فيش داعي نخلط بين القسطين ما وردت في ما ورد في سورة آل عمران بينا أنه يختلف عما ورد هون لأنهم كثير مفاسين بيخلطه وبتصوروهم قصة قصة الأولى كان فيها بشرة بشرة إلها وبيناها بالتفصيل وهون لا هون تمثل تمثل إذن خليني أوقف شوي هون أغطي شوي بعض أسئلة بعض الناس في موضوع قلنا إنه هي يبدو إنها من نسل هارون لأنه إم زكريا عفا إم يحيى عليه السلام زوجة زكريا وانتو بتعرفوا إنه حسب الحديث الصحيح إنه عيسى عليه السلام وعيسى وبيحيا ابني إيش الخالة إذن من جهة الأميات وبالتالي طالما إنه في منصوص عندهم عند أهل الكتاب إنه زوجة زكريا عليه السلام كانت من نسل هارون اللي هي زوجة عمران يعني عفا أختها زوجة عمران إذن هي إم يحيى عليه السلام من نسل هارون طب أختها اللي هي زوجة عمران ذاتكم نسل هارون بنصه في الأنجيل على إنه المسيح من نسل داود المسيح في الأنجيل وسبق قلنا إنه الأنجيل قبل مجمع نيقيا سنة ثلاثمية خمسة وعشرين ميلادي كانوا أكثر من مئة إنجيل أكثر من مئة إنجيل واجتمعوا الكساوسة في قصة مشهورة واختاروا أربعة وحرموا الباقي وحرقوا الباقي وتفاصيل هذا بكروا فيه تمام هما هذا واحد فالأنجيل الأربعة الموجودة حاليا هما بقولوا إنه المسيح من نسل داود طب ممتاز كيف بينولنا إمه واضح إنها من نسل هارون كيف يعني مريم عليها السلام كيف يعني هو من نسل داود الآن بتستغربوا إنه هما عندهم إنه مريم كانت مخطوبة لواحد اسمه يوسف النجار وبقولوا بقولوا ديروا بالكم بقولوا إنه كانوا العادات عندهم بخطوب سنة بعدين بتزوج يعني بعدين بدخل بخطوب سنة خلاص بتنحسب إله فكان وقتها إلها خطيبها بسموه رجل مريم هما اسمه يوسف النجار طبعا هذا ممكن يكون على فكرة مخترعة ليش مخترعة مشان قضية تاي إنه هذه العذراء التي جاء العذراء اللي جاءت بولد يعني مشان يبعدوا برضو عنها التهمة تماما ما هو كان لها خطيب على أي حال مش قضية يعني ما فيش داعي روح ذهن لناس أبعد من خلاص في شهادة إنه هي عذراء وعندهم وعندنا هو من طبعا هما بيقولوا إنها وجدت حبلة من الروح الكدس وجدت حبلة من الروح الكدس مم مقبول كيف يعني حبلة من الروح الكدس مش هيك طيب وإنها خطيب يعني محسوب عليه خلاص انتهى إلى درجة إنهم هما لما بدهم يذكروا نسب المسيح نسب المسيح بيبدأوا بيوسف النجار طب إيش دخل إيش دخل ويبدو قصة هاي إنه اليوم المرأة لما تتزوج تنتسب لمين لزوجها كنه هذا أساسها مش هيك لأنه ما نأخذ من الجماعة في عدتنا وتقاليدنا حتى النسوان عندنا اللي بيظلك كلك المرأة وم المرأة بيقبلن هاي الشغل بيقبلوها إنه تنسب لزوجها طب ليش تنسب لزوجها لماها هاي بيعدوها شي يعني إهدار لكرامتها لأنها جايتنا من الغرب العادائي عشان جايتنا من الغرب فيش اعتراض عليها تمام تنسب لزوجها المهم فهم الناس بين مريم لمين لا يوسف طيب ممتاز وليش بدكم تنسبوا طيب المسيح لا يوسف من جهة الأمة هو ينسب للأب الواحد وما فيش أب خلاص يوسف وفيه إنجيلين بذكروا هذا النسب اللي هو بيبدأه من يوسف إنجيل بيسموه متة الإنجيل الأول والإنجيل الثالث اسمه لوقة متة ولوقة الأول يعني أربعة الأول ولا الأول فيهن انتبهوا لتدققوا معي الآن طبعا هون لازم تعرفوا أنهم بيعتبروا أنه هذه الكتب معصومة من الخطأ لأنها يعني فيه إشراف رباني في الموضوع طب بنا نشوف الآن إنها معصومة من الخطأ وهدول معصومين من الخطأ اللي بيكاتبين الأنجيل ما هم على فكرة الإنجيل بروايتي متة الإنجيل بروايتي ماركوس الناس بقولوا ماركوس وما ماركوس مش قضية الإنجيل بروايتي لوقة بروايتي يوحنة رواياتهم الآن مش موضوعنا هذا بس بدنا نأخذ النسب الآن لأنه فيه ناس قالوا طب ما هو المسيح من نسل داود لا إحنا كنا متحدثين لا مش صحيح ما هوش من نسل داود إنما هم من نسابه لا يوسف النجار اللي هو من نسل داود بقولوا هم لا يوسف النجار طيب نيجي لمتة متة بقول إنه يوسف هذا أبوه اسمه يعكوب لوقة بقول أبوه اسمه هالي بس اتنين إنه سبع في كان واحد يوسف النجار اسم أبوه هذا في متة اسم أبوه يعكوب وفي لوقة شو اسم أبوه هالي ما بدنا نفهم هو أبوه هالي ولا أنا بحلها فكرة إذا بدهم كيف مرات الرجل بكون له اسمين بحصل ولا بحصلش صلاح الدين الأيوبي ويوسف بن أيوب بصير ولا بصيرش ممكن هيحلنا لهم إياها قولوا هذه خلاص أتماش جزان الله خير الآن لكن يا محترمين لما بتيجوا بتمسكوا النسبين بدي أمسك الآن من باتنين في الإنجيلين من يوسف النجار لعند داود عليه السلام 14 اسم كله تمام كله تمام زي بعضه كله تمام زي بعضه 14 اسم من يوسف النجار لداود عليه السلام تمام 14 اسم بعدين نحظه شو بصير عند داود واحد بقول سليمان والثاني بقول ناثان ما هو سليمان كان له حسب ما بقوله هم ابن اسمه ناثان عفوا داود يعني داود عليه السلام فيه إله ابن اسمه سليمان وفيه ابن اسم ناثان وفيه ابناء تانيين كمان اسمها ثانية هلقت هون عند داود شو بصير في إنجيل من أنجيل سليمان في الإنجيل الثاني شو بصير ناثان خلاص إذن هالي هاي مش باقي غلط قضي مش اسم لاثنين هاي هالي قضي اسمين لواحد لا لأنه بدأنا رحنا واحد في إنجيل راح لنسل سليمان وإنجيل راح لنسل مين طب لما يوصلوا لعند إبراهيم عليه السلام أكم اسم بكون عند متة بكون أربعين وعند لوكة بكون أكتر من خمس وخمسين أكتر من خمس وخمسين يعني في فرقية خمستاشر ستاشر إسم بين لوكة وماتة إذن هذه معناته هالي ويعقوب لا لا مش اسم مش اسمين لشخص واحد لأنه في عندنا اختلاف نبدأ من عندنا ثاني ابن داود ولا من عند سليمان ابن داود ومن هون بيبدأ وبتجد واحد فيهم أربعين اسم عنده الثاني أكثر من خمس وخمسين ليش بقول أكثر؟ لأنه في لها شغلين ثم يتناقضوا في بعض النسل واحد منهم مع التورا مع الأهد القديم أو مع الأهد القديم أو التورا إذن هم بيعرفوش إذن هم بيعرفوش إذن وين العصمة هاي؟ وين العصمة؟ وين العصمة اللي بتقولوها؟ بعدين لفت انتباهي بدي تفتح إذنكم لفت انتباهي قضية مهمة في إنجيل لوقة وهو يذكر للنسب شو بقول؟ لوقة على فكرة متى بوقف عند إبراهيم عليه السلام لوقة بيستمر لآدم متى؟ بوقف عند مين؟ إبراهيم بعطيش بعد إبراهيم عليه السلام لوقة بيستمر بعد إبراهيم بوصل لآدم أنوش ابن شيث ابن آدم هي بيبدو بمين؟ يوسف ابن هالي يوسف ابن هالي ابن 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 داود بعدين ابن إبراهيم بعدين ابن أنوش ابن شيث شيث أو شيث مش قضية لحظوا ابن آدم ابن الله موجودة إذن مش المسيح إبن الله هذا آدم دكوكم معاي لأنه أنت بتقولوا إنه ابن ابن يوسف ابن هالي ابن 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 حتى نوصل آدم إيش موجود ابن الله هاها هذا كنه كاينين على فكرة اللي بنعرفش أبوه يعني اللي مش أبوه بشري شو بنسبوه لأله فآدم هو أصلا ما هو ابن الله يعني شو يعني ابن الله خلق الله يعني ملوش أبو خلص مين بنننسبو إحنا ملوش إذن المسألة مش مسألة البنو والمعهد معناته أنتوا بتحرفوا معنا البنو وهي بتقولوا آدم ابن الله إذا آدم ابن الله والمسيح ابن الله إذن كلنا ابن الله وهم بقولوا أصلا في دعائهم أبانا الذي في السماء أبانا هيك بدعوه هذا أشهر دعاء عندهم كلهم بقولوا أبانا إذن معناته مفهوم الابن والأبوة كيف مفهوم الرب مثلا مرات تطلق على الخالق ومرات تطلق على السيد أو كذا الرب ارجع إلى ربك فاسأله ما باله النسوة التي فانتبهتوا إذن ابن آدم لحظة ابن أنوش ابن ناشيث ابن آدم ابن الله إذن معناته هذه قضية ابن الله ممكن يكون مرات استخدامه وطبعا كيف ترجموها عن اليونانية وشي هي في اليونانية ومن هون بتدخل مصارة التحريفات في قضية البنوة بنوة محبة ولا بنوة خلق ولا بنوة بيولوجيا مش هيك هذه والغريب أنه يعني انتبعت لها أنا من مدة سنة أو أك تقريبا بس ما حدا بطرقها طب ما هي موجودة هي موجودة في إنجيل لوقة تمام وإن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم آه جميل بدي أوقف فيكم شوي بهم مش على محطة هون إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم هدول مثلهم زي بعض خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون والعجيب هون في إشي جميل في موضوع العدد بس في طبعا مش أشرح الآن في مفهوم العدد في إشي جميل كيف التماثل بين آدم في العدد القرآني تماثل بين آدم وعيسى مثل عيسى والد في القرآن 25 مرة آدم في القرآن 25 مرة تمام وفي القضية الفلانية وفي القضية الفلانية في تفاصيل لطيفة مش هذا موقعه لكن هي معادلة جميلة جدا إذا بشوفوها أنا شارحها شارح جزء منها في اليوتيوب موجود في قضية ثلاث محاضرات حول الإعجاز العددي في القرآن الكريم الإعجاز العددي في القرآن الكريم واحد منهم فيه شريح هذه إن مثلا عيسى عند الله بيشوفوا التماثل بس اللي بدي ألفت انتباهكم إليه الآن هون أنا سبق ذكرت لكم موضوع الجمل الجمل وأن العرب قبل الإسلام بأكثر من 1600 سنة كانوا بيعطوا كل حرف من حروف الأبجد هوز قيمة عددية قيمة عددية طيب الآن هذا سبق الله خليني هون في الآية هاي فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال لاحظوا إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا أنا رسول وجاي بدي أهبك وفيه طبعا قراءة إنما أنا رسول ربك ليهبا لك لأن الواهب الحقيقي مين خصوصا إنه إنه هذا مجرد رسول تمام إذن ليهبا لك ليهبا لك كراتين يقرأهم الرسول صلى الله عليه وسلم لاحظوا إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا هذه الآية في غيرها في القرآن لحظة خلق عيسى عليه السلام جسد وروح في غيرها ما فيش وفي عنا في آل عمران إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب في موضوع خلقه ثم قال وهذه اللحظة اللي تم فيها إيش لأهب لك وأهبها إنما أنا رسول ربي لأهب لك الجميل في الموضوع إنه هذه الآية ترتيبها في المصحف من بداية الفتحة هي الآية 2269 2269 ومن نهاية المصحف ترتيبها 6236 ناقص 2269 تمام هذه الآية ترتيبها من بداية المصحف 2269 ترتيبها طبعا من نهاية المصحف ناقص ناقص 6236 عدد الآيات ناقص 2269 بطلع ترتيبها من هون وترتيبها من هون شو رايكم إنه المسيح عليه السلام ذكر في القرآن الكريم بالأسماء التالية ابن مريم ولما ضرب ابن مريم ومرات المسيح لحالها مرات عيسى لحالها مرات المسيح ابن مريم مرات عيسى ابن مريم والمسيح عيسى بن مريم الاسم الثلاثي أكم صيغة إذا في القرآن للمسيح جمّل هذول زي مهم مكتبات في المصحف جمّل هاي الصيغ 2269 اللي هو ترتيب الآية 2069 فإذن هذه الآية اللي وهب فيها كان ترتيبها في المصحف كم اسماء الغلام الزكي إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكية هذه الآية شو ترتيبها في المصحف 2069 وهي جمل الصياغ الست لإسم المسيح كما هي مذكورة في القرآن طب من آخر المصحف 6336 ناقص 2069 هذا هو جمل شو يعني جمل يعني عوضه مكان كل حرف قيمته الشي اللي بدأ قرأه إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون جمل الآية هاي من نهاية المصحف لا الآية هاي وهو انتقل لكن أصلا وانتقل لكن في هذه الحاجة إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكية كن تمام كان طبعا هذه بس تحريض لكم ترجعوا للمحاضرة وتشوفوا التفصيل اللطيف في موضوع العدد العدد القرآني وإن الجمل فعلا موجود له أسرار الجمل موجود له أسرار الجمل اللي اخترعوا العرب ولكل الأمم أخذتوا من العرب مش زي ما بعض الناس بتصور إنه ما استورد لا ولذلك لما نزل القرآن كان القرآن كان لغة العرب الجمل هذا من لغة العرب بلسان عربي مبين أصلا طيب المهم مش موضوعنا العدد طيب فالآن هي فيها الوضعية هاي اللي انتوا عرفتوها فتمثل لها بشرا سويا فأرسلنا إليها خلينا قبلها فأرسلنا إليها روحنا لحظتوا التكريم وفي عبادنا مش هيك روحنا خلقنا اللي هو مش قضية كله منسوب إلى الله فأرسلنا إليها روحنا من هو روحنا الأرجح الأرجح في التفسير إنه جبريل طيب ليش جبريل عليه السلام لأنه أصلا ورد مثلا قل نزله روح القدس مش هيك قل نزله روح القدس نزل به الروح الأمين وصف الروح الأمين ووصف الروح القدس تنزل الملائكة والروح فيها والروح فيها وعلى فكرة هون خلينا نوقف أنه احنا تحدثنا في الروح طويلا بس على ما يبدو إنه موضوع الروح موضوع الروح اللي سبق وقلنا إنه فيه حياة وفيه روح من مظاهر الحياة النموة تكاثر من مظاهر الحياة النموة تكاثر كيف تعرف إنه هذا الجسد فيه حياة بن مو بتكاثر طب كيف تعرف إنه فيه روح إدراك وحركة إرادية إدراك وحركة إرادية مع أنه فيه روح طب والكائنات هاي الخصان والحمار والقطة فيها روح طبعا وإحنا في لما بحثنا في أكثر من درس في موضوع الروح فصلنا في هذا المساعدة طبعا ولكن يبدو الأرواح نفسها مستويات ودرجات لذلك أرسلنا إليها روحنا تشريف هذا ولذلك هل هو جبريل عليه السلام ولا انتبهوا الآن ولا في من أعظم خلق الله كائن هو هو ذاته الروح هو الروح ممكن يكون هو نفسه جبريل لاحظة ممكن هو نفسه لأنه كثير بذكر الله الملائكة والروح الملائكة والروح وإحنا بنعرف جبريل ملك وبذكر تنزلوا الملائكة والروح فيها يعني الروح جبريل ولا ولا الروح هذا مخلوق مخلوق أشرف مخلوق الروح والآن بنشوف شو ممكن يكون وظيفته يعني عالم الإدراك هذا لأنه قلنا مظاهر الروح إيش أهمها الإدراك تصوروا تنزل الملائكة والروح هذا اللي هو عالم الإدراك الصافي اللي الله خلقه مخلوق مخلوق تمام يوم يقوم الروح لحظة يوم يقوم الروح والملائكة صفة يقوم الروح والملائكة صفة جبريل ولا مخلوق هو الروح الروح يعني كاملة روح كله بس روح إحنا مثلا جسد ونفس نفس روح فيها بشك روح تمام لكن لاحظوا يوم يقوم الروح والملائكة صفة الروح وخصوصا قلنا من مظاهر وجود الروح إيش الإدراك الإدراك عالم الإدراك وإيش هذا هذا العالم إيش آه يسألونك عن الروح كل الروح من أمر ربي وما أتيت من العلم إلا قليلا إذن عقلنا يبدو لحد الآن علومنا ما بتوصل إحنا يبدو نعرف قضية المادة هاي والمادة قاعدين بنبحث فيها وكل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق بنقدر لكن هذا الروح يبدو وهي العلم اليوم متواضع اليوم العلم متواضع لا يستطيع أن يعلم ما هو الإدراك حتى الحياة مش عارفة ما هي الحياة سر والإدراك سر الحياة سر والإدراك سر ثاني والروح إذا بتلاحظه الروح تبث في الأجسام الحية أولا بتكون حية أولا ثم تبث فيها الروح ومن اللي بيحضر الروح ملك فلذلك فأرسلنا إليها روحنا تشريف إذن هذه الروح إيش الأساسية العظيمة هذه الروح فتمثل لها هذا الروح إذن هو خلق فتمثل لها إذن مش فتمثل دقكوا معي مش فتمثل فتمثل لها إذن هي شافته مش هو على الحقيقة صار بشر ممكن كمان مرة يعني هي رأت مثال البشر طب هو خرج من الروح هذا خرج من كينونته إلى الكينونة البشرية الآية تقول شيء لو قال تمثل بشر سويا أو تجسد بشرا سويا لا فتمثل لها إذن هي طب كيف بخليها كيف بخليها تشوفوا بشر سوي الروح لاحظوا لاحظوا فإذا سويته ونفخت فيه من روحي إذن معناته على فكرة هذا الروح الخلق هذا منه النسمة اللي فيكم منه منه يعني الله خالقه الروح وهذا بيأتي بيعطي بيعطي منه لأهب لك لأهب لك لأنه المسألة منه هو ليش لأنه هي ونفخت فيه من منين النفخ بدكون روح روح ونفخت فيه من روحي فأرسلنا إليها روحانة إذن إذن هي منه هذا الروح اللي نحن مش فاهمينها من من الخلق الأعظم اللي هو إيه الروح قد يكون جبريل أو غيره أو غيره خلق الروح هذا عالم الإدراك عالم الإدراك منه يرسلهو منه وأما أنتو أنتو كنو الملائكة بتأخذ منه وبتيجي بتنفخ لأنه يرسل الملك بشيك الملك بيجي بينفخ منين جايبها الملك جايبها من الروح جايبها من الروح انتبهتوا كيف أيوة إذن هو شيء من مخلوقات الله ويبدو أنه تتجلى فيه لأنه لحظه أعظم شيء هو أصلا أنتو شو ميزدكم أصلا ميزدكم الإدراك أنتو كبشر شو ميزدكم الإدراك حتى باقي الكائنات الحية ميزدها وترتيبها حسب إدراكها هذا عالم الإدراك والعلم والتفاصيل هاي كلها اللي الله خالق هذا القينونة اللي إحنا مندريه إحنا منعرف المادة منعرف المادة أما هذه لا نعرفها حتى لحد الآن وإحنا متأكدين من وجود الروح ما منعرف شيء ما منعرف شيء ولذلك وصف بعض الناس إنها جسم نوراني وروحاني وكذا كلام شو جسم شو جسم هذه جسم في عالم المادة هذا مش مادة هذا خلق بس مش مادة أنتم متعودين على أنه في خلق مادة أما ذاك خلق آخر وهو عالم الإدراك والمادة اليوم إحنا منقيسها وتفاصيل ومنجري عليها أبحاث وكذا أما نروح إنسى إنسى مندريش هذا اللي بحكي معكم مين اللي بحكي معكم مين مش عارفين طب متأكدين إنه بحكي معكم آه بس مين ما منعرفش ما منعرفش شو هو هذا تمام طيب انتبعتوا فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فأرسلنا إليها روحنا إذن منه منه إذن إله دوره يعني هذا الخلق أعطيهم منه بيجي بعطينا آدم مما أعطاه الله ثم كل ما بواحد فيكم بدون ولد قبل ما ينولد في مرحلة معينة حسب الإحاديث الصحيحة بيأتي الملك معاه هذه الروح اللي منه اللي منه تأخذ منه ها فأرسلنا إليها روحنا فتمثل إذن جاي يعطيها هو يعطيها منه منه لعمل رباني يعطيها منه روحنا هاي تشريف ها فكرة تشريف لأنه الأرواح قلنا إيش مراتب الأرواح مراتب تمام وحتى أنتوا على فكرة حتى أنتوا بعد ما الله يخلقكم وتتربوا على الإسلام والتفاصيل بتصير عالم النفوس عندكم عالم راقي وفي ناس بتدلوا وبصيروا شياطين إذن المسألة فيها ها بس منتفيش الإدراك بيظلوا إدراك إدراك وتفاصيل ها لكن في النهاية بتخرج هذه الروح بتخرج بصفة نفس خبيثة ولا طهرة تفاصيل تفاصيل مجهور فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها مش فتمثل لها إذن هي شو شفته بشرا سويا لأن يجي بشر لأن يجي بشر بشر فيه مسألتين مسألة الظهور الظهور ثم الجمال الحسن والجمال إذن ليش سمي البشر بشر هل كنت هذه بشرة ولا مش بشرة لأنها هي الظاهرة من الجسد البشرة بشرة لأنها ظاهرة من الجسد ولما تستبشروا هيك وتضحكوا وتنبسطوا هذا نوع من الجمال تمام إذن البشر بشرة فيها المعنيين هذول الظهور ثم الجمال والحسن والجمال هذول قضيتين إذن ليش مسميين إحنا بشر لأن بين الكائنات كلها مين اللي ظاهر شأنه وشكله جميل نحن البشر بشيك ولذلك شو قال فتمثل لها بشرا إذن معناته في صورة جميلة جدا ظاهر لها شوفوا تمثل وظهر في صورة جميلة ما قالش ظاهرها تمثلا لها إنسانا لأنه الآن بده يتكلم عن صورته شو معناه تسوي أصلا سوي يعني تام الخلقة كبشر تام شو معناه تسوي تام الخلقة كبشر تام ولما وصف بشر لأنه كل البشر فيه معناه ظهور مع حسن وجمال ظهور مع حسن وجمال هذا البشر وذلك الكرآن مرات تجي دي بقول بشر معناته شوف السياق السياق إنه علاقة بالظهور إنه علاقة بالجمال الحسن ومرات بقول إنسان يا أيها الإنسان لما بخاطبوا إنسان إيش عن إنسان طب نيجي لإنسان ومرات بقول ناس نشوف شوفنا بشر يعني شوفناكم قصدي طب نشوف إنسان إنسان من الأنس من الأنس إيش الأنس هذا المخلوق الله خالقه اجتماعي يعنس بعضه إلى بعض مش وحشة يعني ضد الوحشة الأنس ضد الوحشة تمام أو نقيد نقول نقيد الوحشة الأنس ولذلك الإنسان بقوله عنه كائن اجتماعي مش بقوله إنسان كائن اجتماعي وين بجد نفسه وذاته وراحته وأنسه ولذلك إذن إذا قيل إنسان فهو من جهة الأنس والألفة والاجتماع والاجتماع يعني كائن اجتماعي وذقيل بشر من جهة خلقه ظاهر وجميل وحسن المنظر تمام؟ بالنسبة لله الكائنات الأخرى خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ها منيحة ها منيحة هاي في أي صورة إنه نفهمها في ناس بعجبهم مش شكلهم طب ما الله ركبك هيك وخلص انتهى أكيد إلى حكمة ليش مش عاجبك في أي صورة ما شاء ها ركبك هو ركبك هيك انت مش راضي إنه ركبك طب ما ركبك بجزء لو ركبك جميل جدا وروحت فيها مع الغانيات والتفاصيل من كثر ما ها كان بجزء يا ما ناس هلكوا بجزء الآن في النار من هالشغلة هاي بجزء صير يلطم يوم القيامة يقول لو إني كنت أبشع واحد في العالم وعفين عني هالنسوان كان أحسن فإذا انتو طالما خلقك مش في أي صورة ما شاء أركبك خلاص احنا قبلانين قبلانين هو اللي ركبنا هيك خلاص ما هو أصلا جيناتك من أيام من قبل خمس تلاف سنة كيف بدك تمشي المسير رعبين ما توصل لون وجدك يتزوج من وأبوك يتزوج من وبعدين في الأخير وكذا وتركيبك وهالمسائل هاي فبالتالي تعترض انت على تركيب الله لا ركبك لصالحك انتبه لموضوع إذن إذن هو بشر فهمنا من أي جهة إذن لما يكون لاحظوا لما يكون بشر في القرآن معناته من جهة الظهور والحسن والجمال طب والجاة الإنسان معناته من جهة كونه كائن اجتماعي يأنس بعضه ببعض نقيد الوحشة تمام طب وناس ها السريع السريع هو فيه في كلمة إنسان فيه في كلمة إنسان من ضمن معانيها الظهور ولذلك غالبا لاحظ إنس وجن لأن الجن خفي والإنس ظاهر هو في بعض معاني الظهور في قضية أنسة ليش لأنه انت بتأنس أصلا انت بتأنس للإشي القريب الظاهر إليك وبتعرفه ولما إذا معرفته شو أنكرته بصير فيه وحشة إذا أنكرته بصير فيه وحشة ما هو الأنس منين بيجي الأنس منين بيجي الأنس حتى في الأفكار وغيرها والأنس بالناس وينت بعد ما تعرفهم بعد ما يظهروا لك مليح وتشعر أنه فيه ألفة وتعرفهم ليح ودائماً الغريب الناس إيش بيكونوا الغريب الناس بيكونوا وتخوفين منه وإذا بتلاحظوا أول ما تتعرفوا على بعض بتكونوا مش كثير فيه ألفة وينت بتكتمل الألفة بعد المعرفة وبالتالي من معاني من معاني الأنس فيه معنى الظهور على فكرة من معاني الأنس فيه معنى الظهور ومن هون أكثر القرآن ما يقابل الجن إيش الإنس ما يقابل الجن في الأغلب مش الجنة الآن مش الجنة الجن الجن يقابلها الإنس طب الجن من جننا فيها معنى الاختفاء والاستتار الجن فيها معنى وسبق فصلنا فيها إذن الجن فيه معنى جننا الاجتنان فيه معنى وبالتالي في هذا العالم فيه زوج في هذا العالم زوج ظاهر ظاهر إلنا اللي هو إحنا وزوج خفي اللي هو الجن بس الجن يراكم بالنسبة له بيعنس فيكم الجن عفوك هو يراكم تمام فأنتو إنس من جهتين من جهة الإنس والإنس كمان الجن يبدو معني فينا كثير تمام هذا مش موضوعنا الآن فإذا إنس و جن إنس و جن واضح يا بالنسبة للأخ اللي سأل وضح الأمر نعم طيب نيجي الآن لنا ناس مش في عندنا بشر وفي عندنا إنسان وفي عندنا ناس إيش الناس الناس اختلفوا فيها أصلها في ناس قالوا إنه ناس من ناس ينوس يعني تحرك والطرب تحرك والطرب لأنه متحرك رايح جايك كذا تحرك والطرب فبسموه بقوله ناس ينوس تمام من الحركة والاضطراب وفي ناس قالوا لا مش صحيح وإنما هي أصلها وناس وناس ومن كثر استخدامها طارت الهمزة الأولى فصارت ناس كمان مرة هي أصلها وناس والناس بيستثقلوا الهمزة بأي طريقة لحظة وناس وناس ولما الناس بذكروا كثير بيخففوا مرات بيحذفوا بعض فصارت ناس فإذن بعضهم قال لا هي نفسها الإنسان نفس يعني أناس يعني أناس شو صارت ناس أو من الناس اللي هي الحركة والاضطراب هذا بالنسبة كيف واناسية كثيرة نعم في القرآن واناسية كثيرة بس ديروا بالكم أنا سبق عشرت إذا بتذكروا زمان إنه برضو يمكن تسمية الجن ناس لكن بترد عليها الآية عند بعض أهل اللغة لأنه في حديث بيقول ناس من الجن في حديث بيقول ناس من الجن ناس من الجن معنى الجن فيه نوع من الأنس ممكن بس لبعضهم أكثر وبإنسوا إحنا يعني بإنسوا بعضهم وبإنسونا بس إحنا من الإنس بس الأنس تمام آه فهونا إذن ورد حديث ناس من الجن فممكن يكون ناس ينوسوا على اتبار الجن أكثر اضطراب وحركة أكثر اضطراب وحركة إذن ناس من الجن وارد حديث تعبير هذا ناس من الجن بس الغريب بممكن يتعارض هذا أو يبدو متعارض مع قول من الجنة والناس بس ممكن بعض الناس يجيوا وقول لك من الجنة والناس يعني خصص ثم عمم كمان مرة ممكن مش متعارض هذا من الجنة لاحظوا كيف بأشر من الجنة والناس والناس بشكل عام تمام طيب إذن فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها إذن تمثل لها على فكرة مش هو تمثل تمثل لها إذن في منظرها هي بشرا سويا إذن سوي إيش هو التام التام تام الخلقة فتمثل لها بشرا سويا قالت طبعا تفاجأت وتصوروا إذا كان الشيء اللي من اقترحه صحيح أو بعض المفسرين إنه كانت في حالة اغتسال من الحيضة في بداية التبييض واللي بينا فيما بعد كيف قضية المسيح اللي في البوايضة ممكن يكون حصل وبالتالي هو ممسوح مسيح وبالتالي ابن مريم طبعا تترتعب ارتعاب شديد إذا كانت في حالة بتتخذ من أهل حجاب هي أحجاب مشان أهلها ما يشوفوش يجي الغرب ورجل وتام الخلقة هيك شايفته فتمثل لها بشرا سويا ولما تكون امرأة طاهرة ايش طبيعية آه لا قالت إني أعوذ بالرحمن بالرحمن منك طبعا استعاذت بالرحمن لأنه هون موقف إيش بده إيش رحمة أنه رحمة الله تتنزل عليها بشيك فذكرت صفة صفة الرحمن هي بدها بدها الله سبحانه وتعالى يرحمها في الموقف من شخص يبدو أنه بده يعتدي عليها وهي في حالة مثل ما وصفنا أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقي وإن على فكرة مش زي إذا إن في اللغة مش زي إذا إن للتقليل وإذا مش للتقليل كمان واضح لاحظة فبشكل عام وانتو تدرسوا القرآن إذا قال إذا بتكون أكثر من إن كمان مرة إذا قال إذا بتكون أكثر من إن وإذا قال إن معناته أقل من إذا مثلا إن مرأة خافت من بعليها إن مرأة إن خفتم أي فتقليل لأن الأصل لا إن مرأة خافت من بعليها نشوزا أو إعراضا هذا الأكثر ولا الأقل نشوزه الإعراض الأقل فدققه في القرآن دائما في قضية إن وإذا إذا احتمالية حصولها أكبر إذا بشيء من إن إن للتقليل آية شيخ باسم هات الآية حافظوا على الصراط والصراط المسطة وقوموا لله يطارشين وقوموا لله حافظوا على الصراط وصراط المسطة وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجانا فرجانا لا فإن خفتم الخوف نادر بيحصل فإذا أمنتم لأن الأصل الأمن إن خفتم بعدين إذا أمنتم خلاص مش الحال إذن هذه إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدة لاحظوا وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن لأنه هذه الحالة الأقل أنه الأكثر الطلاق بشكل عام أكثر من طلاق قبل المسيس قبل المسيس مش هيك؟ الطلاق بشكل عام أكثر من الطلاق يعني الآن في عالم الطلاق إذا طلقتم النساء بعدين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن لأنه هذا جزئية من جزئيات حالات الطلاق اللي هي من قبل أن تمسوهن جزئية من جزئيات إذا وإن هذا دير بلكم بساعد كثير في التفسير نعم الرحمن الرحمن ليش شيخ باسم الرحمن يجمع صفتين الرحمة وشدة من الرحمن من الرحمن الرحمن شهيد يعني تحترف الرحمن على العلم الرحيم فهي هذا موت انتحايا إلى صفتين رحمه يرحمه ورحمه وضعه جدا من الله هذا يأمين ماشي ومنذكركم لما تحدثنا في قضية الرحمن علم القرآن برضو من الفرق بين الرحيم ورحمن فعيل وفعلان فعيل فيها ثبات وفعلان فيها امتلاء كيف عتشان مثلا وفرحان عتشان وفرحان إذن دائما فعلان فيها معنى إيش الامتلاء فالرحمن من يمتلئه رحمة رحمة كاملة والرحيم صفة ثبوت في الشيء لذلك يمكن يوصف فيها البشر يمكن يوصف فيها البشر بأنه رحيم بس ما يوصف البشر بأنه رحمن ولذلك إذا بتلاحظوا هي الصفة الصفة اللي تيجي بعد الله كعسم بعد الله في ناس بيأخذونا إنه ما نقول الله الله كعسم شو بيجي بعده الاسم الثاني لذلك تجدوا الصورة إيش الرحمن أعطوني الصفة ثانية يا أكبدت الرحمن علم القرآن خلق والصورة شو اسمها الرحمن فهذا الاسم الثاني على فكرة بالضبط بعد الله الله شو بيجي الاسم من أسماء الله الأبرز الرحمن الله الرحمن الرحمن فعلان فيها إيش امتلاء امتلاء تمام رحيم فعيل فيها ثبات ثبات طيب يمكن أن نصف البشر رحيم لكن لا يصف إلا الله الممتلئ رحمة بس الله سبحانه وتعالى طبعا والعلماء لهم في المسألة تفريقات في موضوع رحمن ورحيم إحنا على فكرة لما للأسف لما أعطينا درس الرحمن علم القرآن أعطينا درسين في واحد منه إنشطب ما نزلش والجزء الثاني هو اللي نزل وكنا مفصلين في موضوع الرحمن علم القرآن الرحمن علم القرآن لأنه في في تقريبا عشر اتنشر درس أكثر من هيك شوية صغيرة وجدنا الأصوات فيها مش تمام وما نزلتش يعني ما عدتش بس أنتو حضرتو بعضكم طيب فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سوية قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا شوف هيا هاي دير بارك فيها استفزاز إيه إن كنت تقيا فيها استفزاز هذا إذا عندك ها هون نوع من الاستفزاز إذا في عنده شوية تقوى شوية شوية كافية كافية شوية هاي تمنعه من أنه يعتادي في الرحمن شيك كيف لما يقولوا أسألك بالله إذا بتعرف الله يقولوها أو يقولوها شناش أسألك بالله إذا بتعرف الله ها لا لا هاي نوع من إيش استفزاز عنده التقوى التقوى تذكيره بالتقوى اللي تقتضي إنه هو ما يكونش من أهل العدوان قال 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 إنما أنا رسول ربك رسول وهو دير بالكم الروح يا إما جبريل أو هذا المخلوق الروح أو إنه المخلوق الروح اللي كامل الروح هو جبري وإيش خصائص هذه القوة اللي بتكون مخلوقة روح عالم الإدراك وعالم القوة وعالم علمه شديد القوة إلى آخر إنتوا لاحظوا عندكم لاحظوا لاحظوا عندكم إنت إنت في داخلك يبدو في طاقة هائلة تصوروا لو إيدي أنا مثلا بقوة إيد الجرافة بحتجش أنا لقوة داخلية الداخلية موجودة دائما اللي بقصر فيكم هو جسدكم بس إنتوا في داخلكم قوة دافعة مش زي الأشياء اللي إحنا بنخترعها اليوم قدش فيها كهرباء وقدش فيه دفع حتى يكون القدرة لا إحنا القدرة هائلة في داخلنا بس المهم اللي بيعجز عيش هذا ولذلك الولد الصغير بتجي برفع هو لو كبر شوية برفعها الإشكالية وين تكمن هون إذا تدرب رياضة إنت تدرب رياضة قوة هائلة هاي بس إيش أنت كل ما صعدت في قدرتك الجسدية خذ منها نعطي الدفع بس إحنا اليوم الأجهزة اللي إحنا بنخترعها لا قدش جايها طاقة قدش جايها طاقة أما أنت طاقة موجودة طاقة موجودة بس إيش قال إنما أنا رسول ربك لأهاب لك وقلنا في قراء لياهابالاكي غلاما زكية وسبق قلنا شو غلام إيش طب زكي الآن سبق قلنا إيش غلام غلاما زكية شوهو الزكي الزكي لاحظه يعني بمعنى آخر خالص من أي شوائب تشوب أي شوائب ممكن تشوب النفس النفس البشرية أي شوائب لما يكون مخلص منها لأنه تزكية فيها إيش تزكية فيها إيش تخليص تخليص من إيش من شوائب ونقائص فالنفس الزكية مارها معناته المخلصة من أي شوائب ونواقص فبالتالي هو بيكون إنسان كامل كامل لأهابك لكي غلاما زكية طبعا زكي الزكاء فيه معنى النماء وفيه 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 بس هون إذن إيش هو في الزكاء في عد ذاته كيف بدنا نزكي النفس على فكرة إيش تزكية النفس إذا بتلاحظوا تزكية النفس تدريبها من أجل تخليصها من شوائب ومن النواقص ومن الخلل في الأخلاق أو 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 بش منسميها تزكية إذن تزكية فيها تخليص دير باركم خذ من أموالهم صدقة تطهيرهم طيب شو تعمل كمان تزكيهم بتقيم عنهم مثلا عندك الشح الشح هذا شائبة من الشوائب اللي بتشو بالنفس الشح والبخل طب طبعا ما فيه فرق من شح وبخل الشح والبخل لما الزكاء شو بتعمل من ضمن مثلا هاي تزكية هاي واحد فيك طبعا تفاصيل ممكن داخل المال المال دخله مثلا غش ولا كذا يعني بعض الحرام وهم مش داري أو داري شو بعمل بخلص المال لاحظها إذن التزكية شو هي تخليص تخليص من الشوائب معناته الزكية شو صارت خالصة خالصة تمام من كل شائبة نكمل إن شاء الله وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وبرك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعي كنا نتحدث في تفسير قصة مريم عليها السلام واذكر في الكتاب مريم إذن انتبذت من أهلها فصلنا وآخر شيء كان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر في الكتاب مريم إذن انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك أهدى لك غلاما زكيا انتهينا هون بس شويا نركز على موضوع فأرسلنا إليها روحنا قلنا إنه أكثر أهل التفسير إن المقصود جبريل عليه السلام وإذا كان جبريل عليه السلام فمعناته الجانب الروحاني عنده متفوق خلقه يعني خلقه إذا كان هو جبريل وفيه احتمال إن يكون الروح احتمال إن يكون الروح هو خلق من خلق الله يعني هو محض روح وبرد أذكر مع أنه فيه أكثر من درس ذكرنا إنه فيه حياة وفيه روح فيه حياة وفيه روح وقلنا من مظاهر وجود الحياة كيف نستدل بالنمو والتكاثر نمو والتكاثر وذلك النبات فيه حياة ومن مظاهر وجود الروح الإدراك الإدراك والحركة الإرادية الحركة الإرادية والإدراك وإذا بتذكروا قلنا إنه اللافت في النصوص الدينية إنه تنفخ الروح في الإنساء تنفخ الروح ولكن لما بتخرج هي بتخرج روح وبتخرج نفس وإذا بتذكروا لما شبهنا المسألة في ما يسمى بالهاردسك في الكمبيوتر بتدخلوا أنت فيش معلومات لكن لما بيخرج بعد سنتين ثلاث بيكون نفس ما اشتغلته أنت كل ما اشتغلته فبالتالي ممارسة الحياة كلها على مستوى السلوك والتفكير والأقوال الأفعال العخري والأماني كلها بتكون لما بتخرج بتخرج نفس وهذا عليه أدلة من الأحاديث الشريفة على أنها تقبض روح وتقبض نفس إذن هي نفسها وإذا كثير بيخودوا في محاية التفريق بين نفس وروح وبخلطه وبظنوا أنه إذا كان في حياة بيكون في نفس لا مش صحيح لأنه احنا بنعرف الأحاديث الصحيحة أنه الجنين بيكون حي الجنين بيكون حي ولكن يبث الروح اللي من رجحه طبعا اللي من رجحه في اليوم مئة وعشرين معناته قبل هيك في الشروح في حياة واليوم لما ممكن نأخذ إحنا البايدة أو الحيوان المناوي ويبقى الحياة في وجودة في في ظروف معينة نحفظه سنة سنتين عشرة بشيك؟ بيبقى في حياة بس فيش فيه روح في حياة فيش فيه روح طب يروح إيش؟ كلنا مظاهر وجودها الإدراك والحركة الإرادية إذن لما نقول فيه مخلوق هو روح معناته هو آدم الإدراك والحركة ويبدو قوة ويبدو القوة علمه شديد القوة الروح ونفخ في مريم وفيكم كله من الروح نتفرجها فنفخنا فيه من روحنا أحسن نتفرجها فيها من منه منه من هذا المخلوق مخلوق ولكن مخلوق مشرف لأنه داما الإضافة الغالبا حسب السياق طبعا الإضافة إلى الله سبحانه تعالى فيها تشريف فأرسلنا إليها روحنا مش أرسل إليها الروح وقلنا أن الروح يبدو درجات وبينا أنه حتى الحيوانات فيها روح إذا بتذكره في الدروس سابقة واستذلنا بأدلة من من الحديث الصحيحة على أن الحيوانات فيها روح لأنه في ناس بيقول أنه الحيوانات فيها نفس ما فيهاش روح لا مش صحيح الحديث بتنص إنه فيها روح وهي أصلا الحيوانات مدركة وبتتحرك حركة إرادية والحيوانات أيضا فيها نمو وتكاثر يعني فيها الحياة وفيها روح هذول سرين سر الحياة وسر الروح ولذلك إذن إذن لما قال لأهب لك قال قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك لأنه بدأ تكون منه النفخة منه طب هو بديه يهبها لحظه بديه يهبها مباشرة شو يعني مباشرة إحنا اقترحنا إنه على المشتوى الجسدي على المشتوى الجسدي المادي إنه ممكن عمل مسح في البوائدة وهذا فصلناه في كتاب سياحة الفكر المسح طب ما فيه جانب ثاني الجانب روحاني الروحاني هذه الروحاني الآن منه إذن فيه إلي فعل وفيه منه فيه إلي فعل وفيه منه فيه إلي فعل يتعلق ببوائدة مريم لأنه ابن مريم طالما ابنها انتهى الموضوع طب اشتغل إشيه يتعلق بالجسد هذا الشغل فعل طب والروح النفخة منه منه فإذا سويته كمان بني آدم فإذا سويته ونفخت فيه من من روحي إنه روحنا ونفخته فيه من النفخ من وين من هذا الروح المخلوق نور روح وعلى فكرة خلينا أقاموا بالصورة شوية هل كنت عندنا نار متعججة عندنا نار متعججة وصولنا نأخذ منها ونكتبس هون ونأخذ منها ونكتبس هون ونأخذ منها ونكتبس هون بتنقص هين نار بتنقص من الاقتباس هاي لا انت بتقتبس اقتبسنا منها هي فبالتالي ثم احنا بنعرفش هذا الخلق الروح يشو إنما منه واضح النصوص بتقول إذن إذن فإذا سويته ونفخت فيه من من مين من روحي المخلوق هذا فأرسلنا إليها روحنا إذن الروح هذا هو خلق كامل خلق كامل فتمثل لها بشرا سويا بشيء الآن لأهب لك لأهب لك همتين في الفعل وفي النفخ في النفخ ها هاي حجي جزء من الله عز وجل شو جزء خلق الله كله هذا خلق الله انت ما انت عبد الله انت عبد الله وهذا أرض الله وسماء الله وروح الله وعرش الله وكرسي الله وكل هالمخلوقات هاي إذن كله مخلوق تمام كل هاي مخلوقات من الله في إذن عالم الروح وانتو شفتوا قدش فيكم من الإدراك والعلم وهالمسائل هاي لوجود قبس بسيط فمعانة الروح الأصلي هذا المخلوق شو بكون شو بكون آه وناكن النافط للانتباه انه عملية المسح يبدو في البوايدة والنفخ في آن واحد مش زي ما هو عندنا أولي شي بكون الحيوان المنوي بلتقي مع البوايدة بعدين بروحه في رحلة مئة وعشرين يوم ثم تنفخ فيه الروح ثم تنفخ فيه الروح تمام هو كله حصل مباشرة كله حصل مباشرة مع بعضه إنما أنا رسول ربك طيب في كلنا في النسرانية شو بقوله هم بقوله أن العذراء مريم وجدت حبلة من الروح القدس وجدت الروح القدس بس يبدو مش بفهم الروح القدس زي ما منفهمها نحن نحن عندنا الروح القدس يعني جبريل الروح الأمين يعني جبريل هم طيب شو بفهم الروح القدس لاحظوا بفهم في أقانيم ثلاث بيأمنوا الأقنوم الأول الذات الأقنوم الأول إذن بيأمنوا بأقانيم إيش ثلاث ثلاثة مشيك الأقنوم الأول الذات وهذا بيسموه القاب الأقنوم الثاني النطق أو الكلمة وهذا بيسموه الإدم يعني المصيح والأقنوم الثالث روح القدس وهذا هو الحياة هذول ثلاث أقانيم بكون قال الإله الواحد كل شو معنات أقنوم بعضهم بيفسر أقنوم كالتالي ذات متميزة غير منفصلة ذات متميزة غير منفصلة لكن أنت بتجد أثناء كلامهم تشعروا كأنهم منفصلة أحيانا لذلك منذلهم يقولوا الإله الواحد يعني الثلاثة في النهاية شو بيقولوا الإله الواحد كل واحد متميزة كل واحد متميزة طيب الكلمة والأكمل الثاني هذا الكلمة نشاء عن الذات أنه هو الآب الكلمة الذي نشاء عن الله والريوح القدس هم يعني معانته الحياة عندهم الريوح الأول الذات هو إله نعم هو الله طب والإقنوم الثاني اللي هو الكلمة أو النطق هو الله والإقنوم الثالث اللي هو الحياة اللي هو روح الكدس هو الله هو الله قال الإله الواحد الآن هذه من أعقد المشاكل الفلسفية عندهم في موضوع كيف يعني ثلاثة في واحد هذه تأخذ أكوال وفلسفات وتفاصيل ثم أنه مثلا الإبن نشأ عن الذات أنتوا بتقولوا نشأ وين طيب يعني نشأ منذ الأزل ولا إيش ولا بعدين طيب ولا وروح القدس نشأ عن مين عن الذات ولا عن الإبن هم بيختلفوا حتى في الكنيسة هذا بيهمناش إحنا هذا بيهمناش بس مشان يكون عندكم تصور إيش لما يقال أكنوم وإيش الأقاميم الثلاث اللي هي إله واحد إيش يعني روح قدس لما بيقولوا إذن هم لما بيقولوا الروح قدس مجزايا لما نقول نحن إحنا لما نقول عن الروح القدس يعني جبريل وإنهم في جبريل ما هو مش الروح القدس كمان مرة وإنهم في جبريل ملك جبريل هذا مش الروح القدس مشان ما نخلطش إذن إحنا لما نقوله الروح القدس مين جبريل بس هم يقوله الروح القدس مش جبريل والله هي إيش الله الله في اي جانب اقنوا من الحياة وعيسى الله اقنوا من الكلمة النطق والذات الاب الاب والابن الاب والابن والروح والقدس من اين جابوا هذا الكلام طبعا وعقيدتهم على فكرة عقيدة التفليف وتفاصيل والصلب وما صلب والقبر ثم القيامة في اليوم الثالث والجلوس الى يميننا رب وتفاصيل طولة هم بيلتقوا معنا في ايش افكرة بيلتقوا معنا ان عذراء عذراء ولدت من غير زوج بس هم تفاصيل عقيدتهم فيما بعد عالم اخر تتفاجأوا ان هذا العالم الاخر موجود تفاصيله قبل المسيحية تصوروا موجود تفاصيله قبل المسيحية يعني يوجد من ولد من عذراء ثم صلب ثم صلب ومات وقام وتفاصيل هاي كلها موجودة في الامم سابقة قبل المسيحية قبلها وانا كنت اشرت لكم زمان حول ميثرة وفيه ناس يقولوا كمان كريشنا وهاي في الهندوسية وهو الهندوسية على فكرة عقيدة التسليس موجودة في الامم عقيدة التسليس تسليس موجودة في الامم يعني مصر لحالها القديمة الفرعونية فيها عدة تسليس كذا تسليس كذا ثلث كذا ثلث كذا يعني بينسب الي مثلا ثلث هذا سلس كده سلس كده سلس كده هذا الثلس موجود قديم 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 المسيحية والعجيب فيه صلب احيانا وفيه قيامة من القبر وفيه اه ميلاد من عذراء وفيه وفيه فيه فيه موجود قبل المسيحية احنا فقط خلينا اسألكم سؤال بس مريم للعذراء التي ولدت يعني في عندنا دليل شرعي احنا من قرآن او سنة انه فيش عذراء قبل مريم خلينا اطرح هذا السؤال بجوز ما 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 خطرش في بالنا في يوم الام نطرحه انه اه اه اما رأى عذراء ولدت بدون بدون زوج احنا عندنا في الدين في القرآن او في السنة ما يقول انه فقط مريم وفقط عيسى تبقوا الدورة تشوفوا اذا فيه يعني هل كان الله سبحان الام بدي يجعل اية فقط في اخر اخر العصور يجعل عيسى اية عليه السلام ولكن من فيه ايات كانت مثله قبل 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 يعني في الامم السابقة يعني انه حصلت تكررت هاي ممكن اذا فيه فرق بالما اجي اقول انا انه قبل عيسى عليه السلام وقبل مريم كان فيه عذراء في الامم السابقة الله اخرج اخرج اه 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 النبي من انبياء مثلا من عذراء اه في عندنا دلول مفيش مفيش عندنا دليل طب في عندنا دليل عن نفي مفيش لا في عندنا دليل على الاثبت ولا في عندنا دليل عن نفي معناته هذا الشي اللي حصل مع مريم وعيسى عليه السلام اول مرة واخر مرة بصير طب اخر مرة وفهمنا لانه لابد من دليل بجتياجي هنا بكرة واحدى وتقول لي اه انا مثل مريم ههههati دليل الشرية بدها دليل ومريم قدمت الدليل ومش هيك التفاصيل هاي كلها بدون دليل ما مني امنش احنا بدون دليل ما مني امنش بشيك خلينا هيكال في واحد اه مرة خليفة عباسي خليفة عباسي قالوا حسنا dissöllig لمائم قالوا له هاي في واحد بالداياء انه رسول قالوا جبهوا ميا نشوفها الرسول وقف قدامه قالوا اقول انك رسول قالوا اه قالوا دليلك اشام المسلمين دائما افكرة قالوا انه بارمي الحجر لا بدود قالوا هتلا ينتظر جبولي ميا تلح الحجر مجيبته رماه في المئ ذاك لا بالحجر. قال له الخليفة احنا نجيب لك حجر من عندنا. وهو بجوز جايب ملحه. الخليفة قال له احنا انا اجيب لك من احنا نجيب لك حجرون. قال له ايه هو فرعون فرعون قال له موسى بجيب لك عصاي من عندي. جعل الموضوع انه في عندنا دليل انه اول عذرة فيش. لا اثبت ولا انا فيه ولا يكون في الذهب. لانه ممكن نلتبس عليكم. انه طب فيه في الامم السابقة عذرة فيه. وردت. هل هو ادعاء بشري? هل هي امنية بشرية كانت توضع في اساطير? ثم كانت حقيقة في مبعد في مريم? ثم كانت حقيقة في مريم? ولا كان فيه يحصل? قال له سبحانه وتعالى انعم على واحد اثنين ثلاثة. واخرهم عيسى. الاحتمالين وادات. وخلاص. اما باقي التفاصيل شيء عجيب. الى درجة انه اه يعني فيه فيه تفاصيل تقال في موضوع اه ميلاد فلان من قبل المسيحية قصدي. في خمسة وعشرين ديسمبر نفس ميلاد المسيح. وولد من عذراء. وعانى على الصليب. وجاء ليخلص البشر. ومات ثم قام في اليوم الثالث. كله بالتفاصيل. اما قضيت اذراء حياتي. انا ليش قلت الكرام? مشا ما يلتمسش على بعض الناس. اه يقول لك ايه ايه ايه. في اذراء كاين قبل قبل المسيحية في اذراء. طب ليش مين? قال احنا ما فيش عندنا دليل انه هذي المرة الوحيدة. وفقدين بيجيز هذي امية البشر ثم كانت. مشيك? او او واحظوا الان او اخبار الانبياء بانه سيحصل زي ما احنا مخبرين في المهدي اليوم. ومخبرين حتى في قضايا زي الدجال. ومخبرين في تفاصيل شيء قبل ما تيجي. انا في سنين ولا قديش. والانبياء السابقين كانوا الخبر. فممكن من خلال التخبير يصير في مزاعم. زي ما الناس الان بيزعموهم المهدي. وقبل مئة سنة كان في ناس بقولوا احنا المهدي. وقبل مئتين سنة بيقولوا احنا المهدي. اعتمادا على انا. انا بوءة المهدي. فممكن يكون فينا بوءة في حول اخر نبي ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم. اخر نبي ويخبر انه. هذي يرضي في القرآن. وكانوا بيعرفوها اه بيعرفوها الانبياء السابقين على رأسهم موسى عليه السلام. مخبر بالرسول صلى الله عليه وسلم. والقرآن نص على هذا. والمسيح جاء وخبر. موسى. ثم المسيح. تمام? وقبله الانبياء ممكن. طيب ونفس الشيء ممكن عيسى الذي سيولد من عذراء يكون قبل الاف السنين منزل في انبياء. اما تفاصيل يستطيع ما يستطيع التفاصيل. هذا لا بسير هون لانهم المسيحية واضح انهم كما قال القرآن انتبه شو قال? وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النسارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بافواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. شو يضاهئون مع فكرة? شو يعني يضاهئون? طيب ممتاز. خلينا دائما خلينا دائما نحقك بالذبط ايش اللي مقصود? هم يضاهئون المضاهة شو هي? اصلا المضاهة اليوم شو هي? بتحاول تتشبه فيه وتظهر انك افضل منه. او تتشبه فيه وتنافس. اذا مش مجرد التشبه. مش مجرد التشبه. المضاهة فيها ايش? اشترى سيارة باشتر سيارة. اشترى سيارة بمئة الف باشترى بمئة وخمسة. اشترى بمليون باشترى بمليون ونص. اي اسمها مضاهة. بان قصر كذا انا اكاصر. يا ناس شوفوا. اذا اضروا بركم اه اذا معناته مش بس دولة بشعبه عقائد السابقين. وكمان بزيدوا من عندهم. مش بس بشعبه. وبيزيدوا لانو عقائدتهم لازم تتبهر. البهار هذا لازم حتى الزادة. بتصير ازكا. الطبخة. اذا ليش اختيار تعبير? يضاهقون. لانو مضاهة ايش هي? لانها هي مضاهة ومضاهة. لانو الهمزة تسهل بشيك. لانو ممكن يكون مضاهة ومضاهة. ضاهة. ايش يعني? هو مش مضاهة شابه مع ايش? مع مع معارضة. 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 هذا بيصير اسمه مضاهة. تمام? وذاك لما نقول بضاهة فيه فلان بنى قصر بضاهة قصر دار فلان. شو يعني بضاهة؟ بنافسه. هو مش بضرورة يشبهه. مش بضرورة يشبهه. بس بنافسه. تمام? طيب. مش موضوع الآن الآية هاي. المهمة. وقالت يضاهؤون قولا الذين كفروا من قبل. اذا اللي كفروا. موجود عندهم هالعقائد هاي. هالعقائد موجودة. يضاهؤون قولوا الذين كفروا من قبل. قاتلهم الله انا يؤفكون. طب ايش يؤفكون اشكرا? قولوا مش موضوعنا اليوم. طب ما اخذ يؤفكون. ايش اللي يؤفكون? طب ايش هو الافك? افتراء والكذب. طب ما هو لو كان الافتراء والكذب. طب ايش بيختلف الافك? ايش بيختلف الافك? الافك عفكرة لازم يكون فيه قلب. هاي واحد. لازم يكون فيه او شي قلب الافك هاي واحد. وقلب لاحظها. قلب لي ايش? من حق لباطل. لذلك الافك شو هو? مش بس مجرد كذب. وقلب حقائق. وذلك المؤتفكات هي القرى التي قلبها الله. لان منذ من معنى الافك ايش? القلب. اذا لما بتن قلب الحقائق اذا لاحروا جربتكم هاي? الافك اذا هو رجوع عن الصح. هو رجوع عن الصح لورا هيك. اه انتبه اكثر. مش لانحراف عن الحق. الافك. هاي الحق. مش لانحراف عن الحق هو الافك. هاي الحق انا بايجيب عكسه. او هو يعني انا لا. بيجيب عكسه. ضده. قلب. فالتذب. وحبه. شو قبله. الشو قبله. شو قبله. قلبنا الموضوع. لذلك حادثة الافك. حادثة الافك لانها الحادثة كلها براعة وكلها طهر وكلها كده. وقلبوها لا ايش? لا ضدها. ضد الطهر وضد الكذا وضدها. اذا الافك. مش مجالب انحراف عن عن الطريق يمينا او يسانا. هو قلب. قلب الحق. لا باطل. بالعكس يعني. هو عملية العكاس. طيب. نجي على موضوع المريم. الله السلام. طيب اذا هذا عقائدهم باختصار. اه في قضية الروح القدس. قال. انما انا رسول يا ربك لي اهبرك بولاما زكيا ووقفنا هون. قالت. انا يكون لي ابنوران. هناك فؤال امران. انا يكون لي ولد. لما بشر التبشير. قلنا انه ذو الحادثتين. وبينا في المرة الماضية انه حادثتين. قالت انا يكون لي بولام. يعني شو انا من اين وكيف. وخصوصا الان ممكن بينها وبين البشرة. سنة سنتين ثلاثة فكرة. شو علفنا. لما بشروها اول ما انذرت للبيت. وبلغت. وانذرت للبيت. كان في بشرة. وبيناها في المرة في المرة الاولى. والان سنة سنتين اتفاجأت. وهي امامها. هي امامها. والصورة اللي شايفتها صورة رجل. فالاشي اللي بيزدهم حسها رجل. اما يكون لي بولام. من اين وكيف. ولم يمسسني بشر. وهي الزل مواقف. ولم اكو بغية. هي زادة وفي اهل عمران مش موجودة. ولم اكو بغية. ولاحظوا تعبير ولم اكو. هذا اذا اذا بنا نمشي على قضية النحاة. اهل النحو والصرف. ولم اكن. لكن حتى نعرف انه اللغة. اللغة مش بس اه نحو صرف. لا ما احيانا واحنا نتحدث احنا لما نخفف في اللذ. او نشدد. في اللهجة. في اللهجة. بيحمل معاني مختلفة. اذا مش بس نحو صرف اللغة. والعرب مش بس بتتكلم كانت نحو صرف. في ايش اسمه لهجة للتعبير عن. للتعبير عن المعنى. وسبق انه تحدثنا في هذه المسألة. والان بناشي نخد فيها فيه درس سابق من سنة واكثر. طيب. الان. اذا ما نروحج دائما نحو صرف. في ايش اسمه. الصوت بيعطي معنى. تذكري لما قلنا انه بعض الناس بضرب المثال التالي. لو اجيب قاله لياحد بدك الان تطلع وتشهد امام الناس انك لس. شو اقول. بتقول انا لس. بس. هذا اللي بدنا اياك. فطلع على الناس. قال اعتراف هو ما. بانه قال نفس العبارة. قال نفس العبارة. هو لو قالهم انا لس. افهمه اعتراف. بس انا لس. اه. بقول لهم اش هيك. بقول لهم هاي هالعبارة بالضبط هي. اذا انت بعطيه هاي المعنى مختلف تماما. وين نحو الصرف. اه هون بصير فيه ايش. اه ان هو يعني فيها صيغة الاستنكار وفيها. تماما. طيب. ولم اكو. اذا اه. سبحان الله رب تقول بها. سبحان الله يعني. اه. مثلا بتقول سبحان الله احيانا تعجب. واحيانا تصبيح مش تعجب. طيب. فهم. انا. اقولنا من اين وكيف. انا يكون ليه غلام. وسبق احنا تحدثنا ايش معنا غلام. زمان. انا يكون لي غلام. ولم يمسسني بشر. ولم اكو بغية. يعني حتى تقبل. يعني هي. شو البغية فكرة. البغي. البغي. هي المرأة التي يبغيها الرجال من اجل الفاحشة. البغي. هي مرأة التي يبغيها الرجال من اجل الفاحشة. في بعض unquote قال. شو ما انて يبغي اصلا. يبغيها الرجال. يعني يعني ي classification. يعني فيها فيها طلب شديد. فيها طلب شديد. ومع انحراف يعني اذا بدنا نقول. لان البغي من بيحمل الحراف كمان مشيك ولكن هو بالضبط المعنى فيه طلب فيه شدة فهم من اللي دائما عنده اقبال في شدة وتفاصيل على منحرفين من الهجاب بيبغوا الهمل اول بيبغوا فبيسموها البغي لان يبغيها الناس لانه نادر ما هي تبغي الناس اليوم في الاصول الحديثة او زمان بقوا يعلق الرايات اليوم بقعدين في الشوارع في الغرب والتفاصيله فيه كمان بيسمحوا لهم بيوتو بيكونوا حطات كارمات وتضي وتضفي المهم فهون بس هو بيبغيها الرجال بيبغيها الرجال وما كانش هون لاحق فيها التأنيث هالقط مش فيه انه مردع هو الرجل بردع ولا بردعش بردعش اذا فيش التباس فالمرأة مردع فالمرأة مردع اه او حامل طب فاذا كانت عند تردع الآن مردع فهي مردع اذا المردع المتلبسة بالارضع وتضع كل ذاتي حمل حملها اه عفل اه اه يوم 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 ترونها تذهل كل مش مردع 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 لانه هون لما اضيفت التأنيث المردع فيه تلبس في ايش في الارضاع في تلبس في الارضاع والبغي المرأة التي يبغيها الرجال للفاحشة بقصد الفاحشة ولكن البغية اللي بتنارس الآن متلبسها في البغاء متلبسة يهند بالفجور تمام اه طيب اذا ولم اكو مش ولم اكن شوفوا ما هو اصلا موقف المحرج هذا والخوف والتفاصيل هذا بدوش كلام طويل بدوش كلام طويل ولم اكو بغية اكو اكو مش انت بتفهمها على طول اكو اكو ولم اكو بغية يعني ما كنتش بغي في السابق حتى اكون الآن وهي قدامها رجل قال انما انا رسول ربك لأهب لك غلاما ذكية قالت انى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اكو بغية قال كذلك وسبق قلنا اذا نخاطب ذكر قال كذلك لاحظوا اذا المخاطب اثنين مثلا ذلكما اذا المخاطب مجموع ذلكم واذا كان نسوان ذلكم فذلكم الذي لمتنني فيه لذلك لما كان المخاطب يحيى قال كذلك قال ربك ولان المخاطب انثى قال كذلك وهذه سبق لفتنا انتباع الها اذا قال كذلك قال ربك ربك المربي والخالق والرازق والوايب قال كذلك قال ربك هو علي هين بالنسبة للخالق ولذلك على فكرة الملاحدة غالبا اذا بتفكر مزبوط بتكتشف انه فكري الانحادي وفكرة كثير من العلمانيين فكرة تفولي لما بيخاطبوك لما بيخاطبوك بخاطبوك بخاطبوك وكأنهم بتصوروا الخالق قدراتهم محدودة انت تؤمن بخالق قدراته مطلقة وبناء الكون هذا بيبدلك على ابداع وشيء هائل ثم كان يعني بيستغرب من نوسى يشق البحر هم مش موسى يشق البحر يعني انت مستغرب ليش ليش احنا قلنا لك موسى يشق البحر عليه السلام احنا قلنا لك فدائما تصورهم للخالق تصور طفولي هذا خلينا هيك نكتة بسيطة هذا سنة الوعدو سبعين فيه شخص زمان كان منتشر الالحاد شخص فيه عاصمة من الحواصم العربية بل تقي فيه يعني صار حوار فبدو قال لي يعني شو بعرض العرض التالي كنا في اي سنة كنا كنا في سنة الف وتسعمائة واحد سبعين قال لي هل يستطيع الله ان يلغي الف وتسعمائة وسبعين كأنها لم تكن معنا صارت الف وتسعمائة وسبعين ايش ورا ورا وسألني في الواحد وسبعين انا كنت مثل هالظلم وما بدوش الا الجواب يعني مثل طريقته كنت له اه بستطيع قال لي كيف قلت له انا الله تأكل لك كيف تأكل لك كيف كان تصور زي ما تيجي تقول انت بستطيع هرقل يحمل طن قال لي بستطيع هرقل يحمل طن قال احمل انت تسعملتني عن هرقل يولى عني يعني اكلتك بحمل طن ف فقلت اه بستطيع قال لي كيف قلت له انا الله تأكل لك كيف يعني بتجدي كلهم شبهاتهم التفاصيل هاي بهالشكل هذا وبعدين فكرتهم عن الخالق بتكون فكرة طفولية وبياجهوك بهذا وبيستغربوا لذا يكون قلها قال كذلك قال ربك هو علي هين يعني اذا القضية متعلقة بالرب وانا اشكال اذا القضية متعلقة بالرب وانا اشكال يعني وكان الزمن كانو يواجهو الدين بانو تعالوا كيف بتقولوا كيف بتقولوا انو هاي ودت من غير ذكر هذا لا يمكن مش هاي سذاجة احنا نقولنا لكم ان هاي ودت من غير ذكر بدون تدخل رباني ما هو ليش كان التدخل الرباني أنت لا يمشي قانون الزوجية مشيك بأنه قانون الزوجية صار ومنون يلا وضع قانون الزوجية أصلا وضع الخالق هو الخالق بوضع قانونه بلتزم فيه يعني خلص بصير هو مرغم هذا تصوي انت بلاحظين هو الرب هو الرب قال كذلك قال ربك هو عليها والناس اللي بتعرفون الرب انت حلم الله بالنسبة لزكريا عليه السلام شو قال له قال كذلك قال ربك هو عليها وقد خلقتك من قبل ون تكو شيئا الانسان كله مكانش مخلوق ولذلك زمان بقوا يحتجوا قال الملاحظة كيف يعني مريم بدا تولد بين ذكر والآن الآن الآن بعد الاستنساخ ببطله يعني شرت انتوا قادرين يا باشر بدون ذكر هايكم قادرين انتوا بدون ذكر قال يعني قال هاكي تقام فهمه هاكي تفهمنا ها هاكي تفهمنا وانا هذا سذاجة هاو من اصلها في التعامل مع قضية الربوبية قال كذلك اذا هي ممكن تكون ناسية في الحادثة الاولى ثم دهشت الموقف فكررت الشيء البدهي اللي لازم يقول هي او غيرها البدهي لانو قانون الزوجية وين ما فيش زوج ما فيش زوجه بعدين انا ما اقبلش يعني ما كنت شو يوم الايام اقبل وثم هي مرهونة اصلا للبيت اللي بدأت تتزوج من اصور لقلنار قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله مين نجعله؟ ولنجعله آية للناس طب اول مرة ايه fifty فيه قبله قبل الفين سنة كمان واحد كان فيه آية وقبله خمس تلاف كمان واحد كان آية ما ندري هذا اخر واحد كان آية قال كذلك ولنجعله آية للناس رحمة وانتو بتلاحظو المسيح عليه السلام بدأ يكون رحمة ابتداء لما أرسلوا لما بدوا ينزل وبدوا يحكم البشرية أربعين سنة كمان وتكون أفضل مراحل مرت على البشرية كلها وإشي طبيعي إنه آخر خلافة للبشر مع قيادة نبي تكون هي الصورة المثالية تمام بس مش ضرورة الناس يكونوا صورة الحكم والواقع والرفاهية والعدل كله تمام بس مش معلته الناس تمام لأنه لم يكون أمة بنجموعة أفضل من عالم الصحابة خير القرون قرني رسول صلى الله عليه وسلم قال ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وبعدين بس ممكن الناس تعيش في جو في غاية المثالية من العدل والأمن والوفرة وهالمسائل هاي بس مش بالضرورة تكون الناس نفسها بنفس النفسية بشكل لكن هذه تكون تخطن ولذلك قال كذلك قال ربك هو عليهم ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضية انتهى خلاص ما في نقاش ما في مراجعة مقضي قضاء مين قضاء الرب طب سؤال فيهم فراغ احنا مش عارفين كيف في النهاية قبلت ما قبلتش ندري ندري شو اللي حصل ليش هذه الآن نسبوت عنها لأنه ممكن ممكن الروح على طول حطول خدرها تمام ممكن ممكن قبلت هو بنتظر إنها تقبل أمر مرضي وبعدين هو أنه مرسل للتنفيذ قبلت ما قبلتش طب هي قبلت ولا ما قبلتش مع هالمفاجأة هاي تمنعت ولا ما تمنعتش ما هنأثنين النسوان طبيعتهم الله خالق فيه الإناث بشكل عام ما يستطيع التمنع هذا والتمنع جزء من الفطرة طب هي الروح الروح انتظر يعني إنها موافقتها غابت أنواعيها ولا إيه الشيء اللي حصل ما ندريش ما ندريش هذا تراغ هون نكمل إن شاء الله وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وبرك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين إذن كنا في تفسير قصة مريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر في الكتاب مريم إذن تبثت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهاب لك غلاما ذكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقدية لعندهم مشيك اليوم لأنها يبصر رابع في موضوع مريم في قسم الآن قلنا هون في فراغ إيش اللي حصل إيش اللي حصل فحملته فحملته فانتبذت به مكانا قصية أولا فحملته واضح إنه قلنا في السابق إنه الملك جاء وقام بعمل ونفخ بشكل الآن حملت طب حملة وتسعة شهر ممكن المسألة إعجازية ممكن حملته ومسألة الوضع كانت برضو في الحادثة نفسها ما فيش أي إش بدل لأنه فحملته فانتبذت الفاء هاي الفاء اللي بتعني الترتيب والتعقيب ممكن يكون على اعتبار الحمل ليأخذ الوضع الطبيعي ممكن بعض النصارى بيقول وقال 275 يوم يعني وكأنه يعني كاينين يحسب 275 يوم مشيك حملته في عندي الحمل إذا الحمل كامل فانتبذت هاي قضية الفاء ممكن هون بهذه الطريقة إذن ممكن يكون الحمل كامل ممكن لا ممكن يكون القضية كلها إعجازية صناعة ربانية تمام وبالتالي مقدرش نبني مقدرش تسعة شهر مقدرش نبني على كونها حملة فاورا ثم وضعت بعد الحمل مباشرة لأن الفاء هاي بتعني إيش إيش ليش لأنه ممكن يكون أحيانا الفاء حملته طيب من هو معروف إنه حمل تسعة شهر فانتبذت يعني يبدو أنها الآن بدت هي تشعر ممكن بآلام المخاض تعرفون النساء ممكن يشعرين قبل فترة فانتبذت وسبق أنه تحدثنا إيش انتبذت إيش انتبذت فحملته فانتبذت به مكانا قصية قصي قصي هل هو البعيد هل المكان البعيد غالبا إذا بتذكروا إحنا تحدثنا في موضوع قصي هو فيه معنى البعد وفيه معنى الارتفاع فيه معنى البعد مع إيش ارتفاع كيف لما نقول أقصى أماني لأنه بتمنى لتحت ولا لفوق لفوق لما نقول أقصى أماني فلان كذا إيش يعني أقصى البعد في إيش في عالم الرفع والإتفاع لذلك لما تحدثنا في موضوع الأقصى إيش ممكن يكون فبالتالي إذن فحملته فانتبذت به مكانا قصية إذن قصي فيها بعد آه شو كمان إضافة للبعد ممكن الارتفاع هل هي ذهبت إلى مكان بعيد مرتفع لما شعرت بالآلام الوضع ممكن أحيانا تأخذ الآلام ساعات طويلة وأحيانا أيام تأخذ بشكل فحملته فانتبذت به مكانا قصية فأجاءها أجاءها نادر ما تستخدموها أنتوا كعرب وتقول إش أجأته أو أجاءه حدا عمكم مسؤولة واحد بقول آه إذن سبق بينا بإنه جاء إيش بتفرق عن أتى غير الكلام اللي بقولوه يا شيخ باسم تفرق عن أتى إنه المجيء فيه قرب قرب يعني هل المجيء إتيان نعم هل المجيء إتيان نعم بسألوا إتيان قريب كثير وجيء يومئذن بجهنم جيء أي جيء بشيك بعدين فلما أن جاء البشير جاي بالقميص هو في قصة يوسف عليه السلام فلما أن جاء البشير ألقاه هو بالقيم هو بعيد أربعة خمسة متر ولا لازم نقرب مشان قميص يعني انتبهنا جاء جاء إذن ممكن يكون فيه فيه فروق بين معنى أتى وجاء لكن نحن الآن نركز على معنى القرب فأجاءها يعني جاء بها المخاض وقالوا يعني ألجأها وتعرفوا أنتم مسألة أنه ليش ممكن هي تأخذ جذع النخلة وتشد ما معروف أكثركم بيعرف أنه في حالة المخاض مرات والآلام وبدها تولد المرأة تمسك شيء تمسك فهي لما تمسك جذع النخلة هذا بسعد وتشد بشيك فأجاءها المخاض إذن المخاض ألجأها إذن شو ممكن أجاءها ألجأها وجاء بها جاء بها إيش يعني قربها ومش بس قربها للنخلة نسكت بالنخلة مش هيك يفترض فأجاءها المخاض طب إيش المخاض نحت اللغة يعني وأنتم بتعرفوا المخيد ولا بتعرفوش المخيد المخيد اللي هو يعني باللغة مخيد يعني فعيل بمعنى مفعول يعني مخيد بمعنى ممخود شو يعني ممخود إذا بتلاحظوا بيوضعوا مثلا اللبن في سائل أفهم بيوضعوا اللبن في إناء ماء جلد ولا غيره ومسكر وبيبدوا إيش يخضوا يخضوا طيب هذا اسمه مخض شو يعني مخض اضطراب الشيء في داخل شيء اضطراب شيء في داخل في باطن شيء شو اسمه هذا مخض وبالتالي ليش سمينا مخيد إحنا مخيد إحنا منقول مخيد ليش سمينا لأنه هو يوضع في داخل إناء في باطن إناء ثم إيش بيصير في حركة وإضطراب إذن الحركة وإضطراب داخل في باطن شيء شو اسمه هذا مخض وبالتالي لما بيصير في التراب في داخل المرأة لما بدأ تولد آلام وحركة الطفل وتفاصيل هذا بيصير شو اسمه مخاض إذن فأجاء فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة يعني فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة طب النخلة إيش نخلة على فكرة إيش النخل إيش النخل هو أصلا لما أنت بتقعد تنخله 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 شو القصد بالتنخيل هذا لما أنا بصير أنخل قصدي أختار أفضل شيء لذلك ليش سمينا اللي بنلقي هذا نخاله لأنه أو إنخاله يعني إحنا منقول لأنه يبدو اللي نتج عن النخل وهو الاختيار بقصد أخذ الأفضل لأنه نعمل بهذا الشكل مشان إيش لاحظ النخل مشان في الأخير منوخذ الإشي اللي كويس ومالترك اللي بدناش هو إحنا فبالتالي طب ليش سمينا النخل النخل على ذوء هذا الكنون لأنه إذا كان هو اختيار الأفضل على ما يبدو وفعلا هو هذا على فكرة فيه بتنافسه في عالم الشجر الشجر أقصد اللي إله جذر جذع وسيقان وبتفرع يعني إنسوا العنب العنب بيشبهش الشجر لأنه على فكرة ملك الفواكه كلها العنب هذه أول قضية تعرفوها ملك الفواكه كلها العنب بتنافس مع التمر وعندنا الشجرة المباركة الزيتون والزيت فيبقوا بتعرفو إنه النخل بنوجد شفو الأماكن غالبا اللي بنوجد فيها الزيتون الزيتون بدو بدو مناطق معتدلة لا هي حارة شديدة ولا هي برد برد شديد معتدلة والنخل بيكون في المناطق الحارة فيبدو إنه فعلا ما في شجرة أفضل منها من الشجرة اللي اعتدت الناس في المناطق اللي يزرع فيها إلما منيجي مندرس إيش يمكن يستفاد من النخل شي عجيب هو والزيتون أفكر شجر الزيتون والنخل وكأنه نخلت يعني كأنه نخلنا بكل الشجر واخترنا الأفضل أنه النخلة النخل النخيل طبعا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني ميت طبعا هو إحنا مع فكرة إذا هي تسعة تشهر إذا هي تسعة تشهر إذا ما بيحملن كل النسوان وممكن لا تنقلنا أولا شونا بيجعلها تكون بهذا الشكل أولا لاحظوا هي ابتعدت عن الناس تصوروا في البر تبتعد عن الناس مع آلام ولا وحدها وفيش مساعد ثم يعني آخر مرة تم الكلام معها بجوز قبل تسعة تشهر يعني بيكون الواحد إيش قال لك بجوز أنا أبصر عادي بعد فيه اتصال ولا ما فيش ها مش آخر مرة تتلمتها الملك لما نفخ طب وبعدين إيش طب لذلك واضح من آلامها وحالتها النفسية و أذراء وبدت أولد والآن وهموم إنها راح تيجي بقومها وبيأمن طب هي بتأمن وفهمها وهي عارفة طب والناس شو راح يقولوا الناس وهذين الناس على فكرة الطهرين بهمهم كمان وجهة نظر المجتمع حساسين لأن يفساك إذا بتلاحظوا بوصل فيهم البلادة أحيانا درجة إيش ما بيسألش في الناس وشو بتقول الناس ليش يكون حساس أصلا فهونا والقرآن أبيعبرناك أو بيعطيك بالضبط كهي إنسانة زي بأخ البشر أعلامها ومخاض وباقي النساء وشو ممكن في مثل هيك وضع محرج يعني اليوم المرأة بتكون من الزوجة وإلها زوجة وإلها أهل وكل هم فازعين في المستشفى وعارفة تماما ومستبشرة بالولد وكله تمامه وبتكون الصحة وواصل ها وحالتها النفسية طب كيف لما تكون في البر وقومها أبصر فيه قولوا ويصدقوها ما يصدقوهاش وبعدين إنا تسعة شهر إيش بلدو الوحيع بيجي الجيش ها جاء ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا وفي المسيا يا شيخ في القراءة إذن اللي هي قراءة الجمهور يعني مش قراءة الجمهور هي وكنت نسيا منسيا يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا وكنت قراءة الجمهور وكنت نسيا طبعا تعرفوا القراءات ما هي كلها قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الرسول يعلم القراءات المتواترة تمام وكنت إيش النسي أو النسي 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 زمان كانوا مثلا لما يكونوا في سفر مثلا وتنزل وينزلوا في مكان المدارب وإشي بعدين بدهم يرحلوا في أشياء بتكون تافهة بتركوها ما بنزمش يعني يلموا كل شي يعني وتد وتد استخدموا مثلا في خيمة هذا بتركوه في شوية غراض بتخففوا منها هذه الأشياء اللي التافهة في منظار الناس اللي ما إلها قيمة شو بيسموها نسي ليش سموها نسي لأنه أجيب هيا بقى إنسة ما هي أصل من الناس إيش تتركها متأمدة لأنه النسيان نسيانين ممكن نسيان عن ترك تعمد يعني إنسة يعني ما بستاهلش أو نسيان بعدين بنتكلم الآن عن النسيان وإذا تذكر إحنا فرقنا بين نسيان وسهو وغفلة إيش الفرق بين هذور الثلاث ولكن نشوف هي وكنت إذن نسيا يعني بطبيعته بتتمنى لو كانت هي زي النسي هذا اللي ما بيهتم له أحد ومش بس هيك وما نسي مش إيش إليه قيمة أصلا ها ولذلك أضافت إيش منسية كمان كمان هو نسي يعني بمعنى إيش النسي أو نسي النسي والنسي اللي هو الشيء اللي بطبيعته تافه وما حدا بيقبه فيه وكمان إيش وكمان منسي بشكل التأكيد وكنت هي بتتمنى لو إنه ما ماته يعني ماتت ومش بس ماتت أفترة مش بس ماتت والناس ما تذكرهاش أصلا لأنه ممكن واحد يموت ويظل همه همه إنه أموته بعدين قرابي من بعده من بعده ينخزيه طب هاي أشي هاي شديدة هاي لأنه في ناس خصوصا الناس الأخلاقيين بيكون مش بس بيهتمد نفسه والتهمة إذا بدها تطال كمان قريبه العار اللي بدي خلفه فهي بته يا قبل لحظة يا لتني ميت قبل هذا قبل هذا وكنت نسيا يعني من الأشياء التالفة الحقيرة اللي الناس بنسوها وكمان ناسينها كمان ما أدا بعرفها وكنت نسيا منسية وكنت نسيا منسية فناداها من تحتها هون تحديد الجهة فناداها من تحتها هون تحديد الشخص وقراتين القراتين متواترات فناداها من تحتها إذن الجهة هون الجهة من تحتها خصوصا لما قلنا إحنا إنه شو معنات قصي بعيد مع ارتفاع بجوز هي ها لعظه أبعدته وكانت في مرتفع هيك بعيدة تمام فبالتالي فناداها من تحتها أو فناداها من تحتها الشخص وذلك في قولين للمفسرين إنه فناداها من تحتها اللي هو من تحتها في الجهة يعني الشخص نفسه إنه جبريل عليه السلام ولكن يبدو الأرجح إذا بنرجح لها واضح إنه عيسى عليه السلام الطفل يعني الطفل مش هو نفسه الطفل لما جاءت لقومها ها تحمله يا مريم إلى آخره شقة نطق فإذن هو ممكن أول أول ما نطقوينتها عند الميلاد إلها تطمينها 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 إيه شوف لما ينتقو الطفل اللي هو تحتها ومن جهة من تحتها الجهة ومن تحتها الشخص ويبدو إنه الأرجح لا إنه مش جبريل لأنه واصل هون مش مذكور جبريل أصلا في النص بالمرة أنه نص ما خلص انتهى حملته وبيجيزك عدد تسعة شهر بعدين انتبذت مكان قصي طيب والآن لحظة فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة حملته حملت مين حملته حملت مين خلاص إذن الكلام المذكور إيش فانتبذت به به مين عيسى عيسى لحظها فانتبذت به بمين يعني بعيسى عليه السلام فانتبذت به مكانا قصية فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا من منسية فنادعها من تحتها من المذكور قبل شوية يعني هو جبريل مش مذكور أصلا جبريل عليه السلام مش مذكور هنا المذكور هو حملته فانتبذت به ومن أكثر ما استغربته أنه بعض فطاح للتفسير المعاصرين المعاصرين شوف كيف الإنسان مهما كبر أحيانا تصوروا بيجي مقول أنه أنه أصلا عيسى مش مذكور عليه السلام في المصر المذكور جبريل فكيف بنا نحملها فهو برجح أنه جبريل قالوا عيسى مش مذكور قالوا عيسى عليه السلام مش مذكور أما حملته مين وانتبذت به مين بالأكس جبريل اللي مش مذكور مع ذلك بتجد بيحصل أحيانا من كبار المفسرين بكلك هذا جبريل حتما لأنه أصلا وين عيسى عيوان ذكر عيسى وين ذكر عيسى عليه السلام وين هو فحملته فانتبذت به أيه عيسى عليه السلام مكانا قصية فناداها إذن من اللي نداها يبدو انشوا موضوع جبريل الآن لأنه بعيد تصوروا ممكن أحيانا أهل التفسير إلى درجة إنه ممكن كبير تفسير يكون لك إنسى هذا جبريل وهي لم نقول إنسوا لا بل هذا عيسى لأنه هاي النص حملت هو 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 فانتبذت به هو هو عيسى خليني إذن أقل الدمائر وأقولي الاسم فحملت عيسى فانتبذت بعيسى مكانا قصية فأجاءها المخاض إلى جذع النخرتي قالت يا لتني ميت قبل هذا وكنت نصر منسية فناداها عيسى نسجم أو لا فناداها لأنه أصلا تحتها فعلا لما بطول أدوين بيكون لما بطول أدوين بيكون تحتها والجهة اللي بدون ناديها منها تحتها فالجهة تحتها والشخص تحتها المولود أما كيف المولود تكلم طب هو مهروها الآن راح تلفه وتلوح فيه لقومها وراح يتكلم كمان وإنه يتكلم معها هو يتكلم معها هو هذا بطمنها تماما بطمنها تماما ما لا تكون شيء تماما زي ما جاء الملك قل لي إنه أنا رسول هيا الولد عم بقول فناداها من تحتها ألا تحزني تصور وهذا على فكرة إشي مدهش غير معهود الولد بقول ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية سرية واحد من سنين في التفسير إما السري اللي هو الرجل يعني ذو الرفع صاحب الرفع والمكانة والشرف يسمونه سري ويبدو لي أفكرة يبدو لي إنه شجر السرو هذا السرو ممكن نسموه سرو ليش لأنذا تلاحظوا بيرتفع كثير بيرتفع كثير السرو والسري هو صاحب الرفع والشأن بشيك لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا هذا طبعا شاعر قبل الإسلام جاهلي هذا شاعر جاهلي قضية السري والسرة معروفة إذن لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا طيب ويقال إنه لا السري اللي هو النهر الصغير نهر نهر ويسمي سري لأنه يسري بنطافة يبدو مش بيكون شلال مش بيكون شلال لا بيكون سريان لطيف فممكن هذا النوع من النهر اللي سريانه هيك فيه خفة هذا إيش سري بسموه فالأمرين وردات في اللغة طب نشوف الآن نشوف شو ممكن يأكد هذا المعنى أو هذا المعنى لما يجي قلها ولاحظوا إنه مش هو اللي بتكلم يعني مش هو الطفل اللي عنده في ذهن المعاني وإنما ينطقه مين إذن تستغربوش إنه وصف نفسه إنه إنه راح يكون رفيع الشأن وشريف لأنها هي خايفة من العار أصلا هي خايفة من العار بس هذا الولد شو راح يكون شرف ورفع مش هي ولا هي ليش أفكرة هي وهي بس ألم هي يا ليتني متوا قبل هذا ولا مسائل ثانية مسائل ثانية وكيف مواجهة الناس كيف مواجهة الناس وبعدها مش الظن للناس يعني عندهم المعلومات اللي عنها المعلومات اللي عندكم حتى تقول تمام الأمور لا وهو أصلا من أول ما واجهتهم من أول ما واجهتهم شو قالوا لها يا مريم لقد جئت شيئا فريا تمام هايو هايو من أول يوم واجهوها في المسألة فإذن لذلك إنه خاطبها يقول لها لا هذا اللي تحتك أنا يعني شريف ورفيع المنزلة سري ها قد جعل ربك تحتك سريا هذا المعنى إذن السياق نفسه بيقبله إنه هي لعنة من إيش خايفة؟ من العار والعار شرف رفعه العار شرف رفعه لا قد جعل ربك تحتك وهو يعير يعير فيها ابن الزنة مثلا ها يعير بإمه وإمه تعير فيه الناس هيك سبحان الله مع أنه مريف زنب يعني الولد تمام الناس هيك فبالتالي قد جعل ربك تحتك سريا ممكن مقبول في السياق طيب والسري اللي هو النهر النهر يعني يدو النهر صغير يجري بسلاسة مقبول برب ليش لأنه بعدها شو بيقول قد جعل ربك تحتك سريا فاكلي آه لا لا ذو يعني بقصد من نسبه للسري الآن فاكلي واشربي إذن ممكن يكون واشربي عساس إيش طيب إذن فما داها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهوزي لحظة وهوزي إليك انتبهوا الآن المعنى إليك لأن الواحد كيف ممكن يهز يا إما هيك يا إما هيك لا وهذا الواحد الآن والدانة تهز هيك هيك وين هو أتبع بزموط تقعدوا تدفع هيك وهي السعوال دي جديد لكن هي الآن ماسكة هيك هوزي إليك هذي هذي هيك وهذي لازم تدرسوها أنتو شوفوا الأطباء شوفونا هذا الموضوع لاحظوا هي كيف بده تهز بده تهز هيك إليك لأن هي ماسكة هي ماسكة وهوزي إليك إذا مش هزي جذع النخلة مش هزي لا وهوزي إليك إذن المسألة هي ماسكة طبعا هيك تدفع بهذا الاتجاه وعلى فكرة ممكن إذا بلكي هذا الدفع بهذا الاتجاه هيك الهز بحض العضلات القراعية بس الأول يستخدم العضلات البطن واللي فيه مشكلة لطيف نقبل منك عماد عساس نقولها ونشوف المعلومات عندك أنت 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 مسؤول عماد بقول أنه الهز بهذا الشكل بده عضلات الكتسين وإيش والإيدين بس الهز هيك بدخل فيه تحت وهذه تحت هنا يعني منطقة البطن بده يصوله عضلات البطن وهذه بتكون حساسة الآن من الوضع لكن لما تهز هيك هيك بشتغل بس إيش ها بجهز أمر ثانية ها هنا ما نقول عكلا إحنا من نفسر زي ما هو الآية ما تقول بشيك وهوزي إليك بجذع نخلتي تساقط عليك رتبا جنية طب إيش الرتب وإيش الجني إيش الرتب وإيش الجني إيش يقابل الرطب في القرآن لا في القرآن أنا قلت إيش يقابل الرطب في القرآن يابس ولا رطب ولا رطب ولا يابس إذا اللي قابل في القرآن الرطب إيش اليابس مش الجاف مش الجاف تمام نشوف شو معنات رطب أو رطب الرطب لاحظوا بيكون في مسألتين المسألة الأولى مدايا ها ها ولو كنت ندوى برضو لغة صحيح كيف اللي ما نقول ندى لما يكون إش مندى بيكون إيش ها ها بيكون رطب بشيك اه مندى طيب إذا بيجمع شواتين الرطب ندايا مع لين 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 لأنه قابلها اليابس لأنه اليابس بيكون جاف وصلب كمان مرة اليابس بيكون جاف وصلب وفي أشياء بتجف بتكون إش صلبة مثلا ثوب كان مبلول وبجف بصير صلب هون أدقكم معايا ثوب مبلول فيه دلال وجف وجف بصير الشابس بس هنا الكرآن لما قابل قال ولا رطب ولا يابس طيب إذا كان رطب غالب بيكون لين رطب إيش ولينها رطبة مع لين مداوة مع لين يقابلها اليابس يابس لحظه جفاف مع سلابة لذلك إذا ما نقول عنه الصلب يابس ولا لا إذا مش أي جاف يابس مش أي جاف يابس تمام إذا الرطب الآن ليش الرطب فبتعرفوه الرطب انتم الرطب بتعرفوه لا هو بيكون بلح في البداية البلح بيكون في البداية يابس بشيك؟ يكون يابس ولما بصير فيه وحيان بتحول للتمر وبين البلح والتمر بيكون هذا اللي منسميه إحنا إيش؟ رطب بيكون فيه النداوة أكثر وبيكون لين رطب وهذا ممكن يكون فيها إشارة بتعلق بالحوامل يعني يعني حتى مش بس التمر الرطب طيب الآن وهو جزي إليكي بجذع النخلتي تساقط عليكي رطبا جانية إيش الجاني؟ إيش الجاني؟ إنت لما بتجني بتقطف يعني الثمر تجنيه بس برضو يعني هل هذا وقته؟ هل هذا وقته؟ لأنه فيه وقت لجني أي ثمر بشيك؟ جني أي ثمر فيه إليه وقت فهون جني معناته ين بوقته جني إذن هو بوقته، وقت إيش؟ وقت إجتناءه يعني اقتطافه، لأنه اقتطاف أي شيء من شيء على فكرة هذا جني وإن كان غلب يذكر الجني في موضوع الشجر والثمر بس هل فقط المسألة تتعلق الجني باقتطاف الثمر؟ لا ولدنا منه أمور مثلا الجناية واحد عنده جناية وجنحة وجنيمة الجناية يا شايمي آآ جنا آآ مش هيك؟ وجنال جنتين آآ آآ جنال جنتين هذا فيه موضوع هون أيوة وجنال جنتين دان لأنه جناش إيش؟ هو بكون جاهز من اقتطافه وجني وأخذه إيش؟ اسمه جني أخذه بس الجني الحقيقي اللي في صورته المثالية لما تقتطفه فيه آوانه فإذا شو جني؟ شو رطبا جنية يعني فيه آوانه رطب فيه آوانه آآ الآن هكتني جيها شوي آآ تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وكري عينة إيش قري؟ عينة وإيش قرة العين؟ قري عينة لاحظوا القر البرد ومارات من كل قر بشيك؟ البرد ولما مثلا واحد يبكي كثير من حزن أو غيره شو بصير بالنسبة لعينه؟ بتسخن تسخن عينه يقابلها إيش؟ بتبرد وبتجف لما لما بجف دمعها وبتبرد لاحظها؟ مقابلها إيش؟ بتسخن العين وبكثر دمعها وينت بتسخن وبكثر دمعها؟ لما بكون فيه حزن أو ما طب وينت بتبرد العين وبجف دمعها بكون فيه سرور حتى دمع السرور يختلف عن دمع الحزن حتى دمع السرور بختلف عن دمع الحزن من ناحية درجة حراسه كمان تمام؟ فهون إذا هذا هو أرجح معنى في قضية إيش؟ منين ولدوا الناس؟ وقري عينه اللي فيها معنى لطمئنان والهدوء والسكينة مش هيك القضة تقري عينه؟ بس إيش أصل هذه اللي بها؟ من هذا من أن هالعين بتبرد؟ ببرد دمعها ببرد دمعها تمام؟ اللي بتقابل إيش؟ اللي بتسخن اللي بتسخن اللي بسخن الدمع ساخن بكون طيب؟ وفيه ناس قالوا لا قري المقصود ليش في حالة السكينة والسكون العين غالبا إيش؟ غين لما يكون واحد مضطرب المضطرب عينه بتروحه بتيجي بتروحه بتيجي المضطرب مش هيك؟ عينه بتروحه بتيجي وين تاب عينه بتقر؟ تسكن يعني؟ لما بيهدى نفسيته إذا ندرب لكم ما هو النفس من جوه بمعكس على الجسد الجسد إذا كان فيه قلق إذا فيه قلق وخوف واضطراب شو بصير؟ العين بتظل هايش؟ ها؟ ها؟ لكن لما تطلع عليه تلقي عينه ساكنة معناته هو من جوه إيش؟ آه هذه المعنايين بس أنا أرجح منهن؟ لا الأولاني فكلي والشربي وقري عينه يعني إيش قري؟ آه هايش إخ؟ بالنسبة لهز النخلة هز النخلة هز النخلة شو ممكن نحن نكون مثل البطرة؟ الهز اللي نزل؟ آه 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 احنا احنا الآن 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 إحنا مش في مقام آه 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 موقف عادي ومقام يعني حتى النخلة في علماء شو بقولوا؟ وهذا لازم نعرفه؟ في علماء بقولوا هي أصلا النخلة وجودها كوجود النهر ولذلك هو قال النخلة دقق وهز لعظة مش فأجاءها المخاض إلى جذع نخلة؟ فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة فممكن تكون أصلا للنخلة النخلة كانت من أجلها زي ما هو من أجلها إيش؟ قد جعل ربك تحتك سريع وأنطق الولد كمان وهي الآن هي شدة انت بس خوبي إلك خوزي إلك أما احنا بدنا نتوقع الآن بدنا يكون عندها ما هو كل الموضوع كل الموضوع ما هو كل ما دخل عليها زكريا بدون ما تهز حتى يا شيخ كل ما دخل عليها زكريا المحرابة وجد عندها رزق قال يا مريم أما لك هذا؟ قالت هو من عند الله دقق إذا معناته الهز الهز مش بس مش أن يسقط وجوز بفيدها هي في وضعها هي اللي قلنا بدنا ندرس هذه إليك الشد هيك الشد هيك أما قضية تسقط وما يسقطش ما احنا كل عوابه يا شيخ ما هي كان يجيها أصلا بدون ما ته ها في المعيش ممكن يستفاد منه حتى حتى الناس اللي بدعوا حتى الناس اللي دائما يا رب يا رب طبعا انت شو قلت انت شو قلت يا ابن آدم حرق كدك حرق كدك ونظني رزق عليك هبصر صحي الحديث ولا ما صحيش بقوله حديث كدسي يا ابن آدم حرق كدك يعني ابذل من عندك انت يعني ابذلوا بعدين أما بالمره يعني مثلا ها بس كان بذيقك الشيخ بقى السريع يا شيخ كلها اعجاز شيخ باسم بقترح انه انه الاية ما قالت حملت به حتى يروح ذهننا لتسع تشهر حملته حملته طيب واذا جبت الاية انت اللي في القرآن شو بتقول حلال ما حملته امه حملته امه شوفت القرآن فيه حملته مش حملت به امه يعني المهم ايوه هي اشارات اذا مش مرجحات هي اشارات مش مرجحات لانه فيه حملته امه بشيك مش حملت به امه حملته امه فممكن بلك اشارات بس ممكن حمله وفصاله حمله وفصاله اه ماشي اشخ باسم مليح هي اشارات قداش بقي الى الاذان ايوه ايوه ثلاث الاذان طيب فحملته اه وين فحملته احنا قري عينا فإن ترين من البشر احدا فقولي اني نظرت للرحمن صونة فلن اكلم اليوم انسية طيب بس خليني شوي هون اتوقف لاحظت انه بخوده احيانا بخود البعض في موضوع بيت لحم وفيها فيها ولا ما فيهاش نخيل مع انكم تعرفوا انت بيت لحم تقريبا نروحي شوية صغيرة هيك اللي انت تجد في الور بشيك يعني متجاور مع الور اه وبعدين مين قال بيت لحم يعني حتى المرزمين احنا بيت لحم اصلا اثنين اه بعدين مين قال انه هاي الموضوع النخلة هو موضوع دمن السنن بل كي من دمن كل السياق اللي هو ايش اعجازي حتى نقعد نقول شتاو مش شتاو ونرده ما نردش فهذا انا بشوف انه هو خوض في امر فيش على دليل يعني ممكن في وقت اصلا ما فيش نخل ومثل ما قد جعل ربك تحتك سرية جعلها النخلة وكل في اطار ما هو اصلا عيسى فيما بعد كان يحيي الموتى ويخرج الموتى ويبرئ الاكمهة والابرس وكان يأتيها الانسقاف المحراط وكان الاخير مش قضية فاذا هذا لا يصلح في مجال الاستدلال نقعد نقول انه في الشتا ولا مش شتاو صدقوا النصارى لما قالوا خمس وعشرين ديسمبر وكانون يعني كانون اول ولا كذا ولا كذا هذا لا يصلح فيش ادلة وبعدين انه في بيت لحم ولا ما شفيت لحمين قال احنا موافقين يعني بيت لحم اش عرفنا بيت لحم اه لانه هذه القضية احنا ممكن نخوض فيها ونبين هذه المسائل اه 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 احنا هيك عم يسلم مناده انه بطل موضوع جاني موضوع عام انه اجوات البطل انه برضو كمان هذا في حالات خاصة اه يعني هو لما خلق لها النخلة ممكن ايضا خلق لها الرطب جاهزة خلاص لو في 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 اشكال انك تميل تميل الى انه لا سنة طبيعية وانه كان في نخل نخلة وانه كان وقتها مندهز من ناقش هذه القضية الاحتمال الثاني من ناقشه والهز اي مرة المرتولة ايوه 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 اه اذا هي انه بتضع بتشد الها وهذا بساعدها تنزل امور اخرى لطيف مع انك مش طبيب يعني طيب اه هم هم طب نجي لموضوع موضوع انه النصارى بقوله انه مولد عيسى عليه السلام كان في خمس وعشرين ديسمبر اللي هو يعني كانون اول خمس وعشرين مارش خلص الوقت طيب احنا راح نخوضن في مسائل اخرى ان شاء الله واخر دعمنا الحمد لله رب العالمين وبرك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين اليوم ان شاء الله نتحدث في الجزء الخامس في قصة مريم عليها السلام وكنا في المرة الماضية وصلنا في الكلام الى الى فإن ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم انسيا وصلنا وصلنا الى الان الان قبل ما انه ان نفسر نرجع شوي في عدة مسائل المسألة الأولى في بعض الناس بقول انه غابة مريم تسعة شهر منين الكلام منين من نعرف انه غابة تسعة شهر وإحنا نعمل قادرين نعرف انه كان الحمل تسعة شهر ولا ساعات ما مدري لأن القضية إعجازية فمنين من نجيب انه تسعة شهر طيب انت انوافقين تسعة شهر في ناس بقول تسعة شهر طيب وهي بعيدة عن أهلها شي عجيب ليش؟ قال لأنه لو كان تسعة شهر كان بنتبهوا بنتبهوا انها هي حامل برضو هذا الكلام مش كثير دقيق ليش؟ لأنه احنا في حياتنا تجاربنا في بعض النساء إذا بتلاحظوا بعض النساء لا يظهر الحمل عليهم بشكل واضح خصوصا انه أهل زمان ما كانوش يلبسوا زي اليوم بتجد لباس فضفاض وممكن فوقوا عباي وتفاصيل فكيف بدون انتبهوا الناس يعني خصوصا إذا بدها تتعمد ايش؟ تخفي يعني هذا بالنسبة أما اليوم بالبسن يعني الديك وهالمساء الهاية هذا موضوع ثاني أما القديم يعني ممكن كثير من النساء كما قلنا بيكون الحمل مش واضح كثير بشيك؟ شفنا كثير وفي الوقت نفسه اللباسهم القديم خصوصا إذا هي أصلا كانت متعبدة إذا كانت متعبدة شو بدها تكون لابسة؟ بشيك؟ فضفاض الفضفاض اللي بليق بالنساء ودائما يعني المرأة كلما لابست الفضفاض بتكون هي أقرب إلى التقوى كنتوا لاحظتم لما تحدثنا في قضية العجاب إنه فيه لباس اللي تتوفر فيه الملابس الشرعية الشروط الشرعية وفيه زيادة عليه كمان شي بالتبس لللي بدها تتقي أكثر فوق اللباس اللي هو تتوفر فيه الشروط الشرعية فهي قديما مش سهل يكتشف أنه فيه حمل وبالتالي ليش تغيب تسعة شهر؟ لو حصل إنه الحمل تسعة شهر؟ بشكل؟ الآن طب ما تولد المسيح عليه السلام الشي سائد الآن عند النصارى هم بقولوا في 25 ديسمبر يعني 25 كانون أول يعني 25 ماش 25 ماش في بعض الناس بقولوا سبعة واحد إذا بتلاحظوا الاحتفالات أقصد بالذات العلث الذكسو الأكباط ممكن يحتفله في سبعة واحد يعني في عندي 13 يوم لأنه شهر اثناش واحد ثلاثين مشيك؟ في 13 يوم 25 أو سبعة جيد إنه نعرف عدة مسائل في هذه القضية المسألة الأولى إنه هذا الخمسة وعشرين خصوصاً خمسة وعشرين اثناش خصوصاً قديماً قبل ما يكون في دقة في مسألة المعارف الفلكية دقيقة جداً زي اليوم في الدقة بالثانية تمام؟ كانوا 25 بالنسبة لهم أيام احتفالات في عدة أمم وثنية خصوصاً اللي بعبدوا الشمس في 25 هذا بالذات لماذا؟ لأنه يكون أطول الليل أطول الليل وأقصر نهار ويبدأ الأمر يكون بالعكس الآن يبدأ بعد 25 ما يحدث؟ أيوة النهار يطول فكانوا يعتبروا أنه هذا يعني مولد الشمس ومولد النور مولد الشمس والنور لأنه يبدأ النهار يطول على حساب الليل طبعاً ليس مدرورة يكون 25 هذا حساباتهم القديمة لكن اليوم ممكن 21 22 23 هم يختلف من سنة ممكن أما ليس 24 ولا 25 اللي هو يكون أطول أطول الليل وبعده يبدأ الليل يقصر والنهار يطول فهذا 25 كانت كثير من الأمم تحتفل فيها فكرة الأمم الوثانية وهو مولد النور وعيد الشمس اللي بعض الأمم كانت تعتبرها آلهة طب إذا ما ماتوا طب كيف صدف أنه عند النصارى أنه مولد المسيح بـ 25 اللي هو العيد المعروف يعني كان عند الرومان وغيرهم وحسب قلنا إذا بتذكروا نذكركم شوية الرومان كانوا وثنيين إحنا منعرف الرومان دخلوا فلسطين ستين قبل الميلاد احتلوا فلسطين ستين قبل الميلاد إذا لما ولد المسيح عليه السلام كان اللي بحكم هم من؟ الرومان الرومان والرومان كانوا لحد الآن وثنيين وبقيوا على فكرة وثنيين لمدة طويلة يعني نقول 300 وإشي خلينا أقول 325 خليني هون في 325 اللي سبق إنه تحدثنا فيه أكثر من مرة إنه 325 في مجمع اسمه مجمع نيقية تم جمع القساوسة يعني لبحث مسائل من اللي جمعهم؟ اللي جمعهم الامبراطور الروماني الوثني كوستنطين الوثني كوستنطين كان لا يزال كوستنطين لحد الآن وثني لكن هو معني بأنه يعني يحسن مسألة كانت دمن امبراطوريته موجودين من النصارى وبينهم خلافات فهو بدي يحسن المسألة وخصوصا إنه أمه اللي هي هيلانا اللي بنت كنيسة القيامة على فكرة كانت مسيحية قبله وكان على فكرة يعني مع أمه ماشي تمام يعني إيش بالها؟ كوستنطين يلبيلها لذلك لما بنت هي كنيسة القيامة في الخدس بنتها وهو لا يزال كوستنطين اللي هو ابنها لا يزال وثني لا يزال وثني فيبدو تأثيرات أمه اللي كانت مسيحية واللي الآن بسموها القديسة هيلانا إن كوستنطين طبعا كوستنطين جمعهم وكان في خلاف تذكروا قلنا إنه في آريوس آريوس وأتباعه كثر كان يرى يرى إنه المسيح عليه السلام طبيعة بشرية في مقابل ناس كان يزعموا إنه المسيح طبيعة لهوتية تمام؟ ففي خلاف آريوس كان يبحوز على تأييد أكبر لكن يبدو لما كان المشرف هو كوستنطيني الوثني على هذا كيف المؤتمرات تتقلم اليوم على فكرة اللي كانت تعقد في بلاد العربية إذا أكد في مصر المؤتمر كم يكون تجد تأثير في القرارات لمين؟ لمصر أكد في سوريا التأثير في كثير من القرارات إيش؟ لا لا الحكومة السورية يعني دائماً اللي بيعقد المؤتمر بيكون له دور كبير وكان كوستنطين هو اللي جامعهم وامبراطور روماني وثني هو على فكرة يبدو إنه تبنى المسيحية بعد سنين قليلة من مجمع نيكيا اللي هو 325 ميلادي بعد كم سنين هو على فراش الموت يقال صار مصراني هو على فراش الموت هو يحتضر يعني على فكرة يحتضر أو لا يحتضر من ناحية لغة؟ لا هي يحتضر ليش؟ لأنه من الناس كان يحضر عنده وهو ينازع ويستنوه يحضر عنده فهو يحتضر يحتضر تمام؟ أه مش يحتضر طيب الآن إذن 325 مؤتمر نيكيا هذا مجمع مجمع تم فيه احتيار هذا اليوم بالذات يكون ميلاد المسيح عليه السلام إذن مش كان معروف ميلاد المسيح قبل 325 قبل 325 ما كانش معروف وقت ميلاده وأنت تم تحديده؟ في المجتمع نيكيا في المجتمع نيكيا تم تحديد ميلاد المسيح كيف؟ في مؤتمر في المجمع نيكيا وجاء موافق للعادة الوثنية الهومانية في الاحتفال بهذا اليوم اللي هو أطول الليل وأقصر نهار وبدأ يتحول له النهار وحتى صاروا يفلسفوها يقول ما هو ميلاد النور ما هو المسيح عليه السلام نور وجاء نور هدايا وفق وكاننا هنا أصلاً ميلاد الشمس الآلهة الشمس يعني بدو يزيل للنهار ويقل الليل فيبدو أن الناس اللي كانوا على رأس القساوسة هؤلاء اللي أصلاً فيما بعد لما صار تصويت انهزم أريوس انهزم أريوس ونجحوا الناس اللي بقولوا بالطبيعة اللاهوتية للمسيح عليه السلام إذن واتمنوا العيد المعهود هذا 25-12 اللي معتابين أصلاً من الرماني الوثنيين يحتفلوا فيه لأنه مرات فيه ناس على فكرة بقولنا خلينا إحنا نراعي عادات الناس وتقاليدها خلينا نراعي عادات الناس وتقاليدها أسهل إنه إيش إحنا خليهم يؤمنوا خليهم يؤمنوا في حين الرسول صلى الله عليه وسلم لما جوا يفوضوا المشركين في أكثر من حادثة إنه تسمحنا كذا تسمحنا كذا تسمحنا كذا تسمحنا ما كيف يسمح مثلاً بعضهم قالوا قال الرسول صلى الله عليه وسلم بس ما تهدمش الأصنام إيش ما أهدمش الأصنام هو جاي مشاهل ما يهدمش الأصنام صلى الله عليه وسلم لا نهدمها قالوا له طيب مش بأيدينا نهدمها قالوا هم هاي ممتاز مش بأيديكم نبعت اللي يهدمها هو ضروري بأيديهم ضروري بأيديهم يعني مش مهمة بأيديهم أما لازم تنهدم وفينا صلاة قالوا له شو أنه لو بلاش سلاة ما يعني بلاش سلاة إلى آخره يعني صار في مفاوضات على فكرة في بعض العقائد تقبل التنازلات هاي تقبل التريازلات ما هو أصلاً كريش من الأول يوم عرضت عبدالسول صلى الله عليه وسلم شو رأيك من عندهم من عندك يعني من عندهم من عندك هذا لما يكون دين رباني ماذا عندي وعندك؟ ايش عندي؟ ايش هي؟ هي باعة وشروعة؟ هذا حق وباطل فيش مجال يبدو انهم الجماعة قالوا لك طب خلص ما هو مولد الشمس في 25 مولد المسيح خلين اعتفال ايش؟ يدخلوا ببعضه بصير اعتفال بدل ما هو بالشمس وعالهة الشمس بصير اعتفال بالمسيح ميلاده ما قبل تتمية 25 ما كانوش عارفين انو 25 ديسمبر 12 انو مسيح مولود هذا اذا انقرر في مجمع نيكيا فبالتالي ما نكونش نناقش النصارى ونقول لهم انو 25 ولا مش 25 ما هو اصلا قبل تتمية و 25 لماذا كانوش بيقى 25 وهذا اجت المسألة وخليني اذكركم بمسألة في قضية لاحظوا انو الله سبحانه تعالى لما جعل القبلة تقريبا 17 شهر 17 شهر القبلة بعدين الله سبحانه تعالى رجع القبلة رجعها لكعبة واش قال لاحظوا اش قال وما جعلنا القبلة التي كنت عليها انو اللي كان عليها يعني قدس الا لنعلم ما يتبع الرسول مما ينقلب على عقبي بتختبرهم وما يعني لو وجهناهم في الكعبة لو وجهناهم للكعبة ما هم اصلا طول عمرهم اباؤهم بتوجهوا الكعبة بنبسطوا على الموضوع ما هو الكعبة والعرب من ايام اسماعيل عليه السلام ما هي الكعبة فبالتالي تيجي كلهم الرسول الكعبة هيك ما ميزناش مين اللي ماشي مع العادات والتقاليد فحول سبعتاشر شهرين لو قدس لما تم التحليل للقدس سبعتاشر شهرين ببينه هم باتبعوا الرسول وانا ماشي مع العادات والتقاليد شفتوا الفرق الان بين الاسلام وغيره اذاك لاحظوا القرآن شو قال اذا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها اللي هي القدس الا بس لشان ما يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه لأنه في ناس يقول لك ايش ايش احنا ارسل كميتة القدس طماعي مكة انت ليش بتطيعون يا اخو تمام انت ماشي على العادات والتقاليد هذول لم اجوا قليلك طب كويس هاي العيد بيحتفلوا فيه الناس في 25 بيحتفلوا في الشمس والنور والضياء والآخريه وآلهة الشمس ومولد الشمس ليه كل مولد المسيح فكان مولد المسيح تمام هذه القصة طيب الآن سنة 1582 1582 1582 1880 لاحظوا لاحظوا النصارى انه العيد اللي بيحتفلوا فيه كانوا في 25 ديسمبر 12 كامون اول ايام من نيقيا 325 لاحظوا انه مع الايام شوفوا قديش مرق اكتر من 1200 سنة عندك بدك تقيم من 1582 1882 تقيم 325 سنة خلال هذه الفترة اه صار يأتي العيد مش في اطول اطول ليل اكثر نهار مش في هذا اليوم فانتبهوا انه فيه خطأ فلكي فلازم نعمل تعديل نعمل تعديل لانه فيما يسمى بالتقويم اليولياني يولياني عن نسمه الى يوليوس كايصر 46 قبل الميلاد يوليوس كايصر الروماني 46 قبل الميلاد وطبق في 45 قبل الميلاد شوفوا اللي طبق تقويم وضعوه بقول انه 365 يوم وربع كانوا ببساطة 365 وربع هذا في التقويم اليولياني فلما يجي في التقويم اليولياني صارت كل سنة تختلف شوية قداش تختلف شوية 11 دقيقة و 14 ثانية طب تصوروا انتو كل سنة كل سنة مش كلنا 1582 انتبهوا اضرب انت عندك في السنة قداش قلنا الفرق 11 دقيقة و 14 ثانية 11 دقيقة و 14 ثانية طب مع الايام هاي سنين تجمع فجاء البابا اللي اسمه غريغوري وهذا تقريبا بابا رقم 13 اسمه غريغوري اجا عمل الحسبة اللي ذلك بسموه الآن التوقيت بعد ما كان يولياني فيه اشي اسمه غريغوري شو عمل هذا كان وقتها في 1582 في فرقية تقريبا 10 ايام في فرقية 10 ايام فلاحظة الفرقية العشرة ايام هاي اضيفت الفرقية العشرة ايام اضيفت لانه مشان يرجعوا يحتفلوا زي ما كان في ايام نيقية 325 ويظل فعلا اختفالاتهم يكون النهار الليل في اطول شيء ونهار في اقصر شيء طيب الكنيسة القرطية في مصر مثلا ومش بس في مصر على فكرة وباقي الكنائس في أوروبا وغيرها متفاعلوش مع التوقيت الجديد الا بتدرج يعني مش كلهم قبلو الا شوي 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 اخر شيء في بداة القرن العشرين بعد الاحتلال الانجليزي تقريبا في بداة القرن العشرين في مصر تم التغيير فاكتشفوا انه من نيقية لحد ما تم التغيير في بداة القرن العشرين في ثلاثتاشر يوم الثلاثتاشر يوم انه مكانوش اللقبات راضيين انتو 25 واحنا منعرف انه شهرتنا قديش 31 ففي عندي هاي ستة زاعد زاعد سبعة هاي ترتاشر هدول هم ترتاشر فهم ليش 25 و7 لانه مكانوش الاقباط والأرثوذكس بشكل عام قابلين انه ميعملوا بتحويل اللي يحولوا البابا جروجوري تمام ما قبلهوش فأيام البابا جروجوري عشرة ايام ناقصات شوي على فكرة عشرة ايام ناقصات شوي لكن لما هم في الكونية العشرين قبلوا الاقباط يعني بدأ يكون فيه افرقة كانت مثل 13 يوم فهذا هو الفرق على فكرة بين احتفال 25 و7 25 و7 يعني في النهاية برجع الامر لما قرروا مجمع ناقية وما بديش اخوض معكم في التقويم الان كثير لان هاي ندخل الان في قضايا وهذا حتى التقويم برضو فيه خلل يعني لابد من اصلاحه كل فترة كل 400 سنة يضاف يوم كل 400 سنة يضاف يوم في تفاصيل طريقة الان مش موضوعي يعني ما قديروش بالدبط هي على فكرة اذا بدكم السنة الشمسية السنة الشمسية تقريبا 365.2422 مش 365.25 مش 25 2422 هذه الفرقيات الان تقدر تحسبها انت تشوف اه مش من فرقة اه خلاص خلاص بس ليش انا قلت هذا كمان مشان ما نقعدش الناقش انه اه كان في بلح مفيش في بلح اه هو وين تا الميلاد مش وين تا اه 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 انا قلولك المسارة انه باقي ملوض فعلا في هذا اليوم ايه مش صحيح هاي اختروها هاي بيان مالكم شو القصة وبلاشني حوج الجماعة في الموضوع شو القصة اه اما هو باقي حدا من انتبه يعني يقيم اليوم اللي انولد فيه باقيين يالما الناس انتبهين وعارفين له وعارفين تمامهم ماش صحيح مش صحيح طب هذا بالنسبة اذا لم يلادو فيه ناس ابتعرفوا احنا بنبحث احيانة العجاز العددي وبدأنا نلاحظ انه التاريخ نفسه التاريخ نفسه التاريخ نفسه اله بني رياضية احيانا هذا بيشير لك لقضية القبر وكل الله هم مالك الملك فشو مواجهون بيقولوا طب ما هو المسيح على فكرة هم اكتشفوا ان المسيح مولود بعد نشأة روما ما هي روما لما بنيات بدوا فيها ايه ارخوا فيها بعد ما بنيات روما اه كانوا بيعتقدوا في السنة في السميه واربعة وخمسين فس 여러�... عفوا سبعم���وا واربعة وخمسين شو قلت Dude سبعمى واربعة وخمسين بعد من وقت ما بنيات روما مولد المسيح سبعمائ واربعة وخمسين بعدين اكتشفوا انه لا مولود سبعم intimidated احنا ماشيين الان هان الآن على انين اللهم مع انو فقية او ابرع سنين على فكرة بين ميلاد والحقيقي цы ميلاده الحقيقي واللي ماشي الان اللي ماشي الان في ايران هل هو مولود في 754 بعد دناءه وما وانا 750 هم بدتوها عرفوا انو 750 طب اللي ماشي الان انو اللي ماشي 754 طب ليش مغيروا خافوا يعملوا ذا البلا خافوا يعملوا ذا البلا خلاص مش مفرقة هال 4 سنين اذا معناته مش مولود هو في واحد ميلادي لكن بدياكم تنتبهوا لموضوع مهم انو البشرية الان هذا البشرية الان متفقة على انو هذا واحد ميلادي تمام هذا واحد ميلادي متفقة بغض النظر كان مولود المسيح في واحد ميلادي ولا مش مولود احنا بهمناش ولا شو اللي بهمنا بهمنا انو الناس تجمع على مقييس في التعامل يعني لانو على فكرة كيف تتخاطب البشر كيف تتخاطب البشر هذا مهم واليوم معاملات الناس والاخره والتاريخ وغيره اليوم احنا مثلا 2015 ميلادي خلاص هذا 2015 ميلادي طيب 2015 بالنسبة لمولد المسيح لا بهمنيش انا انو مولد المسيح بهمني في نقطة البشر من تقيم عندها بسموها ميلادي بغض النظر ولد المسيح ولا مولدش لأنه مهم جداً أن البشرية تلتقي على مقاييس معينة في كل شيء ذكرنا لكم مثلاً في الكهرباء يوم بتروح تشتري أنت اللباء وعلى طولي بتركب أي لنبا كانت بتركب ليش؟ لأنهم وحدين لأنهم وحدين المكياس اشتريت من هذا المصنع ولا هذا ولا هذا تركب وإلا مشكلة كان في كثير الكيلومتر اليوم خلص اتفقت البشر على الكيلومتر أصبح الكيلومتر خلص مؤتمد وهذا مطلوب مطلوب أنه البشر نفسها تلتقي وتتفاهم وإحنا اليوم نتفاهمين هم إنه أنا واحد ميلادي ما نخلش إحنا في موضوع إنه ما يلود المسيح فيه ولا مش مولود بهم ما يفرض مولود قبل عشر سنين من هذا الكلام أو بعد عشر سنين من هذا الكلام مش مهم المهم فيه نقطة نقطة بداية اتفقت البشرية إنه اليوم إحنا نبعد عن هذه النقطة بتعينه 2015 سنة خلاص ممتاز خلاص برد النظر والد مسيح أو ما ولدش لأن الدين بيتمش في هايز القضية وأنت يعني ولد المسيح أو غيره من الأنبياء مش مهم اليوم اللي ولد فيه يعني يعني بهمش إن فهمت هاي القضية لأنه في بعض الناس مرات يسألونها إنه يعني إحنا ب2015 طبعاً من أي نقطة من نقطة البداية المتفق عليها بشرياً طيب ولد المسيح فيها ولا ملدش لا من يمنيش انتبعت وصلت الفكرة من يمنيش ولد ولا مولدش من يمني إن البشر ملتقين عن نقطة ولذلك سبق قلنا إن الدين اعتبر التلاعب بالأشهر هذا زيادة في الكفر إنما النسيء زيادة في الكفر لأنه هذه مهمة كثيرة هذه حياة البشر قضية الوقت عنثر الوقت في الحياة في الأمم المتحضرة الوقت مهمة كثيرة أنتوا بتلاحظوا اليوم تقدروا تعيشوا أنتوا بدون ترقيد وانتزامات الناس وكيف تتوفي انتزاماتها وبعد شهر ولا بعد سنة وفي أي سنة وبعدين تذكركم من الأحداث اليوم لأنه في تقويم نعرف إحنا بالضبط ولذلك سبق أشرت أب وبرد أكامنا اليوم إنه العرب أنا ما بعرف أنا شخصياً ما بعرف إنه العرب قبل مجيء الإسلام كان عندهم تقويم ما كان عند العرب تقويم حسب معلوماتي أنا شخصياً والعرب بشكل عام ما كانوا الاول. يلو خمستاش. يزال ما له عشرين. تعالوا نروح نشوف. لما نعرف التاريخ التقويم. العرب ما كان عندهم. وبالتالي انسوكم. موضوع اي تقديرات قبل مجيء الاسلام ولما جاء عمر الخطاب وضع التقييم الهجري. تقييم الهجري. قبل هيك انسى. انسى شو بتقوله اكم سنة مش اي سنة. وهذا عمره ستين وهذا عمره سبعين وهذا. هذا كلام. ليش كلام? ماذا عندكم تقويم? كيف تعرف? كيف تعرف يعني? انتم كيف تعرف انا وانتم مولود? هيك. ما لم ارجع اقول شو اي سنة? وعمل الحسبة بس. وانا كيف نعرف? انسى? لا بعدين ما هم لما صاروا انتبهوا بنزول الرسالة صار في انتباه. وانا اي حال ما هي هاي القضايا مش مهمة كثير. خصوصا قبل اه عمر الخطاب. والتقديم. اصلا رسول ماهتمش في الموضوع. الرسول صلى الله عليه وسلم ماهتمش. ماهتمش انه انت تقعدوا اه تعملوا اه يعني تقويم مش هو اللي حدد. مش الرسول صلصة. عمر الخطاب. حتى ابي بكر كمان. ما طيب. اما قبل اكم سنة هاي ممكن كان مرات لما بيحجوا. حجوا اول مرة حجوا ثاني مرة. اذا اني معنى انه ايش? اني معنى انه يتبع بعد مصافي رسول صلى الله عليه وسلم. ممكن. بس اياكم الظلم انه هالي تقديرات بتكون دايما ايش? دقيقة. في عمر الاشخاص. اه خصوصا لما يتولي الزمان. نعم عال سريع. ايش قصد الاشهر الحرم? مش كايندي العرب اشهر الحرم? اياه. لانه مبني. الاشهر الحرم مبنيات على عودة القمر. فهم كانوا يتبعوا الاشهر بس ما كانوش يعدوا سنين. كانوا يتبعوا الاشهر ما يعدوش سنين. كمان مرة. الاشهر ما هي مبنية على القمر. وكانوا معنيين يعرفوا الاشهر. انه هذا شهر كذا وهذا شهر كذا. طيب مضى سنة سنتين ثلاثة. سنة سنتين ثلاثة هذه ما فيش تقويم. بس في الشهر القمري. فالاشهر الحرم بيعفوها وبيعفوا انت يحجوا بيعفوا انت يحجوا بس بيحسبوا اكم حجة هذا اللي بقضه بيحسبوا اكم حجة ترى هذا يكون في الذهن نرجع فناداها من تحتها كلنا الجهة فناداها من تحتها كلنا الشخص ومين اللي رجحنا انه جبريل ولا عيسى عليه السلام والآن بيبين معنا انه عيسى عليه السلام اللي ناداها كمان شوي كمان شوي عليه السلام فناداها من تحتها ان لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي اليك بجذعن النخلة تساقط عليك رطبا جنية فاكلي واشربي وقري عينا فسرنا الآن فإما فراين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صومه صوم عن إيش كلام وهذا في شريعتنا نسخ صوم عن الكلام في شريعتنا صوم عن الكلام نسخ يعني ما فيش اليوم ما تقدرش تتقرب إلى الله وتنذر وتثاب على قضية إنك تسمح ما تتكلمش ولذلك رسول صلى الله عليه وسلم كان على المنبر وإذا برجل واقف في الشمس واقف في الشمس سأل رسول صلى الله عليه وسلم من هذا قالوا له هذا أبو إسرائيل نذر شو كاي النذر هذا أبو إسرائيل لحظه يعني بدون ترتيب مش قضية أن لا يتكلم أن لا يأكل يعني الصيام الشرعي المعروف أن يبقى في الشمس طول الفترة اليوم هذا كله فقال مروه يعني الأمر الآن يستظل لأنه كان ناظر إنه إيش يكون في الشمس طول المهار ليش وإلا الله سبحانه بشرع لك تتقرب إيلو إنك لا تستظل يعني إذن أمر أن يستظل وأمر أن يتكلم وليتم صومه إذن الصوم بتمه الصوم هذا شرعي بتمه أما ما يتكلمش لا يتكلم ما تستظلش لا يتستظل فلا يتقرب إلى الله بهذا لكن في المعقائد السابقة واضح أنه في فقولي وممكن على فكرة يكون هذا ممكن يكون هذا مش تقرب بقدر ما هو إيش من أجل القضية بس تالما بتقول نظرت للرحمن ثومه معناته ممكن إني نظرت للرحمن ثومه فلن أكلم اليوم إنسية لاحظ فقولي إني نظرت للرحمن ثومه فلن أكلم تقول تقولي ففي عندي هون قول وفي عندي كلام في عندي قول وفي عندي كلام وطبعا الفرق بينهم بدي يكون دقيق جدا خلينا أقول العبارة التالية لاحظه تكلم فقال هذه منطقية العبارة مشيك سليمة تكلم فقال طب لو عكستها قال فتكلم تركب لا تركب شميه قال فتكلم لا تكلم فقال هو الكلام في الأصل الكلام في الأصل على فكرة معنى في النفس معنى في النفس معنى في النفس كيف أعبر عنه أن هذا المعنى لاحظه كيف أعبر عنه هذا المعنى بأي وسيلة من الوسائل الوسيلة نفس هذه اللي أعبر فيها لما بيظهر عني هذا التعبير عن المعنى اللي في داخلي هذا اسمه قول والقول ممكن يكون بالنفذ نطق وممكن يكون بالإشارة ممكن يكون بلغ المعنى خذ القول قول إذن القول له صور من صوره أني أنا بلتق بلفظ ألفاظ مفهومة وعلى فكرة إذا ممكن الإنسان يبقى يقول بينه وبين نفسه كيف اللي ببقى مثلا هالراعي الراعي ببقى يرعى هالغنامات وقاعد إيش بقول شو يعني بقول بينشد قاعد وغنانه النشيد هذا بقول بس على فكرة ماش عم بيكلم حدا هو هو عم بقول بس لما تصير في علاقة مشان أبلغ المعنى شو بصير هذا كلام الكلام بيكون بالنفس فما يصدر عني لما بديو يصدر المعنى الوسيئة هاي اللي استخدمتها لتوصيل المعنى اللي في داخلي شو اسمها قل لكن لما بكون متفاعل مع الناس شو بكون هذا كلام لفك شو قالت هي فلن أكلم فلن أكلم لليومة انسية إذن هي من هي إنها تأخذ وتعطي مع الناس فلن أكلم لليومة انسية حقيموا كلمة أكلموا حطها حطوا محلها إشي إلو علاقة بالقول تعرفوش في اللغة العربية قيل قيل أكلم وحط محلها إشي إلو علاقة بالقول شو بتقول إذن إني نظرت للرحمن صومة خلاص فلن أكلم إذن هي رح تبلغهم عفكرة إنها صايمة عبر إيش لا تحكوش معي عادي لغة الإشارة بيعطوها أكتر مننا الناس بشكل كي بتأشر إنه أنا بحكي وخصوصا إذن أن فيه ناس بتقرب في الصمت الرهبة نبجوز والتفاصيل وما يحكوش فخلاص فهموا عليها عطول إذن هي تقول مش ولكن مش مستعدة تتحدث معهم تأخذ وتعطي إنتي بس بتقولي يعني بلغي هذا الرسالي إنه أنا لم أكلم لأنه شو ما أنا بدك تكلم الآن بيسألك وبيتجاوب وبيتجاوب وبيسألك وبيتجاوب وبيتكلم وبيتكلم بكلمه أثناء الكلام انتبهوا أثناء الكلام اللي بيصدر عني شو اسمه قول أنا بتكلم واللي بيصدر عني قول واللي بيصدر عني قول وهذا القول إذا كتبته أنا إذا كتبته أنا ممكن يقولوا فينا بعد هذا كلام فلان على اعتبار ما هو من معاني باعتبار ما فيه من معاني أنا مسجلها الورقة. هذا كلامي. وهذا قولي. برضو. وهذا قولي. لاني وسلتي في توصيل المعنى اللي كان في داخلي. فهي اشرت. لاحظوا. اه. فان ما ترين من البشر احدا فقولي. كيف بدها تقول الان? بتنلغ المعنى باشارتها. وهذا قول. فقولي. اني نظرت للرحمن صوما. كيف نظر. كيف بقبره في الاشارة على النذر. وللرحمن. وما بحكيش. خلص هم بيقفوا. عليها. اني نظرت للرحمن صوما. فلن اكلم. اذا هي بدهاش الان. تتفاعل. مع الاخذ والرد. يتهموها ويناقشوها. لا انت ايه? انت ما تتكلميش. انت ما تتحدثيش مع حدا. ما تتحدثيش. الشيين هم انه انا. خلص. معناته. لاحظوا الان. ليش? شو بدها تقول هي? شو بدها تقول هي? بعدين. الله سبحانه وتعالى. اميسرمها الان اللي بدي يقول. المحامي. اللي بدي يدافع عنها موجود. تحكي هي ليش? اه. اندي نظرت للرحمن صوما. فلن اكلم اليوم انسية. تمام? طيب. فأتت به قومها تحمله. اذا نوع فكرة. الله قال فأتت به قومها في ناس ظنه انه تحمله يعني تكرار. مش تكرار. لانه ممكن تأتي بالولد بها كثر من طريقة. تكون مخبيته. اذا راكب على فرس او على احمار او على جمل بتكون لاففته في كذا مش مبين. تأتي فيه. لكن هي لاحظ الصورة الواضحة ان واحدة بتحمل الطفل الصغير. وانا ببعض الاخرى على فكرة سأل في الموضوع. انه طب كيف على طول اتهموها هادول? كيف على طول اتهموها هادول? طب ما هي ممكن اي امرأة ماشية في البلد تبكى حامل لطفل لا اختها لا جارتها لكذا. ليش هم اتهموها? هو اي واحدة بتحمل طفل بتتهموها الناس خصوصا ازا عارفين عنها التقوى والصلاح. انا بغتشوا الناس في الذي مش تقي بس اذا هي تقية اول after they had to able toה و کیسين وتفاصيل وحاملة ولد اذا ولد دوسن بقربة لي? من اهها بما لكن لا اولى مش هيكلة و القضية. القضية يبدو مسألتين. المسألها الاولى انها هي جاي من بره. الزمان تدaghروا. عندكم مثلا قرى او مدن و تكون الناس قاعدين خصوصا اذا فاضين شغل بعد ما يحسدوا ولا ايشه و كادين ويتسلوا يقول له في هالمرة جاي من بعيد من بعيد جاي من وين مش من البلد مش من البلد جاي من بعيد بتقرب والناس قال وحاملها الطفل الصغير إذن هاي أول قضية لأنه فأتت به قومها تحمله يعني مش بس أتت وحاملته يوم زي ما بتحمل الأم زي ما الأم تبقوا حاملة وجاي فيه من البر أولا شو موديها على البر بعدين كونها جاي فيه من البر هذا الآن بيعمل عندهم إيش شو مودي مريم على البر لحالها طب هم تعودات بجوز سافرين يروحين مع قرائبين مش لحالها لوحدة جاي من بعيد حامل الولد هوا واحد هاي أول قضية حلتهم إيش يبادروا للتهمة اثنين شو المانع إنها تكون غابة يوم أو ليلة والناس فقدوها وأهلها حدا شاف مريم يا جماعة حدا فيكم شاف مريم هايها في المسجد مش موجودة في المحراب مش موجودة يسأل عنها زكريا يسأل عنها فلان إذا سألوا عنها ليلة أو ليلة والنهار وثم بعدين بيشوفوها جاي من بعيد حاملة ولد إذا نفرضوا غابة يوم أو غابة ليلة وحسن بتنفقد في الليل أو في النهار بتنفقد وينها؟ وينها؟ هاي؟ بعدين ما شوفوها إلا من بعيد بعد ما كانوا دظروا البلد كلها ها؟ من بعيد جاي حاملته خلاص هذا هو هذا هو إذا مش يا لو كانت ماشية في طرق البلد حاملة ولد فيش اشكان أما غايبة إيه اليوم وليلي إذا مكانش أكثر أصلا لو أقول الحمل بس يكون لو الحمل كان يوم أو يومين أو غير كان موضيش يصنع خارج عن الطبيعة وما لما فاضل عنا الشك عم وما مهيجت فيه ويحمل الله فاضل إنه بيت الشك عم ومش فارب الشك عم ومش فارب الشك عم ومش فرم هاي هي المهم إحنا في موضوع التسعة شهر أو أقل بتهمناش كثير لأن بلتي يكون تسعة شهر ومخفي مش قضية لأن غالباً غالباً عفكرة اللي عاملة عاملة لما بدها تولد إذا استطاعت إنها تخفي إنها حامل لما بدها تولد شو بتعمل؟ بتطع خارج البلد بتروحها محل ما حدا فيه انت بات كيف؟ بتروحها محل فيش باشر فيه مشان ثم هي راحة مكان قصي أصلاً هذا المكان القصي إذا أخذ معها سطرة طويلة وفقدوها أهلها مش موجودة يعني اليوم اليوم وليلة خلصنا ثم جات فيه حاملته خلص محلولة المسألة عرفنا شو ردت فعلهم السريعة؟ لأنها اللي هي أتت به قومها فأحملت مش أهلها فكرة مش أتت به أهلها قومها إذا هي جاي؟ مش والله جاي على الدار لو عند أهلها كان ضبضب الموضوع تعالي اللي يتفعلوا بينهم وبينها أما قومها يعني العيون كلها انفتحها على المرجح ها ها مرجح ها ها جاي إف؟ ها مرجح انتبهنا الصورة فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا الفري الفري ممكن يجتمع فيه المعاني التالية لاحظه هي ما أتت ببهتان لأن البهتان غالبا بيكون يقصد فيه طرف معين زي مرة بردهم الزوجة وتقول هذا ابن الزوجي وهو مش ابنه هذا ببهتان بتلزقي لزوجي هاي الآن مش من الزوجة مش راح يعني تنسبوا لحدا مش موضوع البهتان هون هون موضوع الآن لقد جئت شيئا فريا إيش الفري الفري لحظه بيجتمع فيه ممكن المعاني التالية أولا إشي كبير كبيرة من الكبائر وإشي عجيب بالنسبة لإيش إشي عجيب بالنسبة لعادات المجتمع وقيمه يعني هذا الفعل منبت عن قيمنا منبت وهذا بتدلك على أن المجتمع بشكل عام أيوة كان يعني متماسك يعني كأنها هي ما قامت فيه إشي بعيد عن قيمنا بعيدها إشي عجيب إشي كبير وبعيد عن القيم هذا هذا بشكل عام لأن الفري فيه معاني من ضمنها الاختيار والقصد ومن ضمنها القطع بس الآن مش هو طب إيش القطع مع إيش هون هون الانبتات الانبتات عن قيم المجتمع إشي اللي جلتين هذا إشي عجيب كبير منبت عن قيم قيمنا بالطريقة لذلك شو قالوها لقد جئت شيئا فريا لا أخت هارون ما كان أبوكي مرأة سوئة وما كانت أمكي بغية هذا على قضية إش إن هذا الكلام اللي جيت فيه ينبت عن قيمنا من أصله وأصلا أهلك مش هيك هن انت كيف بتأتي بإشي بعيد عن قيمنا وسبقت إنه خدنا في موضوع يا أخت هارون بدناش نكرر عليكم يا أخت هارون برجعوا اللي بدهم موضوع أخت هارون برجعوا لدروس سابقة في الموضوع يعني تحدثنا في أخت هارون بالتفصيل ليش قالوا لها احتمالات يا أخت هارون ما كان أبوكي مرأة سوئة وما كانت أمكي بغية فأشارت إليه الآن هي بدهاش تكلمهم أصلا هي بدهاش تكلمهم أصلا هي بدهاش تكلمهم أصلا معناته شو بتتوقعوا يكون إشارتها إلو واحد من سنين يا أما بتقول له أنا بأكيش معهم أكيهم معناته فعلا هو اللي بتحدث معها وانت فما ذاها من تحتها يا مجربته مش كان متكلم معها وقلها فإنا تريننا من البشر أحدا فقولي إن نظرت الرحمن صومها مش هو قلها خلص فذلك هو اللي قلها هو اللي قلها ولذلك أشارت إله لو ما كانش في تجملة سابقة إلها معاه في الكلام ليش أشارت له لو جبريل يتقلها فإما تريننا من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلأ نكلم اليوم إنسان إش عرفها إنه واحد تكلم إش عرفها إنه واحد تكلم عيسى عليه السلام شو عرفها خلص إذا هو فعلا من ناديها فناداها من تحتها أن لا تحزني خلص طمام هنتعي الموضوع خلص هل كنت جاي فيه وبتحمله شو يعني بتحمله مش ساعدة أصلا بتحمله لأنه اللي قام لأملة شو بتعمل بتخبيه طب إنتوا فكروا هم هم قومها هم جاي بيعشي يعني بيخزيها بتعمله طب بتخفيه بطريقة أو بأخرى بحيث ما تشوفوش إذا حاببته يعني هم أم انتبعت الدلالة أتت به قومها تحمله يعني جهارا نهارا مش خالفة هايو هايو ليش؟ لأنه هو أصلا متحدث معها وقال لها بتقولي هيك ولذلك هو أيضا معدش موضوع جبريل عليه السلام أصلا في تفسير فناداها من تحتها انتهى خلصنا أصلا مش مذكور في النص سابقا كما قلنا فأشارت إليه كيف أشارت له إما قرت له لعبها يعني إما بتشير يعني أنا ما تحكوش معاي هاي ها سألوه يا ألو هي سألوه تأشير إليه ويحكي لهم لأ أنا بداشت حكي معهم تأشير إليه يحكي لهم يلا مش وصاها لا فأيذن فأشارت ودي لبلكم فأشارت مش فأشارت له فأشارت إليه يبدو الحكي أصح كان معهم كيف الأصح يبدو أنه لي حكت معهم لأنه كيف نكلموا لا هو لما تقلهم لما تأشير لهم أنهم يتكلموا معا هذا الأصح ها تأشير لهم أنه يتكلموا معا أو أنت بطريقة سواء لهم أشرت أنه أنا تحكوش معا ها أو أو أنت أو هو ها انتبعت كيف ففيهموا الإشارة هم إذن هم فيهموا إشارتها كيف الآن هم بدون تكلموا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا قال إني عبد الله هون قد يش معنا طيب هون في شيء ملفت في صورة أو لافت يعني في صورة مريم إذا ما قدرناش اليوم نتكمل إن شاء الله فيما بعد المسيح عليه السلام إذا في حياته ثلاث إعلانات أعلم إعلانات ثلاثة هذا أول إعلان والإعلان اللي أعلنوا هذا فكرة الإعلان اللي أعلنوا فيه تفنيد لأي ادعاءات مستقبلية من نسبة إنه كونه إله إبن الله التفاصيل تمام إذن أنت قل الله سبحانه وتعالى بما يرد على كل ما سوف يكون في المستقبل من إدعاءات والعجيب إنه عند النصارى هذه الحادثة مش موجودة مش موجودة مع أنها يفترض تكون إيش الحادثة هاي بارزا بارزا لأنه أصلا بدهد به لأنها وقته هذا هذا الكلام اللي يبدو يقوله المسيح السلام بدو ينسف العقيدة المصرانية الجديدة ينسفها نصف قال إني عبد الله إيه؟ عبد ها؟ يبدو أذن طيب نكمل إن شاء الله نكمل إحنا ممكن مسيرتنا شوية طويلة مع مريم وذكرية عليه السلام وآخر دعوانا الحمد الله رب العالمين وبرك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد الله رب العالمين كنا إذن في قصة مريم مريم عليها السلام واليوم نتحدث في الجزء السادس عساس اللي يحب يعرف السابق موجود يتم تنزيله في اليوتيوب موجود من الجزء الأول للخامس حتى الآن الآن هذا السادس كنا في المرة الماضية وصلنا قال إني عبد الله لأن فأشارت إليه بشيك؟ قالوا كيفا؟ لكن قبل ما نستمر في التفسير نرجع شوي نذكر إنه موضوع أو مسألة الكلام في المهد الكلام في المهد واضح إنها القضية بتدخل خارجي أما هو كطفل يعني طفل أولا ما فيش معلومات سابقة فيش معلومات سابقة لأن الحديث لابد له من إيش؟ معلومات سابقة موجودة ثم جهاز صوتي ناضج وهذا في مولود حديث الميلاد لا يكون لاحظوا قول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ أيتك بروح القدس تكلم الناس إذن هو كان يكلم الناس عن أي طريق بتأيد روح روح القدس فقط وهو طفل صغير؟ لا إذ أيتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهلا في المهدي وكهلا ولما الملائكة بشرت مريم عليه السلام يكلم الناس في المهدي وكهلا وهي تبشر بعيسى عليه السلام الملائكة تبشر مريم عليه السلام إيش قالوا لها؟ يكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين إذن هو لما تكلم لأنه في روح قدس وحنا سبق تحدثنا عن الروح سبق تحدثنا عن الروح ابتداءا في بعض الأجزاء في قصة مريم ومن قبلها لما فصلنا في موضوع الروح إذن روح القدس مش فقط وهو في المهد وحتى وهو كهل كلامه كله نابع عن إيش؟ تأييد روح القدس إذن هو مجرد كلام يعني فقط القدرة على الكلام ولا أيضا مضمون الكلام معناته مضمون الكلام برضو يعني وهو في المهد يحتاج إلى أنه يعطى القدرة على الكلام ثم المضمون بس وهو كهل الآن منعرف إن شاء الله شو كهل وهو كهل طب ما هو بتكلم ما هو بتكلم وهو كهل إذن يكلم الناس في المهد وكهله طب ما هو كهل بتكلم معناته هون معناته هون الكلام يتعلق بإيش؟ بالوحي يتعلق بالوحي في الكلام اللي فيه وعظ الناس وتبيان الحق للناس إذن مش مجرد الكلام إذن حتى وهو في المهد حتى وهو في المهد مش فقط المسألة مسألة إنه تكلم المضمون اللي تكلم فيه وهو في المهد ما اختلفش عن المضمون اللي وهو كهل وهو في المهد تكلم بكلام النبوة والأنبياء وهو كهل تكلم بكلام النبوة والأنبياء وهو كهل إذن تكلم الناس في المهدي وكهلا طب ايش الكهل ايش الكهل باختصار هو الكهل اللي اكتمل قوته وشبابه اللي اكتملت قوته وشبابه وبدأ يغادر في اتجاه ايش الشيخوخة بدأ يغادر في اتجاه الشيخوخة هذا بأخذ مدى اذا اكتمل قوته الجسدية لا وممكن تلحقوا فيها اكتمال قواء بشكل عام او قواء العقلية والنفسية بالشكل والجسدية كله اكتمال اكتمال ولذلك اذا بتلاحظوا لما نيجي نقول فلان اثقل كهله مثلا الديون الديون اثقلات كاهله ايش يعني طب وين كاهله افكرة وين الكاهل تيجي عندي شوية عندي عندي ماشي هذا الكاهل هنا يعني الان ادنى الرقبة والثلثة الاعلى من الظهر الثلثة الاعلى من الظهر هذا الكاهل هذا الكاهل طيب شكرا لك طيب اعرفنا الكاهل طيب على الكاهل مش على الظهر حتى بالذات الكاهل اللي هو عنده معناته الكاهل لانه فيه قوة واستحكام قوة واستحكام سمي كاهل والافقال وين كانت ترفع دايما لما بدهم يرفعوها العتاتلة العتال برفعها في الكاهل يعني بوضعها على الكاهل وبمشي فيها ما بتلاحظوا انه اسهل طريقة لحمل الافقال وين الكاهل اذا هو ليش سمي كاهل اذا فعلا هو فيها معنى القوة والاستحكام فيها معنى القوة والاستحكام تمام اذا طب ايش معناته الكاهل معناته اللي بلغ قلنا بلغ القوة والشباب واستحكام سواء في منويته الجسدية او العقلية والنفسية هذا بسمه كاهل مع انه احنا منستخدمها هذا في اللغة مع انه احنا منستخدمها اصلا واستخدامنا مش بالضرورة يكون دقيق نستخدمها في الكبير في السن يعني منعتبر احنا الشيخ الشيخ اصغر من الكهل كلمة كهل لحد الان بتلقي في اذهاننا وكأنه ايش تسعينة طاعن في السن لا لا هذا من تحريف المعانى عبر الاجيال بس احنا دايما لا بدنا نفسر بدنا نرجع للمعنى الاساسي في اللغة في عصر الرسول شو كان بيعني دايما هاي تطور الدلالات لازم نرجع كيف او الى اللظة كيف تدل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك ليش المعاجم وجدت وحافظت على المعاني بالضبط وكتب التفسير من اصله حتى لانه لما تطور الامور زي هاي قضية كهل هاي بتصوروها الناس عن الكهل اللي عمروا ايش في التسعينات في حين هم بيعتبروها على فكرة بعض العلماء بيعتبروا انه هو اللي اللي بدأ يغادر الثلاثينات ويدخل في الاربعينات وهم كانوا يسموا على فكرة من دخل الاربعين يسموه شيخ اللي بدخل الاربعين يسموه شيخ مع انه اليوم ولذلك ممكن في قضية وابونا شيخ كبير اضيفت كبير مشان يبين انه فوق كبير يعني احتاجت كلمة شيخ لا ايه كبير مع انه الشيخوخة ومشيخوخة والمسائل هاي احنا اليوم في اذهاننا بتعطي صورة مختلفة فالكهل اصغر 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 من الشيخ بس الكهل بدأ يدخل في مرحلة الشيخ يعني اللي هو الاربعينات هذا الكهل ومعروف او مشهور يعني بغض النظر هو صحيح ولا لا مشهور بانه المسيح عليه السلام يعني بدأ يجهر بالنبوة والرسالة ابن ثلاثين والمشهور انه ثلاث سنين اخذت معا ثلاث سنين بعدين روفع هذا الكلام طبعا منقدرش نأقده مية بالمية منقدرش نأقده بس هذا الاشهر سواء عند غيرنا من النصارى او عند علماء المسلمين بيعتبروا انه المسيح عليه السلام كان عمره ثلاثين لما بدأ يجهر بالدعوة بعض العلماء بيعتبر انه هو نبي من اول يوم قال اني عبد الله اعتاني الكتابة واجعلني نبيا وهي هو بتكلم بالوحي وهي هو بتكلم بالبحي وبيبلغ وهو طفل فذهب البعض طبعا مش قضية مهمة كثير انه حتى هو يعني نبي من اول يوم تمام ولذلك يكلم الناس في المهدي وكهلا يعني كلامه في المهد زي كلامه وهو لاحظها اذا القضية مش قضية النطق فقط لا معناته المضمون اللي بتكلم فيه وهو في المهد والمضمون اللي بتكلم فيه وهو كهل عرفنا الان كهل تمام يعني لما بدخل في الثلاثينات ماشي ممكن نقول كهل ابن الثلاثينات اعفكر كهل تمام المضمون نفسه وهو في المهد وهو كهل طيب وبعض الناس قال الله ممكن يكون لانه كمان برد ينزل ويكلم الناس وهو ايضا كهل بيكلمهم بايش يعني يكلمهم بالرسالات يكلمهم بكلام الوحي اما مش مجرد الكلام طيب هون بيكفي هاي في موضوع يكلم الناس في المهدي وكهل اه كنا في اه اه شيخ باسم على سريع سريع هو مش كلم الناس هو عفوا هو لانه يا شيخ باسم سؤاله حول يكلم الفعل المضارع الفعل المضارع هذا الذي يدل على الاستمرار والتكرار المضارع يكلم لانه في الايتين في الايتين الاولى كان بشرة فاذا لازم تكون يكلم الاستقبال ما هو لا والثانية عم بذكره بنعمته الله سبحانه وتعالى يذكر عيسى عليه السلام بالنعمة اذ تكلم الناس في المهدي وكهلا بذكره بذكره في اشي ماضى كمان لما كان يكلم وطبعا اكيد الكلام كان يعني يستمر بطريقة او باخرى اما مدى استمرار بعضهم بقول انه تكلم في المهد بما هو يلزم ثم انقطع حتى تم فيما بعد اختياره النبي او رسول طبعا فيما بعد طبوا بينهم اذا بتلاحظوا بينهم حتى عند النصارى تاريخ المسيح عليه السلام مجهول مجهول من 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 بداية الميلاد لعند ما اصبح يعني يجهر بالرسالة عند النصارى فترة بسيطة فقط انه عندهم انه يصف النجار اللي هو قال خطيب مريم ذهب فيها الى مصر ذهب فيها الى مصر بينما اصبح في امن وما عدش الملك رودوس معني بقتل الاطفال رجع هك عندهم يعني اما انه راح لمصر احنا فيش عندنا اثبات انه ذهب الى مصر تمام اما هم بيذكروا انه ذهب فر بمريم وعيسى عليه السلام الى مصر عبينما اصبحت البلاد آمنة رجع وانه كله كان هذا يعني يأتيه يعني يأتيه كلام الملك في المسألة في الخروج وفي الرجوع هذا عندهم بس فعلا بالفت الانتباه انه في فترة زمنية مجهولة وهذا اصلا عندنا احنا في القرآن هذا اصلا في كل الانبياء ما منعرف الانبياء تقريبا الا هم اصبحوا انبياء ما عدا موسى عليه السلام فيه اكمن محطة هكذا محطة لما كان هو طفل صغير محطة لما كان كبير وبين صغير وكبير برضو مجهولة كل الانبياء بهذه الطريقة مش قضية ايش التفاصيل كانت ولذلك ما فيش بفيدناش كثير انه نيجي نقول طيب استمر الكلام من وقت المهد الى الكهولة عبينما رفع وهو يكلم الناس بالدين ممكن اه ممكن لا ممكن فقط هون وهون وهون مثل هون حتى وهو طفل لانه روح القدس اللي كان يجعله يتكلم ما فيش فرق اذا سواء كان في المهد او وهو عليه السلام كهرة طيب الان قلنا انه بتذكروا في اخر الدرس الماضي انه المسيح عليه السلام كانه ثلاثة اعلانات ثلاثة اعلانات اعلانهم رح نلاحظ انه في اعلان وهو طفل في المهد واعلان وهو رسول واعلان قبل ان ينزل ثلاثة اعلانات موجزات في سورة ماريان نشوف نشوف فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية قال هاي اول اعلان قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا هذا لما تجي تدرسها الان مش وقته واضح انه فيها ردود على كل المزاعم المزاعم اللي رح تأتي من انه فيما بعد يكون يزعم انه اله او ابن ال اله والتفاصيل هاي كلها هذا الاعلان ممكن لا وحده يدرس لا وحده وكيف لاحظوا اول اول كلام ايش اني عبد الله مشيك هذي رد على ايش رد على ايش اللي قال له انا عبد لا الله هذي اول كلام عيسى عليه سلام اللي بينطك هو بما اعطاه روح القدس القدرة قلنا روح القدس واضح طيب هذا اول اعلان طيب الاعلان الثاني الان بد اقرأ لكم ايات وتلاحظوا لي في ايش غريب ايش غريب ذلك عيسى بن مريم سؤال انه اللي بتحدث الان خلق الله ذلك عيسى بن مريم قول الحق قولة وقولها فكرة تقرأ قرأتين قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون وان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم انه اللي بحكي طيب انت لاحظوش كيف العجيبة كمان مرة الان لاحظوا الله سبحانه وتعالى يتكلم ذلك عيسى بن مريم هاي قصته بعد قصته بعد قصته انتعت القصة ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه اذا قضى اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون وان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم هذا الاعلان الثاني بس وين تكان هذا الاعلان بالكم خليني شوية خليني شوية اقرأ الايات وانزع شوية ذلك عيسى بن مريم اني عبدالله اتني الكتاب واجعلني نبي واجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جمبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا وان الله ربي وربكم فاعبدو هذا صراط المستقيم طب ليش اجت القطعة هاي لاحظة وان الله ربي وربكم فاعبدو هذا صراط المستقيم تمام طب ليش اجت ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون اجت قطعة كأنها بعدين بعدين ارجعنا لاعلانه لانه هذا الاعلان ما كان شو هو صغير صغير ما كان شو هو في المهد هذا الاعلان لما اصبح رسول فجت القطعة هاي ذلك عيسى بن مريم بعدين اعطانا الاعلان الثاني لما اصبح رسول دليلنا دليلنا انه هذا الاعلان لما اصبح رسول وعشان هيك جت القطعة ها فكرة حتى لا يكون الكلام متصل وانظن انه استمرار في كلام الطفل في المهد لا هذا الاعلان لما اذا كان فيه في البداية اصلا اعلن اني عبد الله وبعدين هون في الاعلان لما اصبح رسول لاحظوا معي شو قال وان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم هذا ورد في القرآن لاحظوا ثلاث مرات الكلام ثلاث مرات في سورة العمران في سورة مريم في سورة الزخرف الزخرف بس بس فيش غيرهم الآن بدنا نثبت انه اللي في سورة مريم اللي قرأناها الآن هذا اعلان المسيح عليه السلام في مرحلة الرسالة مش هو طفل وذلك اجت القطعة هاي ذلك عيسى بن مريم ورجع لموضوع الاعلان الثاني نشوف لاحظوا الآن في سورة مريم نحظوا في سورة مريم ان الله ربي من اللي بتكلم عيسى عليه السلام عيسى عليه السلام شو قبلها بقول فاتقوا الله وأطيعون هذا صراط مستقيم هذا وين في سورة مريم آل عمران لما أجل شو قال فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوا هذا صراط مستقيم في سورة الزخرف بجيبش بجيبش الآيات من أولها فاتقوا في الزخرف الآن المين اللي بتكلم المسيح وهو رسول في آل عمران كان رسول وفي سورة الزخرف في رسول شو بقول فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو بس هون فيه هو إن الله هو ربي وربكم فاعبدوا هذا صراط مستقيم واللي في سورة مريم وإن الله ربي وربكم فاعبدوا هذا صراط مستقيم طالما إنه الثنتين هناك في سورة آل عمران وفيش غيرهم هذول الثلاثة في القرآن كله اللي في آل عمران المسيح وهو رسول يقولها وفي الزخرف المسيح وهو رسول يقولها وهون معناته هذه الإعلان الثاني اللي قالوا وهو إيش رسول ولاحظوا كمان الشي اللافت للانتباه إنه شو بيجي بعدها مباشرة في سورة مريم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم هذا وين في مريم طيب نشوف الزخرف فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم عليم فش غيرهم في القرآن فاختلف الأحزاب من بينهم فويلون للذين التعقيب على أيتين إذن معناته اللي في الزخرف هي اللي في مريم واللي في آل عمران هي اللي في مريم لقوا في الشيء رابعة تمام إذن هذا الإعلان الثاني لما أصبح المسيح إيش النبي ورسول شو عرفنا أنه كان وقتها رسول لأنه سياق آل عمران كان رسول وسياق الزخرف كان رسول مثلا وجئتكم بآية لحظة وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم أيها رسول وجئتكم بآية من ربكم أيها رسول هذا الإعلان إيش الثاني أما هو القرآن يتميز في هذا الأسلوب الآن بدنا نخوض في هذه المسألة خلينا في الإعلان الثالث أما طبعا بتميز القرآن وكثير في القرآن مثل هذا الكلام لاحظوا الآن الإعلان الثالث ورح تجدوا إنه عجيب عجيب فعلا كيف تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقية من اللي يتكلم هذا في سورة مريم كمان تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقية من اللي يتكلم نورث تلك الجنة التي نورث من اللي يورث من عبادنا من كان تقية وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا من اللي يتكلم ما تلاحظوا نقلة عجيبة لحظة تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقية انتهت الآية وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسي من اللي يتكلم وذاك احتاروا المفسرين من اللي يتكلم احتاروا من اللي يتكلم هو الحقيقة أولا هذا هو الإعلان الثالث إذن أعلن وهو في المهد وأعلن وهو رسول وبيعلن قبل النزول قبل النزول ومش بدو ينزل هو مش بدو ينزل لأن هذول أجين وين في سورة ماريا وبالطريقة وإذا بتلاحظوا الثانية والثالثة مش بقهوا بعض في قضية تلك في الانتقال في الكلام مشك وما نتنزل إلا بأمر ربك الرسول صلى الله عليه وسلم كما ورد في صحيح البخاري يبدو كان يشتق لجبريل عليه السلام ولا كيف بدوش يشتق لجبريل على فكرة لما جبريل عليه السلام بدو يأتي بالوحي لما روح الكدس بدو كلمه كيف ما يشتقش كيف ما يشتقش فكان يشتق لجبريل فكما ورد في صحيح البخاري يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لجبريل ألا تزورنا يعني كما كنت تزورنا قال فنزلت الآية النآية وما نتنزل ولذلك المفسرين قالوا أن هذا معناته اللي يتكلم جبريل وما نتنزل اللي يتكلم جبريل هذا بسموها سبب النزول سبب النزول أنه رسول صلى الله عليه وسلم بيخاطب جبريل مشتاق له أنا ما جبتش الحديث بنصه إذا بنا نجيب نصه بالضبط يقول ألا تزورنا أكثر مما تزورنا هذه العبارة ألا تزورنا أكثر مما تزورنا يعني إذا كان كان يجي إذا كان يجي مثلا نفرد كل شهر أو كل كذا الرسول كأنه صلى الله عليه وسلم بده أكثر أكثر استعجل الوحي أكثر فنزلت الهيك في صحيح البخاري فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسية آه طب مع أني هنا أنا عم بقول أنه هذا الإعلان الثالث للمسيح لأنه ضمن السياقات بيشبه تماما آه هون جيد في تنتباه لمسألة أنه لما رسول صلى الله عليه وسلم يقول لجبريل ألا تزورنا أكثر مما ها هون فلما نزلت هذه الآية وضعت في أي سياق بأمر جبريل عليه السلام بأي سياق وضعت في السياق اللي له علاقة بقصة مريم طيب هذا السياق اللي بيعلن فيه المسيح عليه السلام عن قضية تنزله أنه رح ينزل آه بيصلح يكون جواب لرسول صلى الله عليه وسلم من أنه بالنسبة لجبريل ما هو جبريل أيضا جبريل أيضا لا ينزل إلا بأوامر ربانين وما نتنزل إلا بأمر ربك والمسيح عليه السلام لا يتنزل إلا بأمر الله فلذلك هذا يعني لما يقولوا أنه هذا سبب نزول هذا لا يعني أنه المتكلم جبريل عليه السلام وإنما يعني أنه هذه الآية تصلح تصلح لإعطاء الرسول صلى الله عليه وسلم فكرة أنه لا يكون تنزل لا يكون تنزل إلا بأمر الله سواء جبريل أو غير جبريل لكن بما أنه السياق له علاقة بمريم وعيسى عليه السلام معناته هذا الإعلان اللي بعلنه عيسى عليه السلام يصلح جواب جبريل لمين للرسول صلى الله عليه وسلم يصلح زي ما أنت مثلا واحد يطلب منك أمر فترد عليه بآية يطلب منك أمر فترد عليه بإيش بآية فبيفهم الكلام يعني ممكن الإجابة بآية ولا مش ممكن حصل نعم إنه كثير بيستخدموا المسلمين أحيانا الردود ردودهم باستخدام آية كرآنية فلما فجت هذه الآية لكن العبرة إيش إنه وين وضعت سياقها سياقها سورة مريم وقبلها بتكون الكلام عن انتهى الكلام عن عيسى لقدام شوية على فكرة مش كثير آيات قليلة بتيجي هذه الآية فإذن هون في عندنا إذن إعلانات ثلاثة إعلان وهو في المهد إعلان وهو رسول إعلان قبل النزول وإن النزول شو بحتاج إذن نتنزل واحد ولا أكثر بأمر بأمر إحنا نقول إلا بإذن بأمر ربك آه آه وما نتنزل إلا بأمر بأمر ربك تمام خلاص إذن الله حتى على فكرة هي طالما أنتو قلت إذن وأمر إيش الفرق بينهم أصلا إيش الفرق بينهم من أهم الفروق بين بإذن وبأمر إنه ممكن أنا أكون رغبان فأستأذن فيؤذن لي لا آه مش هيك القضية كمان آمر رباني بس هو اللي بيوضب تنزل ولا ما تنزلش مش رغبتك كمان مش رغبتك كمان انتبهتوا الفرق طيب ماشي انتبهنا الفرق لو قيل إلا بإذن إلا بإذن معناته ممكن يكون مبادرة مني ثم يؤذن لي لا آه هو ما بيكون إلا بأمر النزول لا يكون إلا بأمر وهذه قضية الآن بدناش نوقف عندها كثير لأنه يبدو أنه بعرفش كيف يكون معنا مجال لكن حبيت أضعها في أذهانكم مشان نتنبه إلا أثناء قراءة سورة مريم ليش لأني لاحظت بعض المفسرين حتى من فطاح المفسرين قال هذه الآية موقعها عجيب وما نتنزل موقعها عجيب مش قادرين لا هذا واضح ما هي استخدمت قبلها بشوي قبلها بشوي لما قال وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط المستقيم بنفس الطريقة بتقول مين اللي يتكلم وهون مين اللي يتكلم إذن هذه أول قضية قضية الثانية في موضوع وهذا سبق زمان في المسجد الكبير كنا تحدثنا فيها هو في قضايا كثيرة تحدثنا فيها قديما لعله نعيد الآن تفسيرها لأنه صارت قديمة يعني مضى عليها أكثر من 15-16 سنة لما تحدثنا في المسألة أنه بدي ألفت الانتباه للتشابه الكبير بين قصة زكريا عليه السلام ويحيا وعيسى عليهم السلام لاحظوا زكريا عليه السلام الآن يريد ولد يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا تمام يا زكريا إن نبشرك بغلام اسمه يحيا طب الملائكة بشرت مريم بابن اسمه المسيح عيسى بن مريم بشرت لاحظوا هاي زكريا بشر بيحيا التسمية من مين أفكرة من الوحي فمعناته الاسم إيه له دلالات والملائكة إيش بشرت أيوة بعيسى اللي هو المسيح عيسى ابن مريم هاي اسمه هون واسمه في الوحي إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم تمام تمام قال ربي أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلقت من الكبر بأن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية شو الرد أجل زكريا قال كذلك قال ربك هو علي هين شو جرد لا مريم قال كذلك قال ربك هو علي هين طيب قال رب اجعل لي آية قال آياتك ألا تكلم الناس ثلاثة ليال سوية يا ربي أعطيني إشارة هيك لما الولد بيجي بيصير يعني في رحم أمه ويخلق في رحمها أعطيني إشارة إنه هاي الولد جاي أعطيني إشارة قال له إشارتك إنه تجد نفسك أنت مع إنك سوي وكل شي تمام غير قادر على الكلام ثلاثة أيام هاي معناته إشارة إنه مش عفكرة إنه هو يصمت ما يقدرش يتكلم قال قال رب اجعل لي آية قال آياتك إذن علامة مش محن سبق قلنا الآية علامة والدليل علامة ودليل علامة ودليل قال رب اجعل لي آية قال آياتك ألا تكلم الناس ثلاثة ليال سوية طيب وهي مريم عليها السلام فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صومة صومة عن إيش فلن أكلم اليوم إنسية هو بده يصمت ثلاثة أيام جبر كعلامة إله وهي أصمت أنت والمحامي رح يتكلم اللي هو مين عيس عليه السلام بشيك والمحامي رح يتكلم طيب هل كث فخرج على قومه هذا مين طيب عليه السلام فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم بالإشارة على فكرة ما هي الإخاء فيه معنى الإخبار الخفي الإخاء فيه معنى الإخبار الخفي إشارة فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية إذن تحدث معهم بإيش بالإشارة طيب هي طيب هي فأشارت إليه قالوا كيف نكلمه ما حكتش أشارت وبالنسبة لزكريا إيش أشار فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم بالإشارة أن سبحوا بكرة وعشية بالإشارة أوحى إليهم الإخبار الخفي هذا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبية وحنانا من لدنا وزكاة وكانت تقية لحظوا وبرا بوالديه وشو قال المسيح عليه السلام وهو في المهد وبرا بوالدته طيب وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصية وبرا بوالدته ولم يجعلني جبارا شقية وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا أنتم لاحظين تطابك ثم الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج في الأحاديث الصحيحة يجد في كل سماء نبي واحد إلا في السماء الثانية يجد اثنين منهم عيسى وياحيى عليهما السلام في السماء الثانية اثنين وباقي السماوات واحد حتى هارون في حتى هارون في سماء وموسى عليه السلام في سماء هارون وموسى اللي كانوا معضاء وطبعا لما بترجع ما يرويه يروى عند أهل الكتاب بالذات ما يسمى بالأناجيل الأناجيل والأناجيل ما هي سبق قلنا هي روايات الأناجيل كانت كثيرة كانت كثيرة في مجتمع نيقيا تم اختيار الأربعة هاي الموجودة تم اختيار الأربعة الموجودة ومنع الباقي وحرك وتوبع يعني تابعوا الكنيسة تابعت كل الأناجيل الأخرى لأن الأناجيل لحد الآن هم بيقولوا الإنجيل برواية مثلا ماركوس برواية يحنى الإنجيل برواية متى لوقة برواية رواية وعفكرة بينها التناقضات لأنها رواية أشخاص بينها تناقضات تناقضات يعني بشكل واضح وفي قضايا مهمة جدا يذكرها بعض الأناجيل وأناجيل لا تذكرها في قضايا مهمة جدا أساسية في العقيدة المسيحية تذكرها الأناجيل ولا تذكرها الأناجيل ثانية يعني مسألة الرفع بتتوقع أنتوا مسألة الرفع إنها تكون مهمة ولا مش مهمة يعني طيب فيه الأناجيل بتذكرش الرفع من أصله فيه الأناجيل بتذكرش الرفع من أصله وهذا رد عليهم لما بيجي بقوله طب ما هي قضية نطقه في المهد مهمة كثير هم ما ذكروش عن فكرة انه نطق في المهد هم ما ذكروش قال احتجوا على المسلمين انه طب هذه قضية انه نطق في المهد كان لازم ترويها الاناجيل قال ما رواتهاش الاناجيل ما رواتهاش الاناجيل وهذه قصة مهمة و كيف يعني معناته مش حاصلة طب ممتاز معناته الرفع مش حاصلة كمان وانتم بتقولوا بدو ينزل طب مين اللي ذكر الرفع اي انجيل اللي ذكر الرفع ليش في انا جيل ما ذكرتش الرفع طب هو رفع مهم اهم شي تمام لأن نهاية المسيح بدنا نفهم وين ثم لما بزعموا قيامته من الموت بعد ثلاثة ايام رواية القيامة وكيف راحوا النسوان على القبر وهالتفاصيل بيختلفوا وبعدين انه ذهب للناصره ولا رفع من القدس وطب بيختلفوا طب هاي قضايا مهمة ليش ما بتتفقوا عليها طب اذا طب هاي الانجيل كانت كثيرة جدا انتو اللي اخترتوا انتو اللي اخترتوا في مؤتمر نيقيا عفوا 325 اخترتوا اربعة وحرمتوا الباقي وانا سبق ها فكرة يعني كنت ادرس في دورات تأهيل لمعلمين قديما قديم يعني من سنين طويلة دورات دورات صيفية كانت من قبل وزارة التربية طيب فيوم انا بتكلم عن مؤتمر نيقيا وكيف انه كانت الانجيل كثيرة اذا اثناء التدريس يعني فمعلمة مسيحية موجودة في القاعة قالت مش صحيح يا استاذ على شاش قلت انه الانجيل كانت كثيرة وانه مؤتمر نيقيا هو اللي اختار بعضها اربعة يعني وحرم الباقي وحوربت الباقي فهي قالت لي المعلمة المسيحية اللي في الدورة قالت مش صحيح يا استاذ فقلت لها اه والله ممكن ممكن مش صحيح ممكن مش صحيح لكن انا بأجل القضية لبكرة وكانت الدورة يعني مستمرة لمدة اشهر كل يوم قلت لها منتاز بكرة احنا منشوف بس انتي من هون لبكرة بتسألي القسيس وبتجاوبيني من هون لبكرة بتكوني سألت القسيس لانه ممكن فعلا اللي بقوله مش صحيح ماشي ثاني يوم وانا بدرس ثاني يوم وانا بدرس انتبهت انه هي منطنشل المعلمة يعني منطنشل فقلت لها اه صحيح هو انتي سألت القسيس ولا ما سألت قالت سألت يا استاذ كلامك صحيح طبعا كلامي صحيح لانه اصلا هذه المعلومات منهم مش من اي هذه المعلومات اللي بقولها منهم انت لو حطيت اصلا على على جوجل في موضوع مؤتمر نيقية بتشوف شو يعني مؤتمر نيقية هم تجد هم اللي بيكتبوا يعني هم مش غيرهم يعني هم اللي بكتبوا وهما بكتبوا عن الاناجيل اللي حرفت وعلى اي اساس طب اخترتوا اربعة انتوا حرمتوا الباقي بيجيبوا قضايا اسطورية انه ليش اختاروا هاي الاربعة بدون غيرها اللي حري مات وذلك كل يوم الثاني بيبين انجيل على فكرة كل يوم الثاني يكتشف في الاسال اذا بتذكروا من سنة اكتشفوا انجيل اسمه انجيل يهوذة ومن زمان كمان على فكرة كان مكتشف انجيل اسمه برنابة برنابة هذا انجيل برنابة حاربو على فكرة حاربو حاولوا يقولوا انه مزيف هو رواية من هالروايات انا بقولش انه دقيق وصحيح انا قرأت كله انجيل برنابة وجدت انه يعني زيه زيه باقي الروايات زيه زيه باقي الروايات يعني هو رواية من هالروايات يعني ممكن فيها صح ولا ولأ ولكن ديروا بالكم برنابة بالذات بقول انه النسيح نبي بقولش الهات برنابة بالذات بيرفض الصلب بيرفض الصلب تماما برنابة بذكر اسم الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك عملوا عملوا على هذا الانجيل اشكالات اذكر انه لما كنت ادرس في دمشق زمان وحنا شباب يعني بعثت لبيروت في صديق وقلت له ابحث لي عن انجيل برنابة لانه كان مشهور وقتها في السبعينات في اوائل السبعينات كان مشهور قبل الحرب الاهلية كان مشهور انه بيروت يعني هي البلد العربي الاول في قضية الطباعة والنشر وحرية النشر والتفاصيل فقلت له ابحث لي عن انجيل برنابة نعم بدي انجيل برنابة تصوروا الرجل بحث 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 في بيروت ما وجدش وبعث قال لي انه الانجيل يبدو كل ما بيطبع منه طبعة بيختفي من الاسواق كل ما يطبع منه طبعة بيختفي في الاسواق فمش موجود لا بيروت ولا في غير بيروت فيوم الايام انا ماشي في شارع من شوارع دمشق لفتت انتباهي مكتبة وقفت امام فترينة المكتبة واذا هالكتاب هيك محطوط ومركوز انجيل برنابة دخلت واشتريته ثم طبعناه هون في فلسطين يعني الطبعات الموجودة على فكرة هي من هذه النسخة اللي جبناها من دمشق في ذاك الوقت انجيل برنابة تجد فيه كل يوم الثاني وهاي فيه كلام كمان عن تركيا في انجيل مكتشف في تركيا جديد طبعا اشي طبيعي ليش لانه فيه ناس كانت تهرب بهذه الانجيل وتخبيها لانه تم محاربتها تم محاربتها برنابة لا ما يذكر انه المسيح نطق في المهد ما يذكرش ما هو هذا موضوع الان بديش اناقش برنابة وين تكتب ما هي الانجيل نفسها وين تكتبت كمان يعني مثلا اليوحنى انجيل يوحنى هذا اكيد مش تلميذ يوحنى ما كانش تلميذ للمسيح اجا بعضه بفترة مثلا يوحنى في حين باقي الانجيل فيه نزاع قوي انه هذول المتة مثلا من التلميذ ولا لا لوقة من التلميذ ولا لا ماركوس من التلميذ ولا لا فيه تفاصيل طويلة في الموضوع تتفاجأ انه فيه من العلماء من يرى ولا واحد تلميذ من هذول فبالتالي حتى فيه طب فيه من تلميذ المسيح مثلا واحد اسمه برنابة فيه فيه واحد تلميذ اسمه برنابة لكن ممكن واحد على فكرة تجده في عصر من العصور المسيحي يكتب باسم برنابة زي ما كتبوا باسم متة شيك مثلا ممكن تجد هيك تقدر تكتشف انت انه فعلا من اللي بحكيه في اي عصر في اي عصر ليش لانها هاي سيار سيار روايات لسيرة المسيح روايات لسيرة المسيح ذهب المسيح لمكان فلاني وجد المسيح كذا جاب المسيح كذا طب وين الانجيل وين الانجيل نزل وين الانجيل نزل من السماء وينه اكيد اذا بد يكون في انجيل في كلام المسيح وهو يتكلم اذا نقلوا عنه كلام اذا نقلوا عنه كلام بيكون اثناء سيرته كيف لما احنا نتحدث عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم اثناء السيرة من يجد قرآن ولا من يجدش سيرة وصيرة الرسول في منها الصحيح لاحظة الصحيح والحسن والضعيف والموضوع السيرة ونفس الشي في الانجيل هذه سيرة فيها ممكن تجد الصحيح والحسن والضعيف اه ولكن ولكن اذا بدنا نطبق دققوا معي هنا ولكن اذا بدنا نطبق علم مصطلح الحديث او اصول الحديث اذا منطبق علم اصول الحديث على الانجيل الاربعة بمقاييس العلمية اللي عنده المسلمين مش بطلع حديث ضعيف مش بطلعن الاربعة حديث ضعيفة اقل من ضعيفة اذا ما كانتش موضوعة وفق مقاييس العلمية المقاييس العلمية اللي طبقه على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اقدم انجيل موجود لدينا الان باللغة اليونانية القديمة هو ما كتب اصلا باللغة اليونانية القديمة اذا مترجم طب الترجمة دقيقة ثم مين المترجم وانو اللي مصادق له على الترجمة منعرفش انو المترجم منعرفش انو المترجم من اللغة اليونانية ثم لما بترجموا لللغة اليونانية على فكرة للعربي لما بترجموا من اليوناني للعربي انا لاحظت انو سخ مش متطابقة كل مترجم بيترجم بطريقة النسخ مش متطابقة حتى لما بيترجمه وفي منهم بيحذف وهو يترجم لما تمسك نسخة مترجمة وتبدأ تقارن بتلاحظ فروقات فإذن شو اللي جاب هالكلام هو قداش بعد معنا يا أعماد ثلاث دقائق طيب إذن لاحظنا العلاقة القوية بين يحيى عليه السلام و عيسى عليه السلام كمقدمة هذه لابد أنها تستثيرنا ونفكر ليش بهذه الطريقة القرآن جعل بهذه الطريقة في سورة مريم اتداء الكلام عن يحيى ثم عن عيسى عليه السلام ثم تطابق هذا بشكل عجيب بين الثنين يحيى و عيسى هم يقولوا هم بيقولوا أنه يحيى عليه السلام كان طبعا يبشر يبشر بمين بمجيء المسيح يبشر بمجيء المسيح طبعا يلتقوا لأنه هم أولاد الخالة كما ورد في الحديث أولاد الخالة كما ورد في الحديث صحيح بشيك وأعمارهم متقاربة طبعا يحيى أكبر شوي عليه السلام أكبر شوي في العمر من المسيح بس أعمار متقاربة وكان يبشر يبشر في المسيح وكان يعمد الناس ولا يستبعد أن يكون التعميد اللي هو تقص على فكرة التغطيس بالماء والصبغة بالماء كصبغة دينية كيف إحنا مثلا المسلم بده يشهد أن لا إلى الله محمد رسول الله بروح يغتسل مثلا لما يدخل في الإسلام لما واحد يدخل في الإسلام هو بس بيشهد ولا كمان بيغتسل بالماء كأنه بيستبغة بالصبغة الجديدة يعني حسيا هذه رمز استبغة بصبغة دينية فكان يحيى عندهم ليش بسموه يحيى المعمدان يحنى المعمدان هم بسموه يحنى المعمدان لأنه كان يعمد كان يعمد في نهر الأردن وأيضا عمد المسيح هم عندهم إذن كان يعمد في نهر الأردن اللي هو يحيى عليه السلام وعمد المسيح والتعميد عندهم موجود اللي هو تغطيس في الماء هاي مشان الصبغة الصبغة الدينية وموجود أيضا التعميد كما سبق إذا تذكروا حكينا في موضوع الفئة اللي هي اسمها الصابقة هذه التي تؤمن أن آخر رسول هو يحيى يعني يحيى عليه السلام يؤمن به الصابقة وعندهم من أهم الطقوس التعميد اللي بسموه إيش الصبغ وهم بيلفظوش الغين بيلفظوها همزة بيقولوا الصبغ لذلك هم الصابقة يعني الصابقة زي ما بيلفظوهم هم الصابقة على فكرة لأنه أهم طقس عندهم إيش الياردنة هذا الياردنة ودير بالكم هاتشوفوا الأردن النهر الأردن والياردنة فإيش قصتهم هم ليش بيعتبروا اليحيى آخر واحد مش مؤمنين بالمسيح الصابقة وعندهم التعميد نفس التعميد وهو فحلا كان يعمد هو اليحيى حسب بروا النصارى وممكن يكون هذا من ناحية دينية صحيح فيش إشكال فيه من الناحية الشرعية نكمل إن شاء الله وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وبرك الله فيكم